نبتدي الكلام على موضوع التصوير بالرانين المغناطيسي نحن نعرف شكل الجهاز عامل ازاي الاجهزة الحديثة اللي موجودة دلوقتي موجودة لها شكلين الشكل الاولاني هو اللي بالشكل تاكده بيبقى فيه حاجة زي قناة كده او حاجة زي نفق كده المريض بيخش جواه ويتم التصوير وفيه شكل تاني بقى له بنسميل open mri اللي هو المريض بيبقى قدامنا كده وحواليه الجهاز عامل حاجة زي شكل كده يعني حدوة حصان كده وهو بيتصور هو موجود في المكان ده هنا كده الحقيقة رغم ان شكل طبعا الجهاز اللي بالشكل ده شكله طبعا احسن من الجهاز اللي بالشكل ده او بالنسبة للمريض على الاقل ما بيبقاش مخيف ان هو بيخش في نفق زي كده اللي ان احنا زي ما هنشوف هنلاقي ان الجهاز ده بيبقى ليعيش مجموعة عيوب كده او الجهاز التاني مع صح ليه مجموعة مزايا بتخلينا ان احنا نحاول نروح له ده الشكل المعتاب بتاع المريض بيبقى موجود فيه مفروض ان الحاجة الكبيرة قوي ده هدفها انها تعمل ماجنتيك فيل ده يبقى قيمته عالية وبعد كده يبقى المريض يبقى موجود فيه وبعد كده نحاول احنا بشكل من الاشكال ناكواير من خلاله سيجنال من المريض المريض بيبقى طبعا حواليه حاجة اللي شايفين قدامنا دي كده بنسميها الكويل او المر كويل دي بيبقى لها اشكال مختلفة وكل شكل الحقيقي بيبقى هدفه ان هو ياخد السيجنال من المريض باعلى سيجنال من المريض باعلى سيجنال ترويز ريش ممكن لو بنتكلم بقى على استخدامات الماجنتيك ريزونانس ايميرجنج هلقى انه ممكن يستعمل في حاجة كثيرة جدا مش بس الحاجة المعتادة اللي احنا متعودين عليها اللي هي الاناتومي لا احنا ممكن نصور به فيسيولوجي كمان ممكن نصور به انجيوجرافي يعني نصور به البلاد فاسلز الموجودة نطلع ماب البلاد فاسلز الموجودة ممكن نصور به الديفيوجن ده معناها الحركة البطيئة جدا بتاعت حاجة زي المياه او بتاعت بعض المواد اللي بتتحرك او المواد اللي هي العوضوية اللي بتتحرك جوه الجسم وده بتستعمل الحاجات كثيرة قوي منها تصوير الاعصاب وفيه جزء بتاع البرفيوجن برضو اللي احنا بنشوف برضو البلاد يعني بيوصل ولا لا لأ للتيشوز وممكن نعمل به حاجة الحاجة متمائزة جدا جدا مش موجودة في حاجة تانية تقريبا من الطرق التانية اللي هي الاسبكتروسكوبي نحن نقدر نعمل ماب لانواع الميتابولايتس الموجودة جوه الجسم الانسان ده مثال لصورة اناتومي زي ما احنا شايفين كده الاناتومي شكله جميل جدا ونوضح كل الاجزاء اللي جوه الهد يعني جزء ده البرين وبعد كده هنا شايفين حتى اللي هي الورال كافيتي موجودة جزء ده جزء من الجزء ده الاسبكتروسكوبي موجود عندنا هنا يعني فيه كل حاجة تقريبا موضحة عندنا في جزء بتاع الاناتومي ده هنا ممكن نعمل الحقيقة في الوقت الحالي ممكن نعمل بالشكل اللي هو الريزولوشن عالي جدا اللي نشوفها في الامر اي دي والحقيقة بيطلع يعني الريزولوشن بداية تبقى عالية جدا جدا وتبقى فعلا مفيدة جدا لشان تشخيص اي حاجة في الجسم ممكن بردو نصور به زي ما قلت نصور به الانجيوغرافي بالشكل ده كتب والحقيقة فيه ميزة مهمة جدا في الانجيوغرافي في الامر اي دي طبعا ميزة اساسية جدا ممكن نحط كونترست ايجنت بس اكتشوالي لو احنا مش محتاجين او احنا مش عاوزين نحط كونترست ايجنت ممكن نصور الشكل الجميل احنا شايفين مصادنا ده من غير كونترست ايجنت ممكن نصور حاجة اسمها فونكشنال ايميجنج يعني مثلا الصورة اللي احنا شايفين قدامنا دي صورة بتاعت مريض بيفكر بجزء معين من مخه اوكي ونقدر نعرف انهي جزء في المخ اللي شغال دلوقتي بحاجة اسمها بولد كونترست طبعا دي حاجة يعني غير عادية الحقيقية احنا نقدر نصور الفونكشناليتي بتاعت البرين نون انفيسيفي دي حاجة الحقيقية ما حصلتش قبل كده في اي موديلتي تانية فطبعا بتفيدنا كتير جدا في فهم الفيسيولوجي بتاع البرين بطريقة ما شفناش قبل كده ممكن برضو زي ما كنت بقول ممكن نستعمل جزء بتاع الديفيوشن عشان نطلع الشبكة بتاعت الاعصاب اللي موجودة جوه المخ وممكن بقى نطلع زي ما كنت بقول برضو الجزء بتاع الاسبكتروسكوبي احنا نطلع مابس للميتابولايتس اللي موجودة في جسم الانساني يعني في مكان معين مثلا هنا زي المخ مثلا اخدين سلايس معينة بنرسم ماب لحاجة زي اللاكتيت او الكريتين او كولين او الحاجات دي كلها ممكن نطلع لها ماب بالشكل اللي احنا نشايفين وده طبعا حاجة مميزة جدا 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 موجودة في الMRI لما نبتدي بقى نتكلم على الفيزيكس بات الMRI الستابس اللي احنا بنحتاجها عشان نعمل MRI تلات حاجات اول حاجة magnetic field لازم الpatient يبقى placed inside the magnet والماغنت ده يبقى له قيمة عالية زي ما نشوف ليه بعد شوية زغيرين الخطوة التانية R او radio frequency pulse لازم نبعد RF pulse للجسم والرف pulse دي بتبقى basically يعني هي تيوند على حاجة معينة احنا عايزين نتكلم معها جوه الجسم الحاجة الثالثة حاجة ساميها relaxation الجسم بقى بيرد على الرف pulse دي اللي بيحسن الرف pulse دي بتمتص من الجسم وبعد كده relaxation دي المرحلة بتاعت ان الجسم بقى بيرجع تاني الـ ground state بتاعته وبيجف اوف الانيرجي بتاعته in terms of مثلا RF energy تانية وRF energy تانية دي بنقدر احنا نتكلم ونقدر احنا بعد كده لابني بيها صورة فعندنا MRR magnetic field R radio frequency R relaxation فاحنا basically بنحط الpatient magnetic field نبعد RF هو الجسم بعد كده او الحاجة اللي احنا عايزين بصورها في الجسم بعد كده بترد عليها بRF بقياسنا الـ RF ده نقدر نبني صورة الـ MRI علشان نفهم السيجنل بتاعت الـ MRI بتجيلنا منين بداية في عندنا جوة نيوكليوس في عندنا بروتونز ونيوترونز كل واحد فيهم بيبقى لوح حركة معينة بيبقى يعني حاجة زي spinning كده او حاجة زي rotation around الـ axis بتاع كل واحد فيهم وكل واحد فيهم يعني بيبقى بيعمل حركة دي بشكل مستقل لو انا عندي عدد الـ protons أو عدد الـ neutرونز بلاقي ان الـ net magnetic field بتاع الـ 2 بيبقى يعني بيبقى تقريبا مفيش لو انا عندي لسبب الاسباب عندي even أو odd number of protons أو odd number of neutrons هللاقي ان احنا عندنا actually net magnetic field نتيجة ان مافيش pairing اللي بيحصل دوت فاحنا بيسيكلي بنتكلم على الحالة اللي في عندنا نيوكليس عندها odd number of protons أو odd number of neutrons أو odd number of a وواحد فيهم في الحالات دي الحقيقة نقدر نحنا نمثل نيوكليس بتاع المواد لزي كده بينها كأنها بار ماجنت يعني كأنها مغناطيس صغير كده لو ساوث ونورث بولس والمغناطيس ده actually ده بيبقى له magnetic field والمغناطيس ده actually يقدر نقيسه وممكن ان احنا لو عندنا عدد من نيوكليس اللي بالشكل ده ممكن ان نجمع بقى المغناطيس بتاعها بحيس ان هو يبقى كبير كفاية بحيس يدينا signal يبقى signal to noise ratio بتاعتها مش بطال فهو الشرط بتاعنا الاساسي ان احنا يبقى عندنا نيوكليس ونيوكليس دي فيها odd number of protons أو neutrons أو protons plus neutrons المثال الواضح اللي على كده مثلا هيدرون نيوكليس هيدرون نيوكليس هي عبارة عن بروتون عشان كده ممكن نقول ايه بروتون وخلاص يعني بدلا ما نقول هيدرون نقول بروتون البروتون ده هو ده single proton فمعنى كده يعني odd فمعنى كده بيقول له magnetic field وطبعا هنشوف بعد شوية ان فيه ميزة كبيرة جدا الهايدروجين اللي موجود في كل الارجانيك كمباونز وبالكونسنتريشن عالي الـ natural abundance بتاعه عالي فمعنى كده انه ممكن يبقى حاجة ممتازة جدا من نسباننا عشان نعتمد عليها في التصوير الطبي القطوة الاولى اللي احنا ذكرناها في موضوع التصوير بالMRI ان احنا بنحط magnetic field المagnetic field بتاعنا ده بنسميه الـ B0 field مش الـ B-note الـ external magnetic field ده احنا بنحطه دوت بسيكلي بيحاول انه هو يـ align الـ small power magnets الموجودين دول او نيكلياي اللي كل واحد فيه معنده نت magnetization بدل ما يكون الـ net بتاعهم بـ zero زي اما في الحالة ان احنا ما عندناش بـ zero موجود لان احنا نخليهم كلهم align مع بعض اوكي لما يكون الـ B0 ده on اوكي فمعنى كده ان احنا في حالة لما بنحط الـ B0 بيبقى في عندنا عدد منهم بيبقى align مع الـ magnet بحيث ان في الاخر يبقى فيه عندنا net magnetization موجود عندنا نقدر نييسه الميزة بتاعت الموضوع دوت ان احنا يعني بنكبر جامد جدا الـ magnetic field بتاع الـ nucleus بحيث ان احنا بدل ما كنا بنبص على الـ nucleus واحدة بنبص على عدد كبير منهم فمعنى كده نقدر ان احنا يعني practical ease الحاجة دي بشكل يبقى stig internal ratio بتاعته مش بطالة الحاجة المعتادة اللي احنا بنتكلم عليها في الـ range بتاع الـ B0 دوت ان هي في الـ range بتاع تسلا مثلا من الـ point 3 تسلا مثلا لغاية ممكن دلوقتي نلاقي حاجات في الـ 14 تسلا حاجات زي كده فطمعن التسلا هو حوالي 10,000 جاوس الجاوس دي بنتكلم على ده ماجنيتك فيل بتاع الـ earth يعني الماجنيتك فيل بتاع الـ earth فبنتكلم على ان تسلا ده عبارة عن 10,000 مرة قد الماجنيتك فيل بتاع الـ earth الحاجة اللي بتحصل هنا online ممكن احنا نتخيله شبه قوي ان انا عندي بوصلة وبحطها في ماجنيتك فيلد فطبعا البوصلة بتتجه للاتجاه بتاع الماجنيتك فيلد فلو انا عندي بقى تخيلت ان كل واحد من البار ماجنيتس اللي موجودة عندي في اليوكلياي دي اكنه بوصلة اكنه القبرة بتاع الـ بوصلة وكلهم تقريبا بقوا في الاتجاه بتاع البوصلة في الاتجاه بتاع الماجنيتك فيلد نفسه فده اللي احنا محتاجينه عشان نكبر النت ماجنيترزيزيشن بتاعنا عشان نقدر نقيسه بشكل ايه بشكل افكتر طبعا عشان نعرف بقى احنا بنستعمل ليه ماجنيتك فيلد في التسلا رانج الباسيكس بقيتها موجودة في الفيزيكس لو احنا فاكرين جزء بتاع الفيزيكس اللي هو شابتر 3 كنا بنتكلم على system of many particles كنا وصلنا الحياة الكونكلوجيه مهمة اوه في الاخر حكا اسمها البولتسمن distribution او البولتسمن فاكتور البولتسمن فاكتور ده كان بيقول لنا ان انا لو انا عندي two states لسيستم معين ممكن اقارن relative distribution بتاعنا في ال two states دول عن طريق البولتسمن فاكتور اللي هو بالشكل ده اوكي اللي هو عبارة عن e to the minus u او delta u على kbf t kbf t kb هي البولتسمن constant وال a و t ده اللي هو temperature بتاعتي the u دي عبارة عن الفرق في potential energy between the two states او فرق في الانيرجي عموما يعني عادة لما بكلم على particles بالشكل اللي بكلم عليه دوت غالبا kinetic energy spectrum تبقى واحدة بس يعني عموما بكلم عن energy difference فبكلم على potential energy main دي يعني فاحنا لقينا الحقيقة في physics الفرق في الانيرجي ده بيتناسب مع gamma في m في h bar في ايه في b الh bar ده هو نفسه البلانكس constant بس فيه twice pi difference يعني twice pi factor كده موجود الجاما دي بنسميها gyromagnetic ratio ده عبارة constant الام دي بسميها spin number اوكي spin number ده ممكن مثلا بكلم على hydrogen بيبقى عندي اما نص اما ناقص نص فمعنى كده لما بكلم على نص او ناقص نص بشوف بقى الفرق بينه هايبقى واحد مثلا بتكلم برضو على ال b ده ده المagnetic field بتاعنا اوكي فلما ببص على فاكتور دوت اوكي وعايز اعرف بقى ان انا عندي تقريبا كام percent من من ال population بتاعتي هتبقى line مع المagnetic field عشان اعرف net magnetization بتاعه يساوي كام فبحط هنا الفاكتور بتاعي دوت او شوف ال average بتاعي او احسب ال weighted average بتاعي بيساوي كام اوكي فلاقينا اكشوري ان احنا يعني temperature الفاكتور الموجود عندي هنا دوت الفاكتور الموجود عندي هنا اللي هو الموجود هنا فوق دوت قال لي بكتير امن الواحد فمعنى كده ان ده تقريبا ان هو net magnetization بتاعي تقريبا بيساوي صفر اوكي فمعنى كده ان انا بتكلم على يعني ما ينفعش ان انا اصور في المagnetic field بتاع ال earth بس او ما يبقاش في عندي external magnetic field لو انا خدت ال approximation بقى وطلعت ال equation دي فاكيت بقى exponential in terms of binomial distribution او binomial يعني expansion بتاعها هلاقي ال net magnetization بتاعي دوت اللي هو المز نفسه هو برا عدد الموليكيول نفسها عدد نيوكليايل اللي موجودة بمعنى صح في النسبة بتاعت الايه النيوكليايل اللي موجودة اللي هي aligned مع الماغنيت اوكي فلاقي في الاخر انها approximately بيتساوي الكلام ده هنبصها على الكلام ده هلاقي الان دي عبارة عن عدد النيوكليايل الموجودة دي طبعا بتيجي طبعا من Avogadro's number times number of moles اللي موجودة في شوية فاكتورز بقى كلها كونستنس الحقيقة كل الحاجات دي كونستنس ال id function في المثلا اونا بتكلم عن هايدورجين دي هنلاقيها بتساوي مثلا اللي هي ناقص نصف 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 هنلاقي ان هي في الاخر رقم ثابت برضو اوكي التي هي temperature والكي بي برضو ده constant او البلسمن constant بتاعي وفي الاخر بتضرب في البي فلاقي اني تقريبا الماجنيتك اللي هو net magnetization بتاعي بيتناسب مع الماجنيتك فيل بتاعي بيساوي كامل فمعنى كده كل ما انا كبرت الماجنيتك فيل دوت كل ما كان عندي ال net magnetization اللي انا بحاول ايسه كان اكبر اوكي فهي طبعا ميزة كبيرة جدا لان انا يعني كل ما كبرت الماجنيتك فيل كل ما كان بتكبر بنفس المقدار بالزبط فطبعا هنلاقي ان احنا عندنا لما بنصور بمثلا وان تاسلا وبصور بثري تاسلا لاء الصورة بتاع الثري تاسلا الكواليتي بتاعتها كثري تاسلا احسن بكتير جدا من ال ايه اللي كنا بتكلم عندي في الاول خالص اللي هو الفارق بين ال open magnet وال closed magnet اللي هو الشكلين اللي انا وديتهم في الاول خالص هنلاقي ان ال open magnet ده بيبقى عادة الماجنيتك فيه بتاعه اصغر شوي يعني اللي لاقي ال open magnet ده ممكن نلاقيه مثلا 0.35 تاسلا 0.5 تاسلا انما ال closed magnet بتلاقيه 1.5 تاسلا فرغم ان ال open magnet ده بيبقى مريح بالنسبة لل patient ما بيبقاش فيه الجزء الدايق اللي ال patient لازم يخش فيه او النفق ال patient بيبقى يعني الى حد ما يعني بيبقى خايف منه شوية الا ان ال quality بتاعت الصورة بتاعت ال open magnet بتبقى الحقيقة اوحش شوية من بتاعت ال closed magnet والحقيقة بنتطر ان احنا ناخد كزا الاقوزيشن عشان نقدر نطلع الصورة بنفس ال quality بتاعت ال open بتاعت ال closed magnet والحقيقة في بعض ال applications لايستبكتروسكوبي وزي ال function MRI والحاجات دي كلها الحقيقة بتحتاج significant ratio عالية فبنبقى فيه عندنا ضرورة action نحنا نستعمل closed magnet مش open magnet الحقيقة لما بنحط اللي هي بتبريزنت اللي هي اللي كنا تكلمنا عليها ان فيها بتبقى الموضل بتاعها اكناها بار ماجنيت لما نحطها في ماجنيتك فيلد بيبتدي بقى لها حركة مختلفة شوية وحركة غير الحركة rotation او ال spinning العادية بنسميها precession يعني نتكلم مثلا لما يكون عندنا B0 بتاعنا off بتبقى هي بتدور حوالين ال access بتاعها وخلاص لما يكون B0 on هي بتلف حوالي ال access بتاعها بس بتعمل حركة تانية بتعمل wobbling كده حوالين حوالين يعني ال access access في النص كده بيبقى حركة مختلفة شوية عن الحركة بتاعت ايه بتاعت ال rotation بتاعتها الميزة بتاعت الحركة اللي هي اللي برا خالص احنا شايفينا دي اللي هي حركة ال precession دي ان احنا لو حطينا كويل في الاتجاه اللي هو هنا ده هيقس لنا variation وتطلع شكلها sinusoidal اوكي ويطلع شكلها بال frequency بتاعت ال precession دي نقدر نحنا نقسها ونقدر نحنا في الاخر نطلع منها غاما المقدار الماغيترسيشن اللي بيعمل ال precession ده دا ادي بالظبط الحقيقق Bring the precession اللي احنا كنا نتكلم عليه دوت الحقيقق井 نقدر نحنا نسيبه بالظبط باغد في الاتجاه RRRRRRRRRRRRRRRRR اللي اختار ما wasting ده الاتجاه اこうer في الاتجاه بتقول لنا whether frequency Beенным comparليماتulmagnetic raheο تايمز b0 بال exertion الاعلومات uyوب تساوي كم بإمام الأمر احساب b0 أوهم Growing Increase تايمام 42.6 MHz هنا يبقى معنى هذا لما اتكلم عن 1 تسلا هنا يبقى معنا كده اتوقع ان الفريقونسي بتاعتي بتاعتي البرسيشن بتبقى حوالي 42.6 ميجا هيرتز فدي طبعا مهم جدا لان هي دي الفريقونسي بتاعتي السيجنال بتاعتي الMRI اللي انا بستقبلها في غاية الاهمين انا اكون اعرف الموضوع ده لو انا بتكلم على نفس ازارة الهايدروجين برضو وكنت بتكلم على 1.5 تسلا يبقى معنا كده اضرب 42.6 x 1.5 لو كنت بتكلم على 3 تسلا يبقى اضربها في 3 يعني في 3 عشان برضو احسب منها لايه احسب منها البرسيشن فريقونسي مسابقة دي انواع من النيوكلياي زي ما انتوا شايفين كده هي انواع من النيوكلياي كلها بتبريزنت النيوكليا ماجيناتك ريزرونسي كل واحدة فيهم لو انا شفتها لان دي واحد دي 19 انا فيها 19 بروتون دي 23 يبقى معنا كده ان فيها 23 بروتون دي 13 كاربور 13 بتكلم على المجموع بتاع البروتونس والنيوترونس اللي هي بتكلم على ان هي فيها 13 يعني فيه عدد من نيوترونس بتاعتي تبقى عدد فعلى فكرة دي حاجة مهمة اوي نحنا ناخد بالنا منها ان احنا مش شارف ان يكون عندنا عدد عدد من البروتونس بس يعني ممكن يبقى في عندي عدد عدد من نيوترونس ويبقى عندي نيوكليا ماجيناتك ريزرونس فكل الحاجات زي ما احنا شايفين كلها بتبريزنت ماجيناتك ريزرونس كل واحدة فيهم الحقيقة لها مختلفة فاحنا طبعا ممكن اتخيل لو احنا في نفس الماجنت هو هو لو انا كنت عايز ابص على الهايدروجين فوقت ملاوقاتي يعني ابص على زرحت الهايدروجين او اعمل مابنج لزرحت الهايدروجين او اعمل اماجين لزرحت الهايدروجين ببقى محتاج مثلا عندي واحد تسلا ببقى محتاج ان انا استقبل فريكوانسي 42.6 يعني القويل بتاعي اللي بيستقبل مرفوض يبقى بيستقبل دي طب لو انا بتكلم على نفس الواحد تسلا دي مع كاربون ثرتين لا كاربون ثرتين بتكلم على حاجة اقل بكتير بتكلم على 10.7 ميجا هيرتز فعمتا لازم بيبقى عارفين كويس او احنا بنعمل ايمجينج لايه لانه على الاساس كده بيتغير جيرو ماجينتك ريشو على الاساس كده بتتغير لي البريسيشن فريكونسي بتاعتي وبالتالي لازم الكويل بتاعي يتغير يعني نفس الماجينت هو هو او نفس الماجينتك رزونس ايمجينج سيستم بتاعي بيبقى هو هو بركبله يعني كويل مختلف ويبقى فيه هاردوير مختلف بيبقى الريقونسي بتاعي مختلف عشان اقدر استعمله ان انا اصور بيبقى على الهيدروجين او على السوديم او على الكاربون ثرتين او على الحاجات دي كلها بيبقى هو نفس السيسم هو هو يعني من ناحية ماجينتك فيلد نفسه مبقاش محتاجين نغير حيان محتاجين نغير بقى ايه الهاردوير اللي الموجود اللي هو بيستقبل بيرسل ويستقبل الفريكونسي اللي هي مقابلة للبريسشن فريكونسي بتاعي كل واحدة من اليوكليال اللي ماذا اتكلم علي طيب عندنا مشكلة بقى في السيجن الاكوزيشن احنا دلوقتي لو احنا فرضا يعني بنقول احنا دلوقتي بقى فيه عندنا ام نوت يعني فيه عندنا دلوقتي نت ماجيتيزيشن بقى موجود وبعدين النت ماجيتيزيشن ده بطبيعة الحال بيبقى النت بتاعه في نفس الاتجاه بتاع زي اللي هو نفس الاتجاه بتاع الماجنيتك فيلد فمشكلة عندنا في نفس الاتجاه البي زيرو يبقى انا عايز اقيا حاجة صغيرة جدا سوبر امبوز على حاجة كبيرة جدا يعني مثلا ممكن تخيل مثلا في الكهربا لو انا كنت عايز اقيا حاجة بالمايكرو فولت محطوطة على حاجة بالميجا فولت هل في عندنا انسترومنت دا تقسلنا حاجة بالشكل دا حاجة تبقى صغيرة اوي 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 وسوبر امبوز على حاجة كبيرة اوي اوي طبعا دي حاجة صعبة جدا وعشان كده باضطر ان انا اعمل يعني في بقى كل التكنولوجي بقى الامر اي دي حوارين ازاي ان انا ايس الحاجة الصغيرة السوبر امبوز على حاجة كبيرة دي فالفكرة كالاتي بقى الفكرة ان احنا عندنا الاتجاه التاني بقى الاتجاه اللي هو عمودي على البي زيرو اللي هو الاكس واي دوت الاتجاه ده الحقيقى مفوش اي حاجة خالص فاللو انا اقدرت بشكل من الاشكال ان انا اخلي النيت مايجيتايزاين ده يبقى موجود عندي في ال اكس واي بلين او في الترانسفورس بلين او كي ايبقى معنا كده ان انا بتكلم على ان انا وهو بتاع الزي نفسه او اتجاه البي زيرو بسميه لونجتوديونال ديركشن والاتجاه اللي هو البلين اللي عمودي على لونجتوديونال ديركشن ده بنسميه ترانزررس بلين فده طبعا الحقيقه ميزه كبيره قوي ان احنا لو قدرنا نعمل كده هتفري معنا جامد جدا المشكله في ايه بقى؟ المشكله ان احنا كل الحاجات اللي بتعمل تريساشن دي هي كلها لها نت كمبونر في اتجاه الزي بس المشكله ان هي كلها كل واحدة فيهم بتدور بفيز مختلف يعني كل واحدة من نفسها او كل واحدة من نيوكلياي اللي بتكلم عليها هي فعلا لها اتجاه في اتجاه الزي وبتلف بتعمل تريساشن بس كل واحدة فيهم بتعمل تريساشن على يعني على فيز مختلف فمعنى كده لو انا جمعت كل نيوكلياي اللي عندي هلاقي ان هم كلهم اوتو فيز فمعنى كده كمبونر بتاعتهم على اكس واي بلين هلاقيها بتساوي صفر طب ايه بقى اللي ندر نعمله عشان نخلي الكمبونر دي كلها ما تعملش كانسلينج اوت هنعملها بشكل يبقى ايه يبقى يعني يخلي الحاجات كلها انسينج يعني خليها كلها تبقى سينكرونيز الاول وانس ان هم بقىوا سينكرونيز هلاقي ان السيجنال بتاعتهم على ال اكس واي بلين نقدر نحن نقسها فتاني فمنتكلم على ان كل واحدة من الاسفينز دي هي اولا بتعمل تريساشن تريساشن ده اولا بيبقى حركة في اتجاه ال اكس واي دي ان انا كل واحدة فيهم لو انا قسمت الكمبوننت بتاعتها على ال اكس واي عموما في الاتجاه ترانسورس بلين هلاقي ان كل واحدة لها كمبوننت في اتجاه وكلهم اوتوف فيز مع بعض يعني كل النيوكلياي اللي موجودة عندي يمفيش اي سينكرونيزيشن بينهم خالص فكل واحدة بتدور في اتجاه مختلف ففي الاخر لما جمع الكمبوننت دي كلها ال اكس واي بلين وفي كل الاحوال نحوال نحوال بقى في ال اكس واي بلين اللي بيحصل فيه ده ما بيقاش له اي علاقة خالص بالبي زيرو بقى يعني ايس بس الكمبوننت الصغيرة بتاعت النيت مايجيزيشن اللي موجودة عندي في ال اكس واي الفكرة بقى اللي بنعمل بها الكلام ده هي الار اف فلسية الخطوة الثانية بقى في ال اكوزيشن احنا كنا اتكلمنا عليها فلما احنا بنبعت ار اف رادياشن اضع الارمور فريقونسي اللي بيحصل ان بيحصل حاجة زي فليبنج لنتمجيزيشن بزاوية معينة يعني ممكن احنا نوصلها نتبقى في ال اكس واي بلين يعني يبقى بمعنى صح الحاجة اللي كانت في ال z direction هي ال اكس واي بلين ممكن نخلي الكمبوننت بتاعتها ال اكس واي بلين يبقى اي كمبوننت انا عاوزها ممكن نخلي الكمبوننت تبقى هي كلها موجودة عندي في ال اكس واي بلين اوكي فالارف رادياشن دوت مستو ان هو عند الارمور فريقونسي بيبقى ات رزونانس النيوكليوس نفسها بتبقى ات رزونانس وث الفريقونسي بتاعت الارمور فريقونسي دي فبتابزورب الانرجي دي لما بتابزورب الانرجي دي بتبتدي تسيب بقى المكان اللي هو بتاع ال ground state بتاعها اللي هو الانج الماجنتيزيزيشن او الماجنتيك فيلد اللي هو بي زيرو ويبتدي يبقى لها اتياه تالي مختلف عن البي زيرو دوت وممكن الاتجاه ده يبقى في ال اكس واي بلين او ممكن يبقى اكشو العكس البي زيرو حتى لو انا ديت انرجي كفاية فاللي بيحصل لما بحط الارف فالس دي حسب الوقت اللي انا حطيته فيها بيبقى في عندي فليبنج او الروتيشن كده للنكت ماجنتيزيزيشن بتاعي بزاوية ثيتا والزاوية الثيتا دي بتفضل يعني ال نت ماجنتيزيزيشن بتاعي يفضل يلف لغاية لما الرف ماجنتيزيزيشن بتاعي اللي انا حطه ده يتشال فانا ممكن انا اخلي الرف ماجنتيزيزيشن يشتغل من اول الغاية هنا وبعد كده اخليه يوقف يبقى معناك كده انا خلاص اعملت الفليبنج للماجنتيزيشن بتاعي نت ماجنتيزيشن لايه بزاوية ثيتا يبقى لو كمبونت دلوقت يعى عاية ال اكس واي بلين اقدر اسه كمبونت دي بيبقى كلها يعني انسينك مع بعض يعني كل الواقع بتبقى انسينك مع بعض فقدر ايسها بشكل ايه بشكل يكون أسهل بكثير قوي من انا احاول اعمل كده في حيات لما مكنش فيه ار اف فالس فالفكرة تالي نحط ار اف فالس ار اف فالس دي بتفليب المنتيزيزيشن بتاعي بزاوية ثيتا機會 اقدر اتحكم فيها تماما زي ما هشوف بالكاهات بعد شوية وانس ان انا خليت النيت ماجتريزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيز لو ايكسي بسيبتين بتوع المكانة. هنجد ان هو بيبقى هنا فوق كده. يبتدي يليب though we have the next step if i left this step? لو انا القفت في اي لحظة هيبقى في الاتجاه ده كده. هيبقى هو فعلا. الماغين challenge بتاعي في الاتجاه ده كده. ويفضل يلف لو انا القفت الماغينizi were going to go into this step. اقفت كده. اه بالتبتاعي في اي وقت هلقى 1000 انا وقف في نقطة هنا. يبقى لها six plan. كويس. نقطة ان الحركة دي نفسها حركة مؤقته شوية بيعمل حاجه زي بيعمل بريساشن كده حوالين الـ x y plane فعشان نديسكرايب الحركه دي حركه دي مؤقته شوية فعشان نديعملها بشكل اسهل بنعمل حاجه لطيفه كده احنا بدلا ما هنستعمل stationary x y z لا هعمل حاجه اسمها Rotating Frame of Reference هتخيل ان الكورنينت بتاعتي دي بتعمل روتاشن بنفس الـ Precision Frequency بتاعت الـ Nucleus اللي هنبقى انتريسيت فيها يعني ايه يعني الـ x y d بتعمل روتاشن كده هنا كده بنفس الـ Frequency او بنفس السرعة اللي كان الـ Net Magitization بتحرك فيها حوالين ايه حوالين الـ z plane او z direction فمعنى كده بتكلم على ان لو انا بقى جيت بقى رسمت الحاجه دي في Rotating Frame of Reference هتبقى عاملة ازاي هتبقى عبارة عن ان انا كنت هنا وتحركت بقيت هنا خلاص يعني بقت very simple arc لان هي فعليا لو انا جيت دلوقتي شفت كده عند اي وقت هلاقي ان هو ده بقى هنا وبعد كده بقى هنا وبعد كده بقى هنا وبعد كده بقى هنا وبعد كده بقى هنا وهكذا بينزل كده على طول انا بس عشان هي بتلف عشان الـ coordinate بتاعتي سابتة فالـ trajectory بتاع الـ Head of the Net Magitization بلاقي انها بتتحرك بشكل معقد وانس ان انا خليت دول يلفوا بنفس الـ Frequency بتاعت الـ Precession بقى عندي عطول trajectory بتاعي بينزل كده يبقى نفس الشكل اللي انا كنت شفتها قبل كده اللي هو عندي any given time بقى عارف ان فيه ثيتا عندي بعمل flipping بانجل ثيتا انا اقدر اشوفها هنا بطريقة اوضحة فهو الـ Rotating Frame of Reference is just a convenient way of looking at الـ Flipping اللي بيحصل للـ Magnetization في وجود الـ RF Pulse انما هو ما هواش حاجة مختلفة هو بس مجرد ان هو بيوضح لنا الحاجة بشكل يبقى اسهل لنا بدل ما نبص عليها بشكل يبقى ايه يبقى معقد زي ما هو موجود في الـ Stationary Frame of Reference طيب لما بكلم بقى على الـ selection بتاع الـ RF Pulse Flip Angle انا بختار الـ RF Pulse Flip Angle على اساس ايه؟ لو انا بكلم على 90 degree Flip Angle مانا كده المعني بتاعي بعدما كان في الـ Z Direction او في اتجاه الـ P0 بقى كله موجود في اتجاه الـ X y اوكي بقى كله موجود في transverse plane فمعنى كده انا هنا كل اللي كان عندي يعني كل الماكتازيش نيت ماكتازيش بتاعي كله بقى موجود هنا فيبقى اعلى signal internal ratio ممكن انا اخده اوكي اا لو انا بتكلم على 180 ديجريز بقى يبقى معنى كده بدل ما كنت في اتجاه z plane بقيت في عكس اتجاه z plane بقيت في اتجاه ايه في اتجاه لتحت هنا كده في اتجاه عكس اتجاه z طب دلوقتي ال 180 درجة دي هل هتديني signal لا اكشو مش هتديني ايه مقدرش هيس لها حاجة في ال x y plane اي حاجة موجودة في ال x y plane اقدر ناسها اي حاجة موجودة في اتجاه z مقدرش هيسها فمعنى كده 180 درجة دي دي مقدرش ان انا جيب بها signal مقدرش ان انا استعملها واجيب بها signal انما هشوف لها فايدة مهمة جدا بعد شوية صغيرين لو انا بتكلم على حاجة بقى اسمها partial flip partial flip دي معناها ان انا بدل ما بنزل بالانجل بتاعي 90 درجة لا بنزل بثيتا ثيتا دي ممكن تبقى اقل ما 90 درجة اوكي ثيتا دي بيبقى لها component على ال x y وفيه component تانية في z اوكي دي يعني لقى ان فيها ميزة الحقيقة في في ال fast imaging sequences ان انا بخلي في عندي جزء من موجود بحيث ان انا اقدر بعد كده استعمله الحاجة اللي بتروح في اتجاه ال x y plane دي على البال ما بترجع تاني في اتجاه z عشان اقدر بعد كده استعملها في حاجة بيبقى بتاخد وقت طويل الحقيقة يعني في ميزة ان انا بدل ما ااخد السيجنال كلها اواخد ال net magnetization كله لا ااخد جزء منه واخلي جزء التاني ده بعد كده استعمله في حاجة تانية اوكي فال partial flip هو عبارة ان انا بقى اعمل flip angle ثيتا اقل من 90 درجة بحيث ان يبقى فيه عندي component على ال x y اقدر اقسها وفيه component تانية still في z ما بقدرش اقسها بس انا ممكن استعملها بعد كده في application تاني طبنا احنا بنتكلم عندنا هنا في يعني بيكلم ان انا بحط rf energy لل spinz اللي عندي او اللي موجودة عندي اللي بيحصل طبعا نتيجة ان انا يعني بحط ال energy d وال energy بتمتص بين ال nuclei دي يبقى معنى كده ان انا برفع ال energy level بتاع ال nuclei دي او energy state بتاعته ال nuclei دي فمعنى كده ان انا بعد شوية يعني الحاجات اللي احنا كنت شوفنا بردو في شابتر ثري في الفيزيكس اني لازم ترجع تاني لل ground state لما ترجع تاني لل ground state مفروض انها تجيف off energy d زي ما كنت بتكلم ايبقى عندي signal بعد كده بتبقى received نتيجة لكده وفي الوقت نفسه يعني يبقى recover state بتاعتي اللي كانت في الاول خالص ان كل ال spinz بتاعتي او كل nuclei بتاعتي مع المجنيتك فيلد مع ال b zero في اتجاه الزي اوكي فاليكوليبرا طبعا زي ما احنا كنا شوفنا قبل كده is by definition the lowest energy state possible where once the rf pulse is turned off the protons will have to re-align with the axis of the b zero magnetic field and give off or give up all their excess energy اوكي فالكلام ده بيحصل هي بشكل exponential بشكل ده كده ان انا يعني لو انا فرضا عملت 90 degree flip angle بيبقى عندي المجنيتارزاجان في اتجاه الزي لوو assessment اتجاه الزي بتبقى زيرو في الاول الخالص بعد الل الف مباشرة اوكي لان كل كده الموجود في تجاه الزي بيبتدي يحصل build up في اتجاه الـ P0 أو في اتجاه الـ Z بطريقة Exponential Buildup كده بالشكل ده كده لغاية لما اوصل ثاني يبقى الـ Mnode بتاعتي أو Netmargetarization كله في اتجاه الـ Z ده بيحصل بـ Time Constant معين وطبعاً بيبقى مهم جداً أنا في Time Constant ده علشان هقدر بعد كده استعمله في الـ Application بعد أول نوع من الـ Relaxation بنسميه الـ T1 Relaxation هو ده اللي فعلاً بكل من الكلام عليه من شوية بسميه الـ Longitudinal Relaxation الـ Longitudinal Relaxation Time هو باسيكلي تسمى كده علشان بيكلم على الـ Time It Takes For The Spence To Realline Along The Z-Axis يعني الـ Spence بتاعتي أنا عملت لها كلها في الـ X Y هي بقى بترجع تاني للـ Z ازاي؟ اوكي؟ يعني بيحصل لنها ترجع تاني ازاي للـ Z كده هو ده اللي أنا بكلم عليه دلوقتي طبعاً في الأول خالص بيبقى المغنيتود صغير اوكي؟ في اتجاه الزي ومغنيتود كبير في اتجاه الـ X Y شوية بالشوية الـ X Y تبتدي تقل والـ Z تقل يكبر والـ X Y تقل والـ Z يكبر وفي الآخر يبقى مفيش خالص حاجة في الزي في الـ X Y زي ما كنا في الأول ويبقى كل المغنيترزيشن بتاعنا نت مغنيترزيشن كله يبقى في تجاه الزي اوكي؟ الكلام ده بيبقى describe بـ exponential growth curve بالشكل ده كده الإقواجن بتاعته إن الـ MZ of T بتساوي M nodes 1-E توضي minus T على T1 T1 ده بسميه Logitudinal relaxation time او T1 relaxation time اوكي؟ او بسميه spin lattice relaxation time spin lattice معناه إن أنا عندي كل واحد من الـ spins الموجودة بـ give off energy للـ lattice اللي هي الـ environment اللي حواليه اوكي؟ ونتيجة لكده هو بيرجع تاني الـ ground state او يبقى line تاني مع الـ اتجاه الزي اوكي؟ فمعنى كده إن إحنا فأثناء ما إحنا حطينا RF pulse هو قاب بيمتصة energy system بتاعي او spins بتاعتي بتمتصة energy وانس إن أنا I stopped الـ RF energy بتاعتي او الـ RF pulse بتاعتي الـ relaxation بيبدأ فورا والـ T1 relaxation هو أكتر حاجة مهمة إن هي الـ energy بقى اللي هي absorbed by the spins هي هترجع تاني إزاي بقى للـ environment عشان نرجع تاني بعد كده للـ ground state بتاعتي وطبعا الـ energy اللي هي بتطلع دي هي بتبقى في شكل السيجنال اللي احنا بنقسها وهي دي الحقيقة الحاجة اللي بتدينا السيجنال بتاعتي الـ MRI اللي احنا نقدر نستفيد بيها عشان نبني نصورة الـ MRI فيه نوع تاني من أنواع الـ relaxation بنسميه T2 relaxation ده مختلف شوية احنا دلوقتي عملنا flipping للـ magnetization بتاعنا فتجاه الزي اوكي الناس لقيت الحقيقة ان الـ T1 relaxation time ده بنتكلم على أرقام مثلا في حدود 1 second 1 second دي معناه ايه؟ معناه ان انا مثلا لما بارسم الكيرف بتاعي او الـ growth curve بتاعي معناه كده ان بعد 1 second بيبقى عندي مثلا ساي 60% من الـ relaxation بتاعي حصل اوكي وحاجة 60% ولسه في عندي الباقي ده موجود عندي في الـ x y plane الناس لقيت اكشوري ان بعد مثلا 100 ms ما بقاش عندي signal خالص تقريبا بـ signal بتاعتي بتقل لجامد جدا فلازم يكون فيه ميكانيزم تاني بيحصل فيه loss للـ magnetization بتاعي او loss للـ signal بتاعتي غير T1 relaxation فـ T2 relaxation هو الميكانيزم ده اكشوري اللي بيحصل ان احنا عندنا الـ spinz بتاعتنا او الـ net magnetization اصلا مكون من الـ net بتاع كل الـ small bar magnet اللي كانت موجودة اللي بتمثلي كل نيوكليا اللي عندي الـ RF pulse بتاعتي الحقيقة من اهم الحاجات اللي بتعملها ان هي بتخلي كل الـ spinz كلها بتعمل او كل الـ nuclei بتاعتي بتعمل precession بنفس الفيز وانس ان انا شلت الـ RF pulse كل واحدة فيهم بتبتدي ترجع بقى تعمل spinning بشكل مختلف في الاخر ان بيحصل حاجة زي destructive interference بين السيجنال اللي تطلع منهم وفي الاخر بيحصل ان السيجنال بتاعتي بتقلي تالي ما بتبقى zero يعني بيقى في عندي spins موجودة فعلا في الـ xy يعني اتجاهها في الـ xy بس كلها بتعمل precession out of phase ففي الاخر بيحصل السيجنال بتاعتي بتبقى ايه بتبقى مش موجودة بتبقى السيجنال بتاعتي effectively يعني zero تقريبا اوكي فبلاقي ان انا ببسطت على الـ xy اللي هو الـ في الـ xy بقى مش بوصة على هذه المرة دي بلاقي ان فيه exponential decay curve كده عبارة عن M note في e to the minus t على t2 بيقولي ان السيجنال بتاعتي اوكي بتقل مع الوقت بشتاكت دوت كده بنتكلم عن حاجة 50 ms 500 ms حاجة صغيرة جدا يعني فمعنى كده ان احنا فعليا الحاجة اللي موجودة عندي في الـ xy دي فعلا بعد شوية انا ممكن افقتها هيبقى لو عملتش collection للسيجنال بتاعتي في المحل الاولانية دي بقى انا عابقى عندي مشكلة الحاجة اوكي هيبقى عندي مشكلة ان ممكن يبقى السيجنال موجودة في الـ xy او كل حاجة بس هي فعليا كلها بتعمل distructive interference مع بعض فما بيطلعيش في الاخر ايه ما بيطلعيش في الاخر اي حاجة لا علاقة بالسيجنال نفسها خالص بيبقى السيجنال تريبا كلها بصفر اوكي الحقيقة فيه حاجتين الحقيقة بيخلوا الكلام ده يحصل اوكي يعني موضوع الـ out of phase يعني او كلهم يبقى out of phase دي بيبقى فيه حاجات بين الـ spins وبعض interactions بين الـ spins الـ spins الموجودة عندي زي ما كنت ببتفل معاكم ان كل واحد من نيوكلياي بيسميه spin اوكي كل واحد من نيوكلياي او الـ spins دي هي عبارة عن tiny bar magnet يعني هو عبارة عن معناطيس صغير المعناطيس صغير ده موجود في المجال المعناطيسي الكبير بتاع الـ B0 اللي انه هما مع بعض كل واحد فيهم بيأثر على تاني يعني لو كل واحد فيهم لوحده خالص مفيش حواليه اي حاجة خالص هيبقى هو حاسس بمجنيتك فيلد معين غير لما يكون في وسط مجموعة من الـ spins دي وكل واحد فيهم لو مجنيتك فيلد صغير او كل حاجة بس بيأثر عليه فنتيجة الكده انه هو الـ interactions اللي بينهم ومن بعضيهم دي الحقيقة نتيجة الوجود كل واحد فيهم حواليه مجموعة او مجموعة كبيرة من المغناطيسات الصغيرة اللي زيه اوكي فبيبقى فيه فرقات صغيرة بين المجنيتك فيلد بين كل واحد والتاني ونتيجة الكده بيقى فيه فرقات صغيرة جدا في الـ armor frequency والفرقات الصغيرة دي بتعمللي فرق في الـ phase بين ايه؟ بين كل واحد والتاني الحاجة التانية بقى انه فيه حاجة اسمها external feed homogeneity معناها انه انه عندي المغناطيس بتاعي ممكن يبقى هو نفسه او الـ b0 بتاعتي يبقى هي نفسها فيها اختلافات بين اماكن والتانية يعني ممكن فرضا مثلا لو انا عندي في مكان معين في عندي جزء من الموليكول بتاعي فيه جزء فيه ايرن لو زي مثلا هيموجلوبين مثلا اوكي الـ هيموجلوبين فيه ايرن فمعناك كده الاماكن اللي جنبيها هيموجلوبين هتبقى شايفة ايرن في المجنيتك فيلد طبعا احنا عقابلين لما يبقى فيه عندنا اي فرر ماجنيتك فيلد بتعمل حواليها distortion فالـ distortion ده الحقيقة ممكن انه يكون لي الـ homogeneities والـ homogeneities ده برضو تعمل لي فرقات في الـ Larmor Frequency والفرقات في Larmor Frequency تعمل لي فرقات في الفيز وفرق الفيز ده هو اللي بيعمل لي ان كل واحد فيه بيقى له فيز مختلف او كلهم مع بعض بمعنا نصح يبقى out of phase فنقدر نتكلم في الموضوع T2 relaxation ده على وقتين حاجة بسميها T2 relaxation وحاجة اسمها T2 star relaxation T2 relaxation بتكلم على الـ effect الاولاني بس بقى سيوم ان ما فيش عندي جزء ده خالص ما عنديش external field الـ homogeneity وجزء التاني بيإنكلود الاتنين بقى بيإنكلود الـ interactions between spins او spin-spin interaction وبيإنكلود كمان الايه external field الـ homogeneity فنقدر نقول الواحد على T2 star للقب T2 star و T2 ان واحد على T2 star بيساوي واحد على T2 في gamma delta B delta B ده هو الـ homogeneity وغاما طبعا هي الـ germane فطبعا هنشوف بعد شوية ان دوت ممكن يبقى مفيد جدا وممكن ان احنا بشكل ما اشكال نلاقي sequences تشلنا الـ effect بتاع الايه بتاع الـ external magnetic field بحيث نقدر نصور الصورة بتاعتنا بتبقى ايه تبقى مؤتمدة على T2 مش على T2 star طبعا من الشكل اللي احنا شايفينه هنا دوت هنلاقي ان احنا عندنا طبعا T2 star دايما بتبقى اقصر من T2 اوكي وهي المفروض انها تبقى يعني significantly كمان يعني فمعنى كده ان احنا دايما لما نبص على حاجة فيها 2 effects هنلاقي انها الوقت بتاعها ان احنا نقدر نصور فيها يبقى اقصر شوية من لما ما يكونش فيه external magnetic field او external field طيب دلوقتي لو انا بتكلم بقى على ال 2 effects مع بعض انا عندي T1 relaxation وعندي T2 relaxation هما الاثنين بقى بيشتغلوا ازاي مع بعض هنلاقي ان احنا باسيكلي عندنا T2 بيشتغل في ال x-y plane وال T1 بيشتغل في Z axis اوكي يعني بمعنى السيجنال بتاعتي اللي موجودة عندي في ال MXY بتقل بالشكل ده ومعنى السيجنال بتاعتي في Z direction بيتغير بالشكل ده احنا تاني ما بنشوفش اي حاجة في Z كل اللي بنشوفه بيشتغل في ال x-y يعني الحاجة اللي نقدر نقصها هي في ال x-y فمعنى كده ان احنا في عندنا 2 independent processes واحدة فيها loss of MXY يعني MXY بتاعتنا بتقل والتانية في gain of MZ يعني MZ بتاعنا بيزيد اوكي طبعا الحاجة اللي لازم بياخدين بنا منها كويس قوي ان هما دول independent معنى كده ان الحاجة اللي بنخسرها هنا مش هي اللي بنكسبها هنا احنا بنيخسر هنا كتر بكت Colour او ما بنكسب هنا اوكي يعني باخد وقت كتير او اكتر في ال MZ عشان اوصل ان ارجع تانية زي ما كنت عن ان انا اخسر MXY كلها اوكي فمعنى كده ان انا او بتكلم على المجنتالزيزيشن بتاعي بيحصل ايه في ال لم اعمل مثلا 90 ديجري بالس هلاقي في اول خالس بعد ال الف بلسه على طول هلاقي ان انا MXY كبير اوكي وال MZ بتسوي صفر اوكي بعد شوية هلاقي الامز كبرت شوية امز صغرت بعد شوية هلاقي ان انا الامز لسه برضو بتكبر شوية زيادة والامز يتيقل كمان زيادة في الاخر امز بتاعتي يعني في الاخر بعد وقت طويل اوي امز اكس ويتفينتل بتساوي صفر بس ايه? بتكلم على ان الامز بتاعي بقى بساوي صفر والامز بتاعي تقريبا نوصل للايه? للنيتمارجنزيزيشن كله يبقى في انتجاه الزي النقطة بقى ان احنا لازم ناخد بقى لنا منها النتيجة ان احنا عندنا اللوس دا بيبقى اسرع بكتير ممكن يبقى في عندنا وقت يبقى في عندنا عمل مجتماسيه في اتجاه الزي وليسة الم زي ما وصلش لسه الام زي مثلا نص الام زيه المفروض يبقى في اتجاه الزي فمعنى كده بيبقى في عندنا خسارة ان احنا ما عندناش اي حاجة ما عندهش في تجاه الزي خسيرنا في اتجاه الزي ومش كذبانين حاجة في اتجاه الزي فدي طبعا لازم ناخد بقنا منها في التصوير علشان نبقى ايه نبقى عارفين ان فيه وقت معين بيبقى فيه ماجنترزيشن يعني في اتجاه ما اقدرش ان احنا نعمل له اكوزيشن ما اقدرش ان احنا نعمل له فليبنج تاني كامثالة للركسيشن تايمز اللي احنا ممكن نشوفها لبعض المواد لو احنا عندنا بيور اتج تو او بيبقى عندنا تي وان والتي تولي اتنين بحوالي سانيتين ونص طبعا ناخد بالنا كويس قوي ان اتج تو او ده معناه ان احنا عندنا مية معطارة ده مش موجودة في جسم الانسان لو احنا حطينا معا شوية ملح صغيرين هلا ان الاقام دي تغيرت شوية لو بتكلم على الفات الفات بيبقى قلب كتير اكشوية تي وان بتاعته حوالي متين مسلا اوكي متين ميلي ساكن والتي تو بتاعته مش مهلا شوية بتبقى حوالي مئة لو بتكلم على ال ses اذا بتكلم على تي وان بتاتعتي حوالي الفين ملي ساكن يعني سانيتين والتي تو بتاعتنا حوالي تل ثميل لو بتكلم على بتكلم على ال gray mater بتكلم هلاقي هنا برضو ال�� 해 وان حوالي خمس ومية ملي ساكن يعني نص ثانية والتي تو بتاعتنا حوالي مية طبعا ما ناخد بالنا انายنا عن دير هنا لبكلم مثلا على الس csf هلاقي ان انا عندي هنا لو انا مسلا بكلم انا عشان اوصل يعني عندي مثلا من الامجي تاعتني參 تلاتة تي وان اوكي محتاجة تلاتة التايم كونسون ده يعني بتكلم محتاجة على ست ست ثواني تقريبا اوكي التي تو انا بفقد يعني بوصل يبقى عندي زيرو سيجنال بعد تلاتة تي تو تلاتة تي تو هنا يبقى حوالي كام حوالي اقل من ثانية 900 ميلي ساكند يبقى معنى كده من اول وان ساكند لغاية سيكس ساكند يعني خمس ثواني كاملين بيبقى عندي لو فيه المجانسة في تجاه ال xy مبقىش قدر اشوفه خالص يعني بيبقى مفيش عندي لسه المجانسة ماوصلش هنا يرجع تاني يريكاور وفي الوقت نفسه في عندي اللوصز الموجودة عندي في ال xy plane اللي هي ال transverse relaxation بتاعي اللي هو تي تو ريلاكسيشن خلى السيجنال بتاعتي متبقىش موجودة خالص في ال xy plane لما بنيناعمل ريسبشن بقى احنا بنعمل ريسبشن بكويل بيشوف لنا الحاجة الموجودة في تجاه ال xy يعني حاجة اللي موجودة في الـ XY plane أي تغيير في المجنزل في الـ XY plane نتيجة طبعا الـ precession اللي بيحصل دوت فيعني أي حاجة موجودة في الـ XY plane بتاع الـ precession أنا بقدر عملها بيكينج أب فالاستقبال بتاعي لو أنا خطيت الـ COID بتاعي في اتجاه الـ X كده أو في اتجاه الـ Y كده بشوف سينيسوري ده السيجنل بنفس الـ frequency بتاع الـ precession بالضبط فلو أنا بصيت كده على السيجنل بتاعتي اللي بيحصل فيه إيه لو أنا بيحصل لي T2 relaxation T2 relaxation ده عبارة عن الـ envelope بتاع السيجنل بتاعتي envelope بتاع السيجنل بتاعتي ده هيبقى عبارة عن T2 relaxation أوكي فمعنى كده إن أنا لو بصيت للـ tip بتاعت المجنزل الموجود في الـ XY plane دوت ورسمته مع الوقت بيطلع لحاجة زي spiral كده يوصل لغاية تأخر الزيرو أوكي الزيرو ده بيحصل عند وقت طويل كده بيحصل عند ثلاثة T2 مثلا أوكي ففي الأول خاص بيحصل السيجنل بتاعتي كبيرة ويبقى إيه بتبقي تقل بشكل إيه بشكل exponential بالشكل ده كده الشكل السيجنل ده كده بنسميه free induction decay ده برضو كلمة معروفة قوي في الـ MRI ودي لازم كلنا بيعارفينها الـ received signal اللي هي جايالي من مجرد بس إن أنا حطيت RF وشلتها بعد القريفة وطول ما بشيلها السيجنل اللي بتجيلي بعد كده بسميها free induction decay بتبقى عبارة عن الـ MXY بتاعي أو الـ M-Note اللي موجودة عندي في الـ X-Y component بتاعتي اللي موجودة في الـ transverse plane وبالـ decay مع الوقت بالإيه حسب الوضع اللي عندي بقى يـ MT2 يـ MT2 ستار طبعاً لو أنا سايدناك كده من غير أي حاجة خالص وفي عندي متوقع طبعاً في الجسم يبقى في عندي magnetic field inhomogeneity نتيجة لوجود مجربين وحاجات زي كده فمعناك كده أتوقع إن في المعتاد إن يبقى الـ FID بتاعي أو free induction decay بتاعي يحصلوا decay بـ T2 ستار نرجع بقى تاني فتكر sequence of events في الـ MRI اللي هي الـ MRR اللي هو magnetic field RF relaxation تلت خطوات بتاعنا دول نبدأ علي بقى في دول الكلام اللي هيكلمين عليهم من شوي بيحط 90 degree RF pulse كان الأول خالص بتاعنا MNOT في اتجاه الثي هيحول لنا المجنتيجة ده كله يبقى فيتجاه الـ XY اتجاه الـ XY أو Transverse plane ده هو الاتجاه اللي إحنا نقدر نقيس فيه السيجنال بتاعتنا بنحط RF coil بحاء يحيس إن هو يتبقى sca� مع السيجنال من على سكما إتجاه الـ X أو إتجاه الـ Y وطبعاً السيجنال بتاعتنا لو هي بتلف هنا يبقى معنا كده هنشوف signal Pennsylvania signal في اتجاه الX يعني هتزيده و هتقل لكده بشكل перيسيشن هوكي في اتجاه ال Architect umということで نريده واتجاه ال stare plate in xy بايه بتي 2 ستار طبعا احنا بنحط Rf ويترد علينا بالFID طبعا احنا بنتكلم هنا على ان احنا بن لما بنكون بنكلم حاجة معينة في الجسم بنبعت لها Rf اللي مقابلة للارمر فريكنسي بتاعتها. يعني مثلا لما بكون بتكلم على الهايدرجين يبقى معنى كدا انا عارف ان الارمر فريكنسي بتاعتي بتساوي جاما في البي زيرو. لو البي زيرو بتساوي واحد تسلا انا عارف ان الجاما بتاعت ال H1 اللي هو بتاع البروتون بتسوي 42.6 ميجا هيرتز بر تاسلا. يبا معنى كده ان انا متوقع الفريقونسي تحتى تبقى في حدود 42.6 ميجا هيرتز. يبا معنى كده ابعت عالفريقونسي دي بالضبط. دي ممكن اتخيلها كالاتي. انا دلوقتي لو تخيلت مثلا في عندي زرات تانية او عندي اتومس تانية. زي مثلا الكربون 13 او حاجة زي كده. كويس. هل هي كمان هتاخد الارف دي بردو وترد علي. فعليا مش هيحصل الكلام ده. بش احصل الكلام ده لان هي كل واحدة فيهم تيوند على الفريقونسي دي. انا كنت دايما بمثل الكلام ده بان انا عندي راديو وعمله تيونيج على محطة معينة. لو انا دلوقتي عندي محطات تانية بتبعت. هل انا بابقى سامح حاجة من المحطات دي في الراديو اللي انا عامله تيونيج على محطة معينة تانية. الحقيقة احنا بنسمع بس المحطة اللي احنا او السيجنال اللي مبقوطة على المحطة دي بس. نفس الكلام بيحصل بالنسبة اللي بتكلمه وبيرد علي هو الزرات او الاتونز او نيوكلياي بمعنى اصح اللي لها الارمور فيكوسي اللي انا بعته دوت. اي حاجة تاني مش ترد علي خالص. فعشان كده بقى طبعا الحاجة اللي انا بتطلعها او الف اي دي اللي انا بتطلعها دي بتبقى مهمة جدا لان هي هي عبارة عن سيجنال لها امبليتود بيعتمد على عدد الزرات بتاعتي كان. فلو انا عندي مثلا فرضا في مكان معين عدد الزرات بتاعتي مثلا يعني رقم معين نوت اوكي وفيه في منطقة تانية نون اوكي يبقى معنى كده انا ممكن اشوف الكونترست ده بان انا اوبزورف الفرقات بين الاف اي دي اللي جايلي من هنا وجايلي من هنا. ده الحقيقة اللي بيعمل الكونترست في التيشترز. احنا عندنا كل واحدة من البيو كيميكال كومباونز الموجودة او او موجودة جوه الجسم. هنلاقي كل واحدة فيها موجود فيها الهاجن نيكلياي او الهاجن يعني عموما يعني موجود بكونسنترشن مختلف حسب النوع الارجاني كومباونز اللي عندي. فمعنى كده ان انا لو بصيت عالفرقات في الانتنسي بتاعة السيجنال الجاي من الهاجن نيكلياي بين التيشترز المختلفة وبعض. هده اشوف كونترست الحقيقة واضح جدا بين انواع التيشترز المختلفة وبعضي. في عندنا بعض الديفنيشن المهمة في اي ام او اي ام او اي ام او اي اكوزيشن بروسس. اول الحاجة اللي هي تي ار. تي ار دي واحدة من الاسامي اللي لازم هتشوفها لو حد بيشغل على مكنة ام او اي اي لازم هيشوف تي ار وبتكتب تي ار وخلاص مش محتاجين نحن نكتب ديفنيشن بتاعها. حاجة من الحاجات الستاندرد اللي الناس عارفاها في الام او اي. دي عبارة على ان انا بقيس المسافة بين الارف فالس اللي انا عملت بها دلوقتي والارف فالس اللي بعديها. عادة الاكوزيشن بتاع الام او ار اي ما بيحصلش بارف فالس واحدة. لانا بابعت مرة وبعت مرة تانية مرة تالتة وهكذا. انا عايز اكون صورة. فعشان اكون صورة انا محتاج معلومات كتير. معلومات الكتيرة دي ما ادارش اخدها في مرة واحدة. ممكن اخدها في بعض التكنيكس المتقدمة. ممكن احنا نعمل كده. بس في المعاتات لا. معاتات ما ادارش نعمل كده. فالتي ار هي بتقولي الوقت اللي بين كل ار اف فالس واللي بعديها اديه. فلو انا بتكلم على الاكوزيشن اللي انا كنت كلمت عليها بتاعتي الريلاكسيشن قبل كده. الام زي بتسوي ام نوت فى 1- اتوضو ماينس T على T1. يبقى معنا كده عند الوقت تي ار دوت. انا اكشوالي ام زي بتاعتي هتبقى بكام? هتبقى ام نوت 1- اتوضو ماينس تي ار على T1. يبقى معنا كده السيجنال بتاعتي. اللي انا انا هنا دلوقتي هعمل للحاجة اللي موجودة في الاتجاه الزي اوكي احطها في اتجاه ال xy لان انا ال 90 ديجريز دي اللي بتعمله انها بتاخد الحاجة اللي موجودة في اتجاه الزي تحطه في ال xy هو ايه اللي موجود في اتجاه الزي فمعنى كده ان هنا انا ابتديت من الاول خالص في النقطات دي النقطات دي كنت عندي السيجنال بتاعتي هنا كانت عبارة عن كم? عبارة عن M-node فمعنى كده ان انا عملت بم نوت بقى في ال xy بلين. هنا بيبقى عندي بقى الموجودة عندي في ال اكس وي في الاتجاه الزي. ما بيبقاش ام نوت. بيبقى قلي شوية من ام نوت. بيبقى الرقم ده. ام زي اوف تي ار. فمعنى كده السيجنل بتاعتي هتعتمد على الفاكتور دوت. اوكي? هتعتمد على الفاكتور دوت. بعد كده على طول فوريفر بقى. اوكي? لان انا كل مرة بعد النقطات دي هريكاور نفس المقدار ده هو هو بالزبط. اوكي? ففي الاخر هلاقي ان السيجنل بتاعتي بتعتمد على N of H. يعني عدد زرات الهيدروجين الموجودة. ده البوبوليشن بتاع الهيدروجين بتاعي كام? مضروف في الكلام. اوكي? اللي هي ال M نوت هي نفسها ال N of H. عدد زرات الهيدروجين هي نفسها ايه? هي نفسها ال M نوت. او هي بتعتمد على ايه? على بعض دي. هما الاثنين بيعتمدوا على بعض. فمعنى كده ان السيجنل بتاعتي دلوقتي بقى فيها فاكتور فونكشن في T1 بتساوي كام? اوكي? فهنشوف بعد شوية. ازاي انها بقى نعتمد على ده? عشان نعمل كونترست بيزة على T1 بتساوي كام? يعني ممكن ان انا فرع بين T2. ممكن يبقى متشابهين جدا في ال N of H. يعني عدد زرات الهيدروجين فيهم مش مختلفين كتيرا على بعض. بس في اختلاف بينهم في T1 بتساوي كام? اوكي? فدي حاجة مهمة جدا جدا جدا. ونقدر ان احنا نعمل بها كونترست الحقيقة مهمة جدا بيساعمة كتير في ال MRI. زي ما احنا شايفين هنا احنا بعد الاول نية بعد اول RF Pulse انا كنت اكشودي السيجنة بتاعتي هنا كانت زيرو وبتدي اطلع كويس? ووصلت لغاية هنا كويس? يعني في البعض عندي TR الجزء اللي لست مطلعش ده ده خلاص يعني مش هيجيلي دلوقتي خلاص. انا دلوقتي وقت ما عملت فليبينج او حطيت هنا 90 ديجريز تانية هو فعليا ان الحاجة اللي كانت هنا دلوقتي بقت في ال XY بلاين. وابتدي من هنا بقى تاني ارجع اريكاور فروم ايه? يعني فروم الزيرو. اوكي? لان انا كل الحاجة اللي موجودة في الزير وداتها لل XY. فبتدي ريلاكس برضو بنفس المقدار. فطبعا هنا نتيجة لان هنا نفس الفترة اللي هنا بالزبط يعني دي تي ار و دي تي ار برضو. يبقى معنا كده اوصل لنفس النقطة. وبعد كده اوصل لنفس النقطة فوريفر. اوكي? فيبقى معنا كده ال MZ بتاعي اللي انا هشوفه. مؤتمد على الريلاكسيشن اللي انا عملته ده كم مقداره قديه? لو انا خليت تي ار دي كبير اوي يبقى معنا كده خلاص اوما كلهم هيوصل لن نقطة في الاخر فمش هتفرق. انما لو خليت تي ار صغيرة. لو خليتها مسلا هي عسابة بتساوي تي ار. يبقى معنا كده ان انا هقلل من هنا. يعني اقلل مسلا قيمة بتاعت. هقلل القيمة اللي هي بتاعت بتاعي او بتاعت ال MZ بتاعتي اللي هي بتوصل عند تي ار. فيبقى معنا كده ان انا ممكن اطلع signal dependent على قيمة التي وان دي بتساوي كام? لو في عندي اختلافات في الايه? في التيشوز وبعض ايه. فدي اشوفها ان شاء الله في جزء بتاع ال contrast بعد شواز غيرين. واحدة برضو من الparameters اللي مهمة جدا اللي احنا برضو لازم بقى عارفينها لان موجودة في كل مكان ال MRI اللي هي التي اي او الايكو تايم او ال time to echo ممكن نسميها كده او مشهور اكتر ايكو تايم. فالايكو تايم ده او عبارة عن ايه? انا دلوقتي عملت flipping بتاعي خلت له component في اتجاه الايه? في اتجاه الايه? في اتجاه الايكس واي. انا دلوقتي هيس امتا بقى? التي اي بتقول لي من ساعة مانا شلت من ساعة مانا شلت ال RF pulse بتاعتي اللي هو الوقت ده تي بتساوي زيرو انا هاخد السيجنال بتاعتي فين? اوكي ممكن انا اخدها على طول عند تي بتساوي زيرو يبقى ساعتها تي اي بتساوي زيرو او ممكن انا اخدها بعد شوية يبقى هنا مسلا واخد السيجنال تبقى هنا كده. اوكي? طبعا احنا بنتكلم على احنا بنعمل دي بتاعتنا. اوكي? السيجنال بتاعتنا اللي هو ال free induction decay. اا طبعا ممكن احنا نتخيل كلنا احنا محتاجين احنا نعمل في النقطة دي. اوكي? علشان السيجنال تبقى اكبر ما يمكن. وده الحقيقة يعني تفكير وجيه. بس النقطة ان احنا برضو عندنا هنلاحظ ان السيجنال بتاعتنا هي عبارة عن ام نوت اي تو دو ماينس تي اي على تي تو ستار. يبقى معنا كده لو انا حطيت دي بتساوي زيرو. يبقى انا شلت الجزء اللي هو علاقة بالتي تو ستار ده خالص. يبقى السيجنال بتاعت بقى بتساوي ام نوت. لو انا عايز اخلي تي تو ستار دوت يغير لي في الكونترست او يجيب لي كونترست مختلف بين تيشو. تي تو ستار بتاعته ليه? لواحد تي تو ستار بتاعته كبيرة. يبقى معنا كده عايز اخد تي اي دي برقم. اخدها مثلا حاجة برقم كبير شوية. عشان يبقى تي تو ستار موجودة عندي في الاكويجن. يبقى يطلع لي ساعتها السيجنال بتاعتي اللي جاية لي من تيشو. تبقى معتمده على قيمة تي تو ستار بتاعت تيشو دوت ما تبقاش بس الام نوت. ما تبقاش عدد زرات الهايدروجين بس اللي موجودة. يبقى هو اللي مؤثر بالنسبة لي لا. يبقى فيه تي تو ستار كمان تبقى داخلها. يبقى معنا كده ان انا ممكن بالشكل دوت حسب اختيار الايكو تايم بتاعي تي اي. بقدر احدد ازا كان هيبقى فيه عندي كونترست جايه لنتيجة تي تو ستار ولا ما فيش. اوكي. من الواضح هنا لو انا خليتي تي اي صغيرة اوي يبقى معنا كده انا بشيل اي حاجة لا علاقة بتي تو ستار كونترست خلص او تي تو كونترست كمان. اوكي. لو خليتي تي اي كبيرة يبقى معنا كده انا انا بدخل كونترست بتاع تي تو او بتاع تي تو ستار. ده بقى الجزء اللي انكلم عليه دلوقتي التفاصيل شوية انا اخد الكومبينيشن بتاعي التو افاكس بقى. اوكي. التو افاكس احنا عندنا افاكس بتاع بتاع ال ماجنترزيشن في اتجاه الزي والديكي بتاعنا في ايه? في الماجنترزيشن في اتجاه الايه في اتجاه الاكس واي. فيبقى بتاعتنا عمتلا بتتناسب مع انو فاتش. اللي هو كونسنترشن بتاع الهدرزيو نيكلياي اللي موجودة في التي تو. مضروف في فاكتور. اللي هو بتاع الترانسفيرسي ريلاكسيشن. مضروف في فاكتور بتاع الهدرزيو ريلاكسيشن. فمعنى كده انا ببص هنا دلوقتي عليك عندي. ده ده برا عن حاجة بروبرتي للتي تو بتاعتي. مادرش ان انا غيرها. التي اي والتي ار هنا. لا دول حاجة في ايدي ايه انا بقى. ده الدكتور هم اللي بيحطوهم او الفيزيشن او الاوباريتور او بتاع الماكنة هو اللي بيحطوهم. هم ممكن يقصروا لي على السقط بتاعي بتاع السي يساوي السيجن الانتانسي بتاعتي بتاك. يعني بالمعنى. انا ممكن اخلي الفاكتور دوت. الفاكتور اللي هو الاولاني اللي هو لو العقب تي تو ستار ده. ممكن اخلي له قيمة على تي تو ستار بتكم? لو خليت تي دي كبيرا. لو خليتيتي صغيرة او بتساوي صفر يبقى معنى كده ده او سيقوم بماية ليبقى بالاخر ده بواحد. إنما لو عمّتهολى خلي الداب رقم يعني ما هوけش صفر يبقى معنى كدا يتبقى السيڭنال يتبقى بتاقي سيستنى ال تتبقى معنى game بتاعتي موجوده في ال equations يـبقى معنى الثينال العناقة معنى سيڭنية للسيشن Beatsoudня ن espقى اظن تعالى القواط نقل بالزبط بالنسبه لجزءGE ريلاكسيشن. حسب قيمة التى ار بتاعتي. قادر اقول برضو ان انا هخلي الفاكتور اللي فيه تى وان ده موجود او مش موجود. لو خدت التى ار دي كبير قوي. اوكي? يبقى معنا كده انا هنا هتبقى ايدو ده ماينس انفينيتي مسلا على تى وان يبقى معنا كده مش فرقة خالص. كل ده بيبقى بصفر في الاخر. يبقى معنا كده ان انا في الاخر الترم ده كله اللي هو الاخراني خالص ده. هيبقى بواحد مش هيفرق معي. انما لو خدت تي ار صغيرة. يبقى معنا كده الترم دوت مش هيبقى بساوي واحد يعني الجزء اللي هو ده مش بساوي صفر. يبقى معنا كده ده هيبقى له قيمة. والقيمة دي dependent تاعة تى وان بتساوي كام. فمعنا كده لو خدت تي ار بتاعتي صغيرة. يبقى السجر التنسي بتاعتي هتبقى متناسبة مع حاجة function في تى وان بتساوي كام. نبص على الكلام ده بقى بتفاصيل وحدة وحدة كده يعني نشوف يعني ايه تي one waiting ويعني ايه تي two waiting اوكي زي ما كنت بقول long tr reduces the T1 effect لان احنا شفنا انه هوا اه 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 احنا بتخلي TR كبيره يبقى معنى كده الترم السيح اي هو 1- e to the minus TR على T1 ده يساوي صفر او يساوي واحد تقريبا اوكي لما TR بتبقى صغيره بتخلي T1 effect يبقى موجود في فمعنى كده انا بتعمل انهانسمنت للT1 احنا ممكن بقى نشوف عندنا مثال الكونترس دوت لو عندي فيه 2 تيشوز بالشكل ده واحد T1 بتاعته هنا بالشكل ده كده واحد T1 بتاعته بالشكل ده كده هلاقي ان الريت بتاع LONGITUDIONAL DECAY بتاعنا او LONGITUDIONAL RELAXATION بتاعنا ده مختلف عنده زي ما احنا شايفين كده لو انا خدت T1 بتاعتي او خدت TR بتاعتي في نقطة هنا مثلا هلاقي اني شايفين الفرق ده قد ايه فرق كبير بين الاتنين دول وبعد وبرضو هنا برضو نفس الكلام هلاقي انه هو فرق بين الاتنين دول كبير وبعد لو خدت انا TR يعني ALMOST T1 بتاعتي تيشوز اولاية او T1 بتاعتي تيشوز تانية لاقي فيه فرق في CONTRAST مش قليل لو استنبع على TR خليتها كبير قوي يبقى معنى كده هما الاتنين ALMOST هيبقى زي بعض مش هيفرق بقى الفرق اللي بينهم ده في T1 RELAXATION مش هيفرق فمعنى كده لو انا خدت T1 هنا صغيرة هلاقي فيه فرق لو خدت T1 كبيرة الفرق ده بيبقى صغير قبل او بعد شوية ACTION بيبقى منعدم تمام فمعنى كده نفتكر الشكل ده كويس قوي عشان نعرف ان احنا محتاجين TR صغيرة عشان يبقى فيه عندنا T1 WEIGHTING او T1 CONTRAST T1 WEIGHTING معناها ان فيه عندي CONTRAST مبني على T1 VALUE او ما اصح القيمة بتاعت الصورة نفسها WEIGHTED بقيمة T1 بتسوي كم اوكي ده مهمة جدا اوكي فعاماتا لما يكون عندي SHORT TR بيبقى بالتأكيد عندي T1 CONTRAST REGARDLESS بقى انا عندي TE بتسوي كم اوكي ما لهاش اي علاقة خالص بالTE بتسوي كم T2 WEIGHTING بقى بنفس الطريقة بالزبط انا فيه عندنا برضو لو فيه عندنا 2 T-SHIRTS مختلفين واحد بيرلاكس بT2 STAR معينة واحد بيرلاكس بT2 STAR تانية زي ما احنا شايفين كده كل واحد فيهم بيبقى له DIFFERENT CURVE لو انا خدت TE صغيرة بقى لقى ان ال CONTRAST بينهم ده صغير جدا لو انا خدت TE بتاعتي بتسوي صفر ACTUALLY بقى هما اللي تنزل لبعض بالزبط اوكي انما كل ما زودت TE هلاقى الفرق بينهم ده كبر اوكي فمعنى كده ان احنا كل ما كبرنا قيمة الاكوتايم بتاعنا TE كل ما كان عندنا T2 WAITING او كل ما كان عندنا T2 CONTRAST اوكي نفس الفكرة بظلط احنا عملناها في الايه في TR الفكرة بقى بتاعت برضو T2 ان احنا عندنا دي dependent على T اساسا فمعنى كده لو انا خدت long TE هيبقى في عندي T2 CONTRAST او T2 STAR CONTRAST يعني ممكن ان انا لو انا اتكلمت عن عندي long TE وعندي short TR هيبقى عندي في الاولانية نتيجة ان عندي long TE هيبقى عندي T2 CONTRAST ونتيجة ان عندي short TR هيبقى عندي T1 CONTRAST ويبقى الاتنين مع بعض موجودين يبقى فيه combination بقى يبقى فيه mixed CONTRAST ما ينفعش ان اقول مثلا ان هي يتبقى كده يتبقى كده لا ممكن يبقى فيه عندي اللي اتنين مع بعض في نفس الوقت وممكن اللي اتنين ما يبقىش موجودين خالص برضو يبقى اللي اتنين مش موجودين لا فيه ده ولا فيه ده فعنمتل احنا بنبص على TE عشان نعرف اذا كان فيه T2 او T2 CONTRAST وبص على TR عشان نعرف اذا كان فيه عندي T1 او يعني CONTRAST موجود عندي في الصورة بتاعته لو احنا جينا بقى نطبق التشو CONTRAST ده على الـ clinical applications لو احنا قررنا انواق مختلفة من التيشوز من حيث القيمة بتاع T1 recovery والT2DK بتقول هم عاملين ازاي فممكن احنا نستنتج ان احنا عندنا H2O اللي هي يعني عندنا مية هنلاقي ان هي ابطأ T1 هي longest T1 هنلاقي STOLLS هتلاقي لها intermediate values هنلاقي الفاتس لها اقل T1 ممكن انها تكون موجودة اي حاجة فيها proteins هنلاقي ان هي more or less هتبقى قريبة يعني من الفاتس هنلاقي الحاجات البروتينز برضو ممكن هي تقلل لنا T1 لو اتكلم عن T2DK الرسمة دي بتمثل لنا ان انا لخد TUR عند value معينة هنا وبعد كده طبعا الحاجة اللي موجودة عندي في التجاه الزي بتبتقي تنزل بعد كده تبقى هي السيجنال في التجاه الزي وبتدي يحصل بنها DK بقى بعد كده في الـ في الـ أو في التجاه الزيجنال فهلاقي هنا ان انا عندي المياه عندها اطول T2 زي ما احنا شايفين كده بتنزل ببطء جديد جدا الصولد تيشوز والفاتس اللي الاثنين حقيقى عندهم الى حد ما يعني T2 values مش بعيدة يعني هما الاثنين يبصين عليهم كده هما الاثنين بينزلوا بريد امست مش بعيد عن بعض قوي بنتكلم على الحاجات اللي فيها بروتينز هنلاقي ان هي برضو تعتبر intermediate T2 يعني بتكلم على الفات يعتبر الى حد ما intermediate وبردو بتكلم على الصولد تيشوز بيتبقى يعني اقل شوية مش intermediate بس مش بعيدة قوي عن الفاتس لو حبيت اسماريز T1 والT2 values بزاعة التيشوز هنلاقي عندنا في اللونج T1 هنلاقي عندنا الووتر والCSF والحاجات اللي فيها pathology مثلا زي بعض الاورام لو في عندي اديمة يعني في عندي تورم في مكان هلاقي عندي هو بيمثل اللونج T1 وفي الوقت النفس دو بيمثلي اللونج T2 برضو اوكي يعني معنى كده بتديني سيجنال عالية لو انا باخد حاجة بتبقى T2 بتاعتها تبقى يعني T2 weighted اوكي لو انا بتكلم على مثلا حاجة زي المسلز والجري ماتر والويت ماتر حاجات دي كلها بلاقي ان لها intermediate values في T1 وفي T2 لو بتكلم على حاجات اللي فيها air cortical bone الحاجات اللي فيها calcium content الحاجات اللي فيها fibrosis الحاجات الدين الحاجات دي كلها بلاقي ان لها long T1 ولها short T2 لو بتكلم على fats والحاجات اللي فيها proteination solutions الحاجات اللي فيها protein content عالي الparamagnetic material زي بعض contrast agents زي gadolinium الحاجات دي كلها دي بعتبر ان هي او بلاقي ان لها short T1 ولها short T2 في نفس الوقت طب احنا الوقت عايزين نطبع الكلام ده على particular application زي مثلا brain imaging لو ببص على brain imaging هلاقي ان ال white matter بتبقى almost كلها فات دي نهية دي تمثل ال axons the axons المالينيات axons الموجودة في ال brain gray matter دي بتبقى cell bodies بتبقى ال neurons فتبقى ممكن اعتبر نها solid tissues the cells body CSF بتبقى more or less شابه H2O اوكي لو احنا اخدنا exact values بتبقى T1 وال T2 وال concentration بتاع ال hydrogen في كل واحد من 3 مواد دول هلاقي عندي باسيكلي في اختلافات او او انا بقارن بين gray matter الويت ماتر. هلاقي ده 510 ده 660. فيه فرق هنا حوالي 250 مثلا. في حين ان انا عندي هنا تي 2 الفرق صغير جدا. وبرضو الان او بيتش اللي هو الكونسنتريشا مثال هاجل نيوكلياي هلاقي ان هو برضو فرق صغير. فمعنى كده ان انا هنا لو عملت تي 1 ويتنج او تي 1 كونترس هشوف فرق بين الايه الويت ماتر والجري ماتر. الاديمة لو عندي براين اديمة. يعني عندي حتة في البراين فيها يعني تورم مثلا. وتورم ده برا عن فلويد. او فيه مثلا حاجة زي كيس يعني مليان فلويد جوه. ده بيبقى مختلف شويتين عن الاتنين دول. ولو كان عندي اجزاء اللي فيها CSF جوه البراين. هلقي ان هي مختلفة تماما. فيه كونترس عالي جدا بينه وبين الويت ماتر والجري ماتر. لو باتكلم برضو على التي 2 كونترس. لا تي 2 كونترس برضو نفس الحكاية. هلقي نفس الكنترس هنا برضو موجود بين الاديمة وبين الويت ماتر والجري ماتر. ونفس الكلام بالنسبة لل CSF. بالنسبة لل CSF بيبقى المستقل نوف ايتش بتاعتبر الفاكتور بتاع بيعتبر واحد. يعني اعلى تركيز للهايدرون الكلهاي موجود فيه. لديها عبارة عن مية تقريبا. الاديمة بتبقى فيها جوز كبير من الكنتنت بتاعها مية. فلاقي برضو فيه فرق كبير بينها وبين الايه بين الويت ماتر والجري ماتر. الفرق ده احنا ممكن نبني على اساسه طريق تصويري. يعني بمعنى لو انا بتكلم على اله لو انا مش عايز لوان لا تي تو كنترس ولا تي وان كنترس مش عايز اي كنترس من دول. يبقى معنى كده الكونترس اللي اطلالي في الصورة هو مبني على الفاليوز دي. فمعنى كده ان انا ممكن ان انا اشوف فرق بين الايه ديمة وبين الجري ماتر وبين الويت ماتر. لو انا صورت اله يعني بسمي انه هو يعني بروتون دانستي امجين. اوكي يعني مجرد بس ان انا بشوف الدانستي بتاعت الهاتجر نوكلياي واللي موجود عندي في التشو بتاعي واصور على اساسه. والسي اس اف كده كده بايلو بايلو بايلو. يعني انا لو جيت رسمت الكيرف بتاع التي وان هلاقي الكيرف بتاع تي وان بالشكل ده. ابطق حاجة. ابطق حاجة هي السي اس اف وبعد كده جري ماتر وبعد كده الوايت ماتر. لو بتكلم على دي كاي لو انا بتكلم عن خطة تي ار معينة. تي ار معينة ما كانتش كبيرة عشان ما الحقش اكون عملت ريكاوري. وعملت بعد كده دي كاي. هلاقي ان الجزء برضو بتاع السي اس اف ابطق حاجة. الوايت ماتر والجري ماتر هما الاتنين بينزلوا بالريت بتاعتهم اللي هي موجودة هنا للفرق بينهم حوالي يعني اا اا عشرة ميلي ساكنز ودي تعتبر برضو معقولة بس ماياش كبيرة اوي زي الفرق اللي موجود هنا في تي وان. لو انا خدت تي ار بتاعتي او التي اي بتاعتي هنا عند الصفر. أ 1946 ساczenia الفرق اللي هنا ده جايلي اساساً من تي وان. هاشوف فرق بين السي اس اف و بين الجري متر وبين الوايت ماتر. لو انا خدت تي اي بقى هنا. بعد فترة كده. هلاق انهم الثلاثة مش بعاد عن بعض. كونترسHe كان عندي مصداع. اوك. يعني هنا مثلا عند النقطات دي. هلاقي ان بتاعت الجري متر هي نفسها الوايت ماتر. يعني هما الاتنين بتاعتهم تبقى زي بعض. هاشوف اومتنين زي بعضه فيه فرق صغير. صغير بينهم وبين بقى لو استنيت فترة طويلة كفاية هبتدي بقى يطلع للكونترس اللي بايزة على تي تو يبقى احسن شوية يبقى ايه يبقى ايه يبقى لي فيه فرق بين وايت ماتر والجري ماتر والسي اس اف نراحص حاجة مهمة قوي لو انا خدت تي اي بتاعتي هنا في النقطة اللي عند تي اي بتسوي صف هشوف الوايت ماتر السيجنال بتاعته اعلى من جري ماتر اعلى من السي اس اف هنا بقى عند تي اي ثري هشوف بقى حاجة مختلفة تماما هشوف السي اس اف اعلى حاجة يعني شوف السي اس اف لونه ابيض والجري ماتر لونه جري والوايت ماتر لونه اسود يعني متخيلين كونترس اتعكس فناخد بقى ان احنا حسب اختيار انا ممكن الصورة بتاعتي تطلالي بكذا شكل مختلفين تماما عن بعض ودي الحقيقة ميزة كبيرة جدا في الامر اي ان احنا نقدر نطلع بكذا كونترس بحيث نساعد الدكتور ان هو يقدر يبص على الصورة بكذا شكل وكذا شكل دول ممكن يبقى فيه حاجات تبان فيهم يعني تبان في كونترس مؤين بتبانش في كونترس تاني واحدة من المزال الاساسية ان انا فعلا بقدر اطلع صوف تيش و كونترس مش موجود في اي حتة تاني مش موجود في اي ح نوع من انواع الامج موطلس التانية خبس كل انواع الامج موطلس التانية مورو لاس احنا بنصور حاجة محددة وما نقدرش ان احنا نغير فيها هنا لا هنا حسب الكنديشن بساعة الامجين انا ممكن اصور بيز على الدنسي بتاعت البروتنز اصور بيز على تي وان كونترس يعني تي تو كونترس تي تو ستار كونترس وبردو اقدر اصور كومبينيشن من الحاجات دي فطبعا عندنا يعني امكانيات الحقيقة يعني رائعة الحقيقة بحيث ان الدكتور يقدر ان هو يوصل لصورة فيها اعلى كونترس بالنسبة للحاجة اللي عايز يبص علي ناخد مثال تاني برضو في البرين امجين لو انا عايز اديتكت اي ليجين لو انا مثلا خدت كمثال خدت ماتولوجيك ليجين امارها عن مسكولو ام اس بلاك اللي هو مالتيبر سكولوروزيس بلاك الكونترس بتاعها او تي وانة و تي فاليوية بيخلوها كورورو بتاعها هنا كده كورورو هوا بالwait line 33 في Dif Sco my بقاني طريقا انا لو خدت تي قرق السيارة بشوف الفرق بينهم ده هنا و ده هنا و ده هنا و ده هنا في كونترس موجود فعلا في كونترس بين white matter و grey matter وبين الاتنين وب بينıyorsun وبين Jenso وبين الـ Legion وبين CSF كده الكونترس ده ممتاز جدا عنده يخذت تي واند جيدا عنده INşaوفت تي buildszu باكبة يو بانتراس جدا من الفرق لو خدت عندي TE2 لا شايفين كل الحاجات كل الكيرفات قريبة جدا من بعض فهشوف الانتنسي بتاعتهم كلهم تقريبا زي بعض فمش اقدر اميز الليجين من الايه من الحاجات اللي هي الايه من الانواع التيشوز الموجودة حواليها زي الوايت ماتر وغري ماتر لو استنيت شوية كمان زيادة يعني خدت TE اطول شوية كمان هيطلع للكيرفات بتاعتي بالشكل ده هقدر اميز الوايت ماتر وغري ماتر كويس بس المشكلة هنا عندي ان ال CSF قريب قوي من الايه من الكيرف بتاع الليجين يعني هما الاثنين هنا قريبين جدا ببعض ما قدرش نشوفهم من بعض فعشان كده لو انا خدت بقارن بين TE1 والTE2 والTE3 لا TE1 احسن يبقى انا كده في الحالة دي الكونترس بتاع التى 1 ده بيبقى احسن حاجة توريني الليجين بتاعتي دي بشكل اوضح في عندنا كزا نوع من الانواع التشو كونترس اللي هما T1 و T2 و T2 و البروتون دانسي ويتد البروتون دانسي ويتد انا بخليها هي عبارة عن N of H يعني الفونكشن بتاعتي 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 السيجنال او السيجنال بتاعتي اللي جايها لي بتبقى بروبورشنال بس ال N of H مش مؤتمد على T1位 و T2 خالص فدي معناه ان انا اخذ تى Riminar تى قلية 최دي Anne بحيث ان انا اقدر كورب المانجنتمترذ Bl três بحيث ان انا اقدر حتصة تاعتها بحيث ان تتجول قلية ال T2 و تدقى ال t1 وقت نوع Ba K بحلي التلقية بتاع T1 موجود بحيث ان انا نخلي term اللي فيه T2 او T2 star موجود بان انا اخلي الت بتاعتي كبيرة. فلو انا دلوقتي ببص على الحالات بتاعه short T-R والlong T-R. لو انا بكلم هنا على short T-R. وبكلم بقى short T-R والlong T-R. وبقارن معاها short T-E والlong T-E. لو عندي دلوقتي CSF والwhite matter. اوكي. الwhite matter والCSF لو انا خدت مثلا ده short T-R كويس? short T-R معنى انا جيت هنا دلوقتي وبتايت اخد السيجنل بتاعتي. معنى كده كان في عندي هنا كونترست جايلي نتيجة للايه نتيجة للتي وان لما جيت بعد كده بعمل اكوزيشن السيجنل بتاعتي انا ممكن اخد تي اي صغيرة او تي اي كبيرة لو خدت تي اي صغيرة هلاقي ان الفرق بيني وبين الاتنين دول وبعض هتلاقي ان هو قلي يعني تلاقي ان احنا لو خدنا تي اي بتسوي صفر هيبقى حسن لنا من عندي تي اي وان بس لو استنينا كفاية هلاقي اني في واحدة فين نزلت اكتر من التانية عمزة فمعنى كده لو انا خدت عندي تي اي تو هيبقى عندي كونترست احسن اكشولي من الكلام موجودة عندي تي اي بتسوي زير فهيبقى معنى كده ان انا ممكن انا اختار ان عندي يبقى فيه الشورت تي ار مع اا لونج تي اي عشان يطلع لي كونترست بين الويت ماتر والسي اس اف اوكي وفي الحلادي نلاحز ان احنا عندنا طبعا السي اس اف هيبقى اعلى من الايه اعلى من التي اي من الويت ماتر اوكي فمعنى كده ان انا هيظهر لي CSF لونه ابيض والويت ماتر هيبقى لونها ايه لونها اسود او لونها لونها غامق يعنى لو انا اخدت لون تي ار بقى يبقى انا معنى كده ان انا استنيت لغاية لما هما الاتنين وصلوا لغاية الجراوند يعني لابل بتاعهم فمعنى كده ان كل واحدة فيهم هتوصل للن اف اتش بتاعت ن اف اتش بتاعت الويت ماتر كام بوينت سيكس وون وبتاعت الجريمة بتاعت الCSF كام واحد فمعنى كده بتكلم ان CSF هيبقى اعلى بكتير من الايه من الويت ماتر فالريدي ده في كنترست موجود كده نتيجة بس الايه نتيجة بس الان اف اتش نتيجة البروتون دانستي فلو جيت صورت انا هنا دلوقتي في الوقتي ده دلوقتي انا باخد بروتون دانستي ويتد امجين اوكي لان عندي لون تي ار وشور تي اوكي فده يديني كنترست مبني على ال بوينت سيكس وون الكام للواحد دي اوكي يعني فارق فورتي برسنت لو خليتهم بقى الانتين يبتديوا يحصل لهم دي كاي اوكي عند تي اي وان هلاقي نفس الكونترست ده اولمس موجود مفيش اختلاف لو تي اي صغيرة قصيرة لو تي اي كبرت شوية هلاقي ان الفارق ده اكشوري بيزيد لان انا عندي برضو في فارق موجود بين الايه بين الوايت ماتر تي تو والا والسي اي اف تي تو فالفارق ده الحقيقة هيكبر لي الفارق اللي كان موجود هنا فهنا انا ممكن برضو لو خدت لونج تي ار وخدت معاها لونج تي اي يطلع لي برضو كنترست ممتاز بين السي اي اس اف والوايت ماتر هنا برضو هلاقي ان السي اي اس اف هيبسجنا بتاعته اعلى من الوايت ماتر في النقطة اللي هي ايه اللي عندي فيها لونج تي اي علشان الاسي اي اس اف بتاعته تتبر اطول من ال وايت ماتر نلخظ بقى الجزء بتاع التي شو كنترست ده اول حاجة لازم بقى اعرفين الكونترست ده بيتحدد بحاكتين قيمة TR وقيمة TE هم دول الحاكتين اللي بنحنا بتحكم فيهم الكونترست في عنا بيعمل ازاي N of H اللي هي البروتون دانس بتاعتنا دي فانكشن في التشو دي حاجة بتغير الكونترست آه بس دي فانكشن في التشو نفسه تشو نفسه حسب ما هو الحاجة اللي انا بصورها N of H بتاعتنا بتتغير نعم الحاجة اللي الدكتور او التكنيشن اللي قاعد على المكانة المرأي بيغيرها عشان يقدر يغير الكونترست هي TR و TE فلو انا عايز اعمل T1 Weighted Imaging يبقى معنى كده عايز الترم اللي فيه T1 يفضل يبقى معنى كده عايز اخلي TR بتاعتي Short Short عشان تبقى موجود الترم بتاع الايه اللي هو 1-E 2-TR على TE ده يفضل موجود لو TR كبير قوي الجزء ده تقريبا هيبقى بيساوي صفر يبقى معنى كده الجزء ده هيبقى بيساوي واحد يبقى مفيش T1 موجودة فلازم اخلي TR بتاعتي Short لو خليت T-E بتاعتي قصيرة قصيرة جدا هيبقى عندي الترم التاني بقى اللي هو فانكشن في T2 مش موجود فمعنى كده هيبقى بس فانكشن في T1 بتساوي كم يبقى معنى كده T1 Weighted لازم اخد TR بتاعتي Short والT بتاعتي Short طيب T2 Weighted T2 Weighted معناها ان انا عايز ان انا اشيل الكونترس بتاع TR اشيل الكونترس بتاع TR يبقى لازم اخلي الجزء اللي فيه T1 ده يتشيل خالص يبقى بيساوي يعني يبقى كده مش موجود بقى فيش فيه T1 Value خالص فلازم اخلي TR بتاعتي Long عشان اوصل للام نوت وانس ان اوصلت لام نوت خالص ما تفرقش معاى بقى قيمة T1 بكام فاخلي TR بتاعتي Long واخلي TE بتاعتي Long علشان يفضل الترم اللي موجود فيه T2 داي بافضل موجود لو خليتي TE بتساوي صف او صغير قوي هلاقي الترم ده بيساوي واحد فمش هيفرق معاى قيمة 22 بتساوي كام لو انا عايز اعمل Proton Density Weighted لازم اخلي TR Long علشان اشيل افاكت بتاع T1 من هنا يبقى ده مش موجود وفي الوقت نفسه TE short علشان اخلي برضو الترم ده يتشال يبقى فاضل لي بس يبقى عندي بس ال Proton Density بس هي اللي موجود عندي في الإكواجين فممكن نلخصها بقى من ناحية التانية لو انا بتكلم على Short TE أو Long TE أو Short TR عماتا لما بتكلم على Short TR يبقى لازم T1 Weighting موجود هبص هنا لقى T1 Weighting وهنا Mixed يعني T1 Weighting حاجة تانية لما بتكلم هنا على Short TE أو Long TE Long TE دايما بيبقى في عندي T2 Weighting فلاقي هنا Mixed يعني في T2 موجودة و T2 Weighting هنا موجودة اوكي فانا ببص هنا على Long TE ببعارف عطول ان في T2 Contrast وبص هنا على Short TR ببعارف ان في T1 Contrast لما بيكونوا اللي تن موجودين مع بعض زي الحالة دي كده باسميه Mixed Contrast يعني Mixed Between T1 و T2 Weighting لو هما اللي تن مش موجودين زي هنا بسمي Contrast ده ب Proton Dynasty Weighted يعني معنى كده للترم ده موجود وللترم ده موجود فمعنى كده بتبقى Function بس الحقيقة لتابل ده مهمة اوه انه هو يبقى في دماغنا لانهنا على طول بمجرد نحنا نقدر نشوف البرامتر بتاع السيكونس بتاعنا اللي هو بتاع الاكوزيشن نقدر نحدد على طول منه نوع الكنترس الموجود من غير ما نسأل هو ده نوع ايه وفي نفس الوقت لو انا عايز برضه اسات اوب السيكونس بتاعه عشان يجيب لي مثلا Proton Densi Weighted Contrast او T1 Contrast او T2 Contrast بقدر برضه ابقى عارف الايه الValues بتاعتي تبقى عاملة ازاي لو انا بقى بدي مثالة على كده ببوصل الوقتي للBrain Image يعني باخد سلايس في البراين لو انا عملت Proton Densi Weighting بيطلع للصورة دي لو اعمل T2 Weighting بيطلع للصورة دي لو اعمل T1 Weighting بيطلع للصورة دي زي ما انا شايفين كده فيه يعني غريب جدا بين الحاجات دي وبعض يعني هلاقي هنا مثلا T1 Weighting المست الحاجات كلها زي بعض معادة CSF الحتة اللي هي في النص في بتاع البراين دي والاماكن اللي حواليه وذين الجيراي الموجودة هنا دي هلاقي كل الاماكن دي الحقيقة لونها اسود يعني فيها CSF هنا في T2 Weighting هلاقي ان اكشوري اماكن اللي فيها CSF لونها ابيض مش لونها اسود زي دي الاماكن اللي في Proton Densi هلاقي ان يعني جزء من الاماكن اللي فيها Ventrical Z بيع لونها ابيض وهلاقي برضو ان الجزء بتاع مثلا ال White Matter هلاقي ليونها ابيض برضو هلاقي Gray Matter لونها اسود فاحنا ببصة مثلا بين Proton Densi وال T2 Weighting ممكن نلاقي فيه contrast لحقيقة شكل الصورة اكن خاصة التغيير في فيديو لانه هنا شايفين ان في بعض الحاجات هنا بلون وهنا بلون مختلف تماما يعني هنا مثلا جزء دوت هنا مختلف شكل مختلف تماما ونفس الكلام هنا كل الحاجات هنا تبقيت رايبة عن بعض ما بدش مختلف عن بعض فزي ما احنا شايفين كده نفس المكان بالزبط هو هو باختلاف ممكن يطلع لحاجات مختلفة تماما على فكرة الجزء اللي برا خالص ده اللي هو T1 Weighting في T1 Weighted Image لونه ابيض ده ده برا عن الفات علشان بايد ده فيه Fat Layer كده موجود عندنا اللي هي قبل على طول دي بيبقى يعني واحدة من الحاجات اللي حقيقة بتبنللنا كويس قوي في T1 Weighting فاحنا برضو زي ما احنا شايفين هالفات Layer دي مش موجودة هنا خالص اصلا مش شايفينها ولا هنا مش بايدة اوي هنا موجودة في Proton Dynasty او شوية بس مش يعني في T2 Weighted مش بايدة اوي الحقيقة هنا شكلها prominent وهنا شكلها prominent فنلاحظ ان في بعض يعني مثل بيبقى لنا حاجات وبعض الطرق التانية بتخيل الحاجات دي فعلا مش بايدة فبيبقى عندنا عادة في البروتوكول بتاعت ال Imaging بتاعات ال MRI هلاقي عندي مثلا لو انا بصور المكان الفلاني في ال brain مثلا عشان ابص على كذا بيبقى عندي عادة كذا بروتوكول وكذا بروتوكول معروف ان هم بيبينونا كذا يعني كل بروتوكول من دول بيبين لنا كذا فعادة دكتور بيستعمل الحاجات دي على طول او التكنيشن بيستعمل الحاجات دي على طول علشان ما يتعبش نفسه يقعد يفكر بقى اخد يعني ايه short وايه long والحاجات دي كلها لا بيبقى فيه بروتوكول على طول جاهز للحاجات دي لو انا مثلا عايزة اعمل اصور فاسلز مثلا يبقى معنى كده انا عايزة بص على حاجة شكلها مثلا زي البلاد مثلا او زي يعني قريبة من H2O فمعنى كده بقى فيه برضو contrast mechanism يسمحل ان انا بص على الحاجات دي بشكل واضح بيبقى عادة T1 weighting عشان تبان لنا بشكل واضح ففيه بعض الحاجات الحقيقة بتبان لنا زي ما بقول في contrast معينة بتبان احسن بكتير اوي من انواع تانية من contrast مثال تاني برضو يعني ببص مثلا على حاجة هنا T1 weighted وحاجة هنا proton density weighted الجزء اللونه ابيض ده ده blood vessels اوكي شايفين فارق بين ده وبين ده ده هنا باين اوي لان contrast حاجات اللي حاوليش اكلها اغمى منه فباين اوي عن هنا لو بتكلم برضو على حاجة زي مثلا ال CSF الموجود عندنا في ال spinal cord هلاقي برضو شايفين هنا contrast بتاعه في proton density عامل ازاي في T1 weighting عامل ازاي لما ببص مثلا على T2 بقى برضو بتاع نفس الحاجة هلاقي ان شكل مختلف تماما زي ما احنا شايفين هنا كده اوكي لما بتكلم مثلا على نفس الصورة هي بتكلم على T2 weighting نفس الكلام T2 weighting هلاقي برضو blood vessel الموجود هنا شكله مش باين برضو هنا هنا هلاقي في T1 weighted image اي نقطة لونها ابيض كده باعرف اعطوه انها vessel ففي بعض الحاجات الحقيقة بتبلينا بشكل واضح جدا وبتفرم معنا جامد جدا ان احنا نستعمل لها correct contrast واحنا بنعمل لها تصوير مثال تاني برضو في عندنا هنا مثلا ورم اوكي ده في هنا ليجين فيها مشكلة الليجين دي لما صورناها بT1 almost contrast الجوه شبه contrast الورم فيش اختلاف كبير لما تصورت بT2 لا ده شايفين فرق عامل ازاي يعني وضح تماما الاكستنت بتاعها لان هنا كان شكلها ان في حاجة بس جواها دنيا نورمال لا هنا شكلها ان مش نورمال اوكي ففي مشكلة هنا واضحة في الجزء دوت نفس الكلام هنا برضو فيه ليجين الليجين دي ما بنتش غير في T2 contrast الليجين هنا شايفين شكلها مش باين ازاي جزء دوت هنا شكل الليجين دي بقى واضح تماما ان في حاجة وحجمها والاكستنت بتاعها بقى واضح جدا والباوندرز بقى واضحة جدا في T2 contrast بتكلم برضو على حاجة شكلها هنا كده شكلها في الصورة بتاع T1 دي شكلها اكنها vessel شكلها هنا كده لو بسطت عليها كده ممكن افتك انها blood vessel باي سبب الاسباب يعني لما بوص عليها في T2 الاقي لها حاجة مختلفة تماما فالحاجات دي حاجة بتفرق جامد جدا لان انا مثلا لو في عندي هيماتومة مثلا جول برين لو في حد حصل له stroke مثلا ممكن يبقى في مشكلة ما تبانليش في contrast مثلا T1 تبانلي في T2 فعشان كده مثلا لو الناس بتعمل scanning عشان بيبقى T2 contrast بيبقى ممتاز جدا عشان الناس يقدر تبص عليها بشكل يعني يقدر يبين حاجات ما تظهرش في contrast method تاني نتكلم دلوقتي بقى على طريقة الacquisition بتاع الصورة في عندنا كذا نوع من انواع pulse sequences احنا شوفنا لغاية دلوقتي نحنا بنبعد تسعين درجة تسعين درجة دي بيتحول كله في اتجاه ال x y او في يعني اللي هو ال x y direction ممكن تحولها ال x او ممكن تحولها ال y مش هتفرق في الآخب نحصل من كده على signal و اللي كنا سميناها FID وبعد كده بنبني بيها بعد كده ايه الصورة اللي فيها contrast اللي احنا عايزينه طب احنا دلوقتي هل هي بس هي طريقة الوحيدة اللي نقدر بيها signal الحقيقة لا فيه كذا نوع من انواع sequences ممكن نستعمله نحن عامة ممكن نتكلم على لا فيه حاجه اسمها saturation pulse درجة 透فة علشان ايه? علشان نصور بعد كده السجنل جاينا من دول. طبعا تسانين درجة والالفا ديجريز هيبعليهم كمبونونت على الـ xy plane. فهنددر نصور بيهم. الـ 180 ديجريز دي. هل تتطلقي لدينا سجنل? اكشوال مش هتطلقي لدينا السجنل في الـ xy plane. او مش هتطلقي لدينا كمبونت في الـ xy plane. فمش هتطلقي لدينا نصور بيها اية مباشرة. بس بنصور بيها مع حاجات تانية. بس نبقى عارفين لما نتكلم على saturation pulse نتكلم على 90 درجة لما نتكلم على inversion pulse نتكلم على 180 درجة لما نتكلم على partial saturation نتكلم على signal او نتكلم على flip angle اقل من 90 درجة طيب لما نتكلم على saturation pulse saturation pulse دي معنى كده ان احنا باسيكلي بعد الاميدياتي افتر ار اف بولس كل حاجة كل المجنيتايزاشن اللي كان في الزي بلين اللي كان موجود في الام نوت دي كلها دي كلها تنزلي في ال x y ويبقى معنى كده ان هي يعني كل السيجنال بتاعتي available يبقى السيجنال بتاعتي تبقى عالية جدا right after rf pulse لما بحط بعد كده 90 درجة تانية الحقيقى يعقى حطيت 90 درجة immediately after the other لو حطيت واحدة وبعد كده تانية بعديها على طول انا قردي قلبت كل حاجة في ال x y plane بقى عندي دلوقتي المجنيتايزاشن في z direction ب zero يبقى معنى كده حطيت second 90 درجة pulse right after الاولانية يبقى معنى كده مش تطعلي سيجنال ليه؟ لان انا 90 درجة pulse التانية دي ما شافتش في z plane عشان تعمله flipping في ال x y يبقى معنى كده بالتالي السيجنال في 90 درجة دي مش هتبقى لها ايه؟ مش هتبقى لها اي impact خالص اوكي؟ فدي اول حاجة بعد كده لو انا فرضا اا يعني لو استنيت شوية وبعد كده عملت flipping تاني اوكي؟ يبقى انا كده سمحت بشوية T1 recovery اوكي؟ فمعنى كده ان انا بتكلم على السيسم بتاعي انه هو بقى partially saturated partially saturated معنى ايه؟ معنى في عندي جزء من ال M note موجود في ال x y بس في عندي لسه جزء موجود في ال z plane لو انا سمحت بقى ان يحصل لي complete recovery يعني معنى كده خدت بقى TR بتاعتي كبيرة بالنسبة T1 يبقى معنى كده خلاص الكيرف بتاعي بقى بتاع T1 relaxation هيوصل خلاص يساتوريت في الاخر خالص يساتوريت معنى انه هو يوصل في الاخر بسمي السيسم بتاعي في الحالات دي انه هو unsaturated or fully magnetized unsaturated معنى انه هو يعني كل المagnetization بتاعي available اللي نستعمله او fully magnetized معنى انه هو المagnetization بتاعي بقى full magnetization M note بتاعي اللي هو الكامل نت magnetization لو انا استعملت longitudinal magnetization يعني partially flipped partially flipped معنى ايه؟ معنى انا دلوقتي بدل ما استعمل flip angle 90 درجة استعملت flip angle partial saturation flip angle اوكي يعني angle اقل من 90 درجة الحقيقة دي تبقى فيها ميزة لطيفة جدا ان انا لو عملت مثلا angle مثلا خلت نص magnetization نضعته في x y وخلت نص magnetization موجود في z يبقى معنى كده انا ممكن استعمل magnetization موجود في z دوت عشان اعمل بعد كده ب يعني امج تانية بعدية فترة قصيرة مش محتاج ان انا استانية غيرت لما يحصل recovery لو انا عملت partial flip كل مرة بعمل partial flip باخد جزء magnetization موجود في z direction استعمله في x y اعمل بي imaging ويفضل لي لسه جزء موجود في z plane او في z direction اقدر بعد كده اصور به بعد فترة سيارة فالحقيقة الموضوع ده بيبقى لطيف جدا ان انا اقدر اعمل به فاست ايميجين اوكي وفي الحالة دي باتكلم على الاسبينز بتاعتي انها بارشل ساتوريتد بارشل ساتوريتد علشان انا يعني عمتا لما بعمل الفليب انجل بتاعتي باخد بارشل يعني بارشل يعني جزء صوير من الام نوت احطه في الام نوت ويبقى استلع عندي جزء ما هواش ساتوريتد علشان كده الجزء اللي هو حصله ساتوريتد او نزلته في الام نوت ده جزء يعتبر بارشل ما هواش كل الام نوت لما بكلم بقى الام نوت ممكن انا اعبر عنها بالشكل اللي انا شايفه هنا ده دلوقتي كده عندي بقى عشان اكواير انا بحتاجة اريبيت الانجل بتاعتي عدد من المرات فاول مرة تي ار تي ار تي ار تي ار وكذا وكل مرة بعد الكلام ده هاخد ايه هاخد اف ا 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 برضو ان انا باخد الحاجة اللي هنا دي وانزلها في ال اكس واي وبتده اصور بيه. وبعد كده برضو نفس الكلام اكرر نفس الكلام كل مرة اصطل تي ار او ما اعمل فانزل تاني للزيرو وبتده اصور تاني وهكذا. لو انا عملت كده هلاقي ان كل مرة في النقط دي كلها كل نقط دي هتبقى اول مصدق بعض. اوكي? وكل مرة اخد اف ا اي دي والاف اي دي هتبقى تي وان ويتد. اوكي? فده بيديني سيكونس. لو انا عملتها بالشكل ده يعني وخدت الاف اي دي كده بالتي اي بتسوي صفر. يبقى معنى كده ان انا بتكلم على ان القيمة دي معتمدة على قيمة التي وان بكام? يعني لو عندي مسلا تي وان اقصر شوية هلاقي انها مسلا تديني كيرف كده يبقى معنى كده ان انا هنا. اوكي? فيبقى فيه كونترس بين النقطة دي وبين النقطة دي. فالسيكونس ده ده هيبقى تي وان ويتد. وفي الوقت نفسه انا طبعا عشان باخد سيجنال هنا مش ببقى فيه تي 2 ويتين خالص. اوكي? فالبارشل ساتيوريشن سيكونس عموما بيديني تيوان ويتد امج. لو خدت بقى الساتيوريشن ريكوفري بالسيكونس. ساتيوريشن ريكوفري ده بيعمل لي ايه بالزبط? الي بيحصل ان انا بستنى يعني long TR علشان يحصل لي complete recovery للا ايه complete recovery magentization يعني انا ابتليت من هنا هاخد TR طويلة جدا بحيس ان انا تقريبا يبقى المagentization مش بعيدة عن عن المagentization ففي الاخر انا عملت كده وباخد برضو T و سيارة برضو عشان يبقى FID بتاعي باخدهم الاول خالص فبقى معنى كده وبسيط على قيمة المagentization او قيمة ال intensity بتاعتي سيجنال بتاعتي يعني عند النقطة دي عندي TR وعند اتنين TR وعند تاتا TR وهكذا القيمة بتاعت في النقطة دي قبلة على طول الف بلس اللي هتتحط اللي هي الف بلس التانية دي هتتحط او التالتة او هكذا قيمة في النقطة دي وفي النقطة دي وفي النقطة دي هي اللي هتحدد لي بالزبط قيمة السيجنال اللي جايها لي هتبقى كام يعني القيمة بتاع السيجنال بتاعتي دي هي مقابلة للنقطة دي كام وقيمة السيجنال بتاعتي اللي هنا مقابلة للنقطة تي كم و هكذا فلو انا بسيط على القيم بتاعتي انا لاقي ان هم فعلا مش مختلفين عن قيمة السيجنال في الاول خالص اللي هي الام نوت بتسوي كم فمعنى كده لو انا استعمل ساتوريشن ريكوفري بستعمل لونج تي ار و بستعمل شورت تي اي وبالتالي انا باعمل حاجة تبقى عبارة عن بروتون دانستيو ويتد اميجين يعني باسيكلي السيجنال اللي جاياني مش هتعتمد خالص عن على قيمة تي ار على قيمة تي ار على قيمة تي وان بتسوي كم لان انا باعمل لونج تي ار يعني هاريكوفر كل الماجنتاليزاشن ريجارلس هو تي وان بتاعته بتسوي كم وهاخد شورت تي اي بقى معنى كده تي تو ويتن مش هيفرق معايا لان اخدت تي اي قصيرة جدا فمش هتفرق معايا قيمة تي تو بقتعت اي واحدة من التشيز الموجودة بتسوي كم في بقى حاجة مختلفة تماما عن الحاجات اللي احنا شفناها سو فار اسمها الانفيرجن ركاوري بالسيكنز انفيرجن ركاوري بالسيكنز ده بيبقى فيه كومبينيشن من تو ار اف فالسز واحدة فيهم بتبقى مئة وتمانين درجة واحدة بعديها بتسوي تسانين درجة الوقت اللي بين الاتنين دول وبعد بسميه حاجة اسمها انفيرجن تايم وبعد كده بعد نايت دي جريزي بيبقى عندي برضو نفس الحكاية برضو بيبقى عندي تي ار و تي وكل حاجة بنفس الشكل شفناها قبل كده الفكرة بقى هنا ان ال 180 ديجري بولس دي دي اكشو مش تديديني سجنال دي تعملي حاجة لطيفة جدا بتخلي الماجنيتاليزيشن بتاعي يروح في عكس اتجاهه يعني لو كان عندي الماجنيتاليزيشن الانج البي زيرو بيبقى عكس اتجاه البي زيرو فمفروض ان هو يبتدي يرجع تاني يروح البي زيرو نفس اتجاه البي زيرو فالريكاوري اللي بيحصل دوت ما بيبقاش له سجنال اكشوري اللي هو تي وان ريكاوري اللي بيحصل او تي وان ريلاكسيشن اللي بيحصل ده بيحصل من غير ما يكون له اي كمبونت على اكس واي بلين فما يقدر شئيسه انا بسمح ان هو يستمر الريلاكسيشن ده لمود تي اي اللي هو انفرجان تايم ده وبعد كده بقلب بقى الحاجة اللي موجودة عندي في الافتجاه الزي اللي هو الام زي بتاعي اوكي بناينتي ديجري بولس عشان نشوف اللي موجود فيها بيساوي كام ديها فيي اميزة لطيفة جدا ان انا شوفها دوقتي حالي ان انا اقدر اخلي او المزي بتاعي او المèse بتاعي اللي عملت له فليبنج دوت ممكن الاقيه في نقطة ان هو ويوصل يوصل صف لبعض التيشوس فمعنى كده اقد اقدر اعمل حاجة اسمه نولينجلي تيشوس لان انا وانس ان اعملت فليبنج هنا فليبنج ده معناها ان انا المجنيت upwardsruffة بقى بالداريشن ده كده ام زي بقت كده بقت مينس ام نوت الريلاكسيشن بتاعها بيحصل ازاي بقى ان دي بتقل كده في الناجاتيب بتقل في الناجاتيب بتقل في الناجاتيب وقالتا ما توصل الزيرو وبقى كده تكبر في البوزيتيف اوكي لو انا جيت هنا في النقطة دي خليت تي اي بتاع تتساوي النقطة دي وحطيت 90 دي جري بالصة عند النقطة دي انا اكشوري لما بفليب ب90 دي جريز انا باخد الحاجة اللي في الزي دا لها القيمة دي واحطها على ال اكس واي القيمة دي كم القيمة دي صف فمعنا كده هشوف زيرو سيجنال في الاي في ال اكس واي بلين لو كان في عندي كونترست بتوين تو تيشوز لو عندي تي ون في تيشو مختلف عن التاني ممكن انا نشوف بقى فرق ان النقطة فيهم تبقى او تيشو فيهم يبقى في النال بوينت بتاعته دي واحد تاني هنا مثلا فلما بعمل لهم كونترست او بعمل لهم فليبينج في ال اكس واي بلين بشوف الكنترست بينهم عالي جدا فنشوف مثال على كده محدد الحقيقة الجزء بتاعت النال بوينت دوت زي ما كنت بقول احنا باسيكلي بتاعنا بيبقى بالشكل ده كده بيبقى عندي نقطة انا بنتهيت بنقص واحد دلوقتي فببتدي اطلع بدلا ما كنت ببتدي من الصف لا ببتدي من نقص واحد دلوقتي فبتدي اطلع كده فببقى فيه نقطة في السكة بيبقى الامزي بتاعتي بتساوي زيرو امزي اوف تي بتساوي زيرو اوكي لو انا بصيت على الكروف بتاعي بيبقى شكله كده اوكي فنقطة ان انا ممكن اعمل حاجة اسمها fat suppression كمثال يعني الفات suppression بيبقى فيه sequence is muster اللي هو short inversion time short ti او short ti inversion recovery يبقى معنى كده استعمل inversion recovery sequence بس ti بتاعته قصيرة اللي بيحصل بقى كالاتي في حاجة زي كده لو انا بصيت على التيشتز المختلفة وشفت بعد 180 degrees اللي بيحصل لهم هلاقى ان الفات نتيجة لاني t1 بتاعته اقصر واحدة هيتحرك اسرع واحد ويوصل للزيرو ده قبل بقيت الناس التانية اوكي لو انا جيت عند النقطة دي عملت 90 degree pulse اوكي هجيب لي بقى السيجنال بتاعت الفات تبقى بتساوي صفر يبقى الفات تيشوز اللي موجودة عندي كلها تبقى بتساوي صفر في حين انا ده هيبقى له قيمة وده هيبقى له قيمة يعني ال white matter هيبقى له قيمة وال H2O اللي حاجات اللي فيها fluid هيبقى لها قيمة اوكي فمعنى كده ان انا قدر نشوف contrast واضح جدا بين التيشوز وبقى ديها في حين ان الفات سيجنال بتاعته تبقى completely بتساوي صفر اوكي فدي حاجة مهمة جدا نخلي بالنا من حاجة مهمة قوي ان ال negative M notes هي نفسها M notes يعني بنسبالنا في الاخر negative sign دي تبقى بنسبالنا phase difference ما بتبقاش اكتر من كده لما بنبص على السيجنال بتاعتنا في ال x y plane فمش هتفرق معايا طالما له قيمة هنقدر نشوفه في ال x y plane مش هبقى فيه مشكلة يعني لما شوف مثلا ناقص 100 sin omega note t او plus 100 sin omega note t هما الاثنين فعلا هقدر اشوفهم وهما الاثنين هقدر اعمل بيهم contrast زي ما انا شايف هنا كده انا في الاخر على فكرة اللي انا بصوره او الصورة بتاعت البتطائي بتاعت المر اي بتبقى ال absolute value بتاعت السيجنال مش بيبقى ايه مش بيبقى ال value نفسها زي ما هي كده فناقص 100 زي المية بالظبط فدلوقتي احنا عايزين control بقى sequence بتاعنا ان هو يخلى الفات بيساوي صفر لو بصينا على ال equivation بتاعت recovery هنا بتاعت relaxation احنا عايزين السيجنال دي او عايزين القيمة دي تساوي صفر عند t1 بتساوي t1 بتاعت الفات فمعنى كده لو انا اوطي هنا بقى عشان اجيب ti بتساوي كام اللي هي عندها بيحصل الكلام ده هقول ان 0 بتساوي 1-T twice اليا التى اللى عنده الده هابياكسل على التى وان بتاعة الفات فيبقى معنا كدة باختار التى عشان النل مطاقتنا عشان النل تشو معين بان احنا نحط القيمة بتاعتها برعا عن الIS للتى وان بتاعت التى شو دوت يعني لو انا Worth O30 عن التى وان بتاعة الفات زي ما احنا كنا شافينا قبل كده كانت بتساوي مثلا ميتين ميلي ساكند اوكي فيبقى معنا كده ضرب بالكلام ده في العشان يطلع لي تي اي مفروض احطها بكام علشان تطلع لي بتاعتنا بتبقى بتساوي صفر في الصورة بتاعتي لو انا فرضا عايز الاتش تو او يبقى معنا كده اشوف برضو بتاعتها بتساوي كام واحط التي اي نال برضو هي بتساوي الكلام ده اوكي ده الحقيقة بيستعمل كتير اوي في لان في عندنا كتيرة جدا بتبقى محتاجين فيها ان احنا نشيل الفات سيجنال عشان ما اصرشي على السيجنال الثانية او عشان نشوف السيجنال الثانية بالطريقة اوضح وده الحقيقة بيستعمل كتير في حاجة زي السبكتروسكوبي في سيقون اي برضو برضو فيه كومبنيشن اف تو اه ديفرنت اوكي احنا في الانفيرجون شوفنا ان كان بيبقى في عندنا وان ايتي ديجري والس وبعدك اي في نانيتي ديجري والس انا هنا في البولس سيقونس اسمه سبين ايكو دوت هشوف ان في عندي نانيتي ديجري والس بعدكده وان ايتي ديجري والس يعني عاكس عاكس البلسز بتاعت الايه بتاعت الانفرجراليكاور الفكرة بقى في البلسزيج ونزاكا الاتي انها دلوقتي عندي مشكلة في التي تو ستار ويتنج ان هو السيجنال بتاعته بيطبقى قصيرة جدا يعني معنى كده ايه معنى كده ان السيجنال بتاعته اللي هي بجيلي من ال اكس واي اه ماجيتيزيشن بتقل بريت اسرع بكتير جدا من التي تو الوحديها واتفقنا قبل كده ان احنا عندنا تي تو ستار مكون من التي تو والاكسران الاموجينيتيز اوكي الجزء بتاع الي تو دوت مدرش نحنا نعمل فيه حاجه لان ده عبارة عن بتاع التيشيوز نفسها عامل ازاي الجزء اللي هو في الالتابي ده ده له علاقة بالاكسرنى ماجنيتك فيلد والا ويزا كان فيه مسلا بعض الفارة ماجنيتك جنب الجزء اللي في التي شوز فجزء ده الحقيقة يعتبر الى حد ما ما هوش اه اه انترنسيك للتيشوز او ما هوش له علاقة مباشرة بالتيشو نفسه فممكن هو يبقى شوية عايزين اشيرو ده عشان يبقى ايه يبقى سيجن بتاعتنا فونكشن بس في ايه في تي تو فالسفين ايكو سيكونس مثل الاساسية انه هو بيجيب لي كونترست مابني على تي تو بس اوكي فالفكرة فيه فكرة بسيطة جدا الفكرة فيه انه هو لو انا عندي زي ما كنت بقوله قبل كده حطيت اه ارف فالس فالرف فالس دي بعد ما خلص بيبقى كل الكل الماجينتاليزيشن مثلا لو اتخلت في عندي تلاتة سبينز مثلا هم التاعتى بيبقى فمعنى كده هم كلهم هتجمعوا مع بعض يدون سجنة كبيرة كل ما الوقت بيعدي كل ما يحصل بينهم دي فيزينج لغاية لما في الاخر يبقى كل واحدة في ديريكشن مختلف يبقى معنى كده في الاخر الماجينتوب بتاعهم بيوصل اكشو في الاخر يبقى صفر مش بس دي لو عندي كتير بقى لو عندي كتير من دول هيبقى في كل اتجاهات في الفيز بتاعهم في كل اتجاهات يبقى كلهم كمبليتلي اوتو فيز فيبقى النت داكتور بتاعي بيساوي صفر فانا اللي عايز اعماله دلوق فالشهبتي ان الجزء اللي فيه اختلافات في في الجزء اللي هو ده اللي هو اللقبة بالدلتا بينا عايز اشيله وزي مايلت قبل كده ان الجزء بتاع الديفيزينج بيحصل نتيجة ان كل واحدة فيهم الب Garage بيتياتر مختلف بطريقة صغيرة فانا لعproducts الثانيه نتيجة للدلتا بي اللي هي عندها دي وهنتيجة لكده هيبقى في عندي ال z زيرو سBrس دوت يبقى اصرع من بيزيرو اسرع من بيزيروـ فمعنى كده ان احنا بعد شوية نلاقي اللي هو نمرة ثلاثة ده اسرع يعني يبقى فيه سابق شوية ونمرة ثلين بعديه ونمرة واحد بعديه وبعد كده شوية بشوية نلاقي ان فعلا هما الثلاثة بقوا يعني كل واحدة فعلا فيهم في التجاه لو بكلم بقى العدد كبير من دول يبقى يبقى مست لايكلي ان هما في الاخر النت بتاعهم يبقى بيساوي صفر فدلوقت احنا عندنا مشكلة ان الجزء دوت بيسبب سرعات مختلفة يعني مختلفة والبرسيشن فريكوز المختلفة دي بتسبب فيز مختلف زي ما احنا شايفين هنا كده والفيز المختلف ده بيعمل لي دي فيزينج او بيعمل لي يخليلي الاسبينز اللي عندي كلها تبقى اوتوف فيز فنفكر فكرة بقى عشان نخلي الحاجات اللي ماشية بسرعات مختلفة دي في الاخرة ده صورهم يبقوا ايه يبقوا مش كل سرعات فروحة السرعات دي تكونوا تعواضب بشكل ما عشان يبقى الفرق بينهم يبقى بس معتمد على التي تو ما لوش علاقة خالص بالدلتا بي الفكرة البسيطة كالاتي يعني خلينا اخدها الاول بالمثال اللطيف جدا بتاع السباق دوت لو عندي تلاتة يعني عدئين اوكي واحد فيهم سرعته اكتر من التاني والتاني سرعته اكتر من التالت يعني ده اسرع واحد وده اللي بعديه وده اللي بعديه لو انا خليتهم يجروا مسافة تاو ايه اللي هيحصل؟ هلاقي عندي ان انا دلوقتي اللي هو بيجري بسرعة جامدة اوي دوت او اسرع واحدة ليه اول واحد وبعد كده التاني اللي هو اللي بعديه في السرعة هلاقيه بعديه وابطى واحدة ليه اخر واحد طب لو فاردا انا جيت بعد كده قلتلهم نفس العدئين دول عند الزمن ان هو التاو دوت قلتلهم اول لما ديكم الاشارة ان التاو دي جات طبهم غيرين اتجاهكم وتجروا الناحية التانية يعني بدلا ما كنتوا تجروا في اتجاه اللي هو فورورد كده لا اجروا باكورد يبقى معنى كده الاولاني اللي هو كان سابق ده دلوقتي بقت مسافته عشان يوصل في الاتجاه ده بقت اطول بقى هو مبتدي اخر واحد دلوقتي بقى هو اخر واحد في الايه فيهم اللي كان بطيء خالص ده بقى هو دلوقتي اول واحد اوكي لو انا خليتهم يجروا مسافة قد دي بالزبط يبقى معنى كده ده جري في تو المسافة دي فهيرجع برضه في تو المسافة دي ده برضه نفس الكلام جري في تو المسافة دي يبقى معنى كده هيرجع في تو المسافة دي وهكذا يبقى معنى كده بعد توايس تو هلاقي كل التلاتة اللي هما مماشيين بسرعات مختلفة موجودين هنا في نفس النقطة الفكرة هنا بزبط نفس الحكاية 90 ديجري دي اعتبره النقطة البداية هنا هنا دي بزبط هيبقى عندي تاو وقت تاو اخلي دول كلهم يجروا في الاتجاه كده او يحصل مع صح دي فيزين وانس ان انا عملت 180 ديجري بولس هيأكسوا اتجاههم ويبتدوا يجروا في العكس اتجاه تاني فعند النقطة دي بتدوا يجمعوا مع بعض تاني يعملوا لي حاجة زي ايه زي يعني يبقى عند البيك بتاعته في النقطة فطبعا الميزة دي ميزة مهمة جدا ان انا كده شلت تماما فرقات السرعات اللي مبنية على الدلتا بي بقى عندي دوقتي السرعة ما لهاش علاقة بدلتا بي خلص بقى لها علاقة بس بالتي تو بتسوي كام فمعنى كده ان انا لو عملت السيكونس بالشكل ده ممكن بقى بعد التوايس تاو دي او عند التوايس تاو بالزبط معنا صح احصل على سيجنال السيجنال دي بسميها بقى مش فري اندكشن ديكاي لا بسميها سبين اكو ثري اندكشن ديكاي اللي بيجي بعد التسين دراجة اللي في الاول دي اللي بعد توايس تاو اللي هي لو انا حطيت 180 ديجري بولس وبعد توايس تاو بالشكل ده دي بسميها سبين اكو والسبين اكو ده الحقيقة بيبقى فانكشن في تي تو مش فانكشن في ايه مش فانكشن في تي تو ستار فمعنى كده لو انا صورت هنا دلوقتي اقدر اطلع صورة الكنترس بتاعها تي تو ويتن مش تيتو ستار ويتنج. وده الطريقة الوحيدة على فكرة ان انا قدر اصور بيها تيتو ويتنج. مفيش اي طريقة تانية خالص تسمح لها ان احنا نصور تيتو ويتنج غير الطريقة دي. اي طريقة تانية بتجيب لنا تيتو ستار ويتنج. يبقى معنى كده لو جيت اتكلم عتيش كونترس بقى بس باستعمالة الاسبين ايكو سيكونس. هلاقي نفس نفس التابل زي كانت موجودة عندنا قبل كده. بس بدل ما كان عندنا هنا تيتو ستار بقى عندنا هنا تيتو. اوكي. تاني ده الحاجة الوحيدة اللي بقى فيه عندنا هنا تيتو ويتنج. برضو نفس الكلام تيتو ويتنج. او تيتو ويتنج كونترست. الطريقة الوحيدة اللي احصل عليها باحصل عليها بس بين ايكو. يعني دايما الناس بتفكر مثلا في بقى في اسئلة او مثلا في الكلينيكال ابليكيشن مثلا لما حد يقول لنا عايز اصور بيس ده على تيتو. اوكي? يبقى لازم اكون اعمل في اعتباري ان انا بعد كده اشوف اذا كنت حيزا احط معا كمان او حاجات زي كده بس في الاخر انا بعرف ان هو ده اللي انا بستعمله في الحاجات الثانية لزي او ما فيش لاجيك اوي ان انا استعمل لان انا كده بحط في حين انا مش محتاج اصلا يعني في الحالتين دول اللي هي مفيش هنا مش محتاج هنا في حاجة فمعنى كده ان انا احسان اللي استعمل اللي هو ال Partial Saturation Sequence أو ال Saturation Sequence يعني اللي هو في 90 ديجري بلس بس لأن أنا لما بحط 180 ديجري بلس أنا أكشون أنا بديبوزت أنيرجي في البيتين أنا مفروض أمانيمايز الانيرجي اللي أنا بحطه في البيتين أوكي عشان السيفتي بتاعته فمعنى كده أن أنا لو بكلم على T1 Weighting أو Proton Density Weighting بس تعمل اللي هو ال Partial Saturation أو Saturation Recovery Sequences لو عايز أعمل Contrast Based على T2 يبقى ما عنديش حل غير أنا استعمل الايه استعمل Spin Echo ب Long Tr و Long Te دي الحاجة الوحيدة لا هي أقدر أعملها في Spin Echo وما أقدرش أعملها في أي حاجة ثانية خالص طبعا ممكن نتكلم برضو عن Inversion Recovery إن هو نوع من أنواع T1 Weighting بس هو Actually ما بنعملش T1 Weighting قد ما بنعمل Nulling للايه بنعمل Nulling للايه مثلا Component معينة من T-Shirt فعامتا ال Inversion Recovery هو نوع من أنواع T1 Weighting بس Actually نستعمل لما يكون مش عايزين بس نظهر كل ال T-Shirts ب weights مختلفة لا ده أنا عايز Anulling أو عايز أصفر واحد فيه اوكي لنما بقيت الحاجات الثانية بتبقى المصد زي ما هي احنا دلوقتي عارفنا ازاي نحنا acquire data من ال patient عارفنا ازاي نحط R Falses ونcollect data امتى علشان يبقى فيها عندنا Contrast معين طب احنا دلوقتي هنcollect data دي ازاي نكون بها الصورة عشان نكون الصورة نعرف اولا ان احنا الاساس اللي ببني عليه التصوير في المري حاجة اسمها Fourier Imaging Fourier Imaging مبني على Fourier Transform فنتكلم الاول على Fourier Transform عشان بعد كده نبني عليه طريط ال reconstruction بتاعتنا تبع عاملة ازاي فال Fourier Transform هو بيبروفايد Frequency Spectrum of a Signal بيبع عندي basic time domain signal بعمل Fourier Transform بيجيلي Frequency Content بتاعها شكله عامل ازاي لو عندي Sync signal بالمنظر ده بيجيلي جيت ناحية تانية لو عندي حاجة شكلها sinusoidal بيطلعي 2 impulses كده واحدة عند مينس اوميجا نوت واحدة عند بلاس اوميجا نوت يعني في كل الاحوال لو انا عندي Sync اوميجا نوت t بال Fourier Transform يطلع لي حاجة بالشكل ده كده اوكي فباسيكلي انا ببص على السيجنال بتاعتي في time domain اوكي بال Fourier Transform بتروح لي Frequency Content بتاعها عبارة عن ايه يعني هنا كان عندي single frequency كان عندي impulses عند الايه عند ال Frequency بتاعتي الايه بتاعتي السيجنال دي بلاس مينوس طبعا مينوس مش ملاش تفسير او ملاش يعني منطق قوي هي اوميجا نوت هي نفسها معناها ان في عندي Frequency اوميجا نوت موجودة حقيقيا موجودة في الايه في السيجنال بتاعتي الجزء بتاع السينك ده شكله معقد فهو اكشن يقدر نفكه بدلالة مجموعة من Frequency من مايس اوميجا نوت لغاية بلاس اوميجا نوت الايكويشن بتاعتي فريتنسفورم لو اكلم بقى two dimension for a transformation عشان احنا بنكلم على هنكون صورة هو برا عن إنتيجريشن من ميس انفينتي في انفينتي جي او اكس و واي e to the minus j twice pi f x z fy f y dx dy الوقت يبقى عمل integration with respect to x and y فمعنا كده g of x and y دي هتختفي مش هتبقى موجودة وال x and y اللي هنا دول هيختفوا هيريبليس الكلام ده كله f x و fy اوكي فيطلع لي في الاخر هنا capital G of f x and fy ده عبارة عن حاجة بسميها الفورو ترانسفورم او الاناليسيس ترانسفورم اناليسيس معنى ان انا باخد time domain signal و بعمل لها decomposition او بحللها in terms of basic frequencies بقيتها بتساوي الانفرس ترانسفورم بقى وبسميه synthesis معنى باخد g of f x and fy اللي هو ال output من هنا اللي هو free transform of g اللي هو capital G of f x and fy وده على فكرة notation باخد small signal او small letter عشان اعبر عن time domain signal او special domain signal اللي هي حاجة اللي في ال x y وباخد اللي في الناحية التانية اللي في ناحية الفورو ترانسفورم الناحية التانية بسميها capital باخدها ب capital letter اللي هي capital G نفس الحاجة بزبط هنا بس بذل ما بحط هنا negative بحط هنا positive ونفس كل حاجة بس باينتغرات برضو هنا with respect to frequency variable بذل ما كنت باينتغرات with respect to special domain variables الفوريه transform by the way ده يعتبر orthogonal transformation ويعتبر one to one transformation يعني كده لو انا عندي g of x and y لها بس واحدة g capital of x and f y يعني ال spectrum بتاعي ده يونيك لل g of x and y ده ونفس الكلام بالظبط لو انا عندي g of x and f y بارجع منه بال inverse transform اجيب signal واحدة بس في الايه في ال special domain يبقى معنى كده ان انا كل signal موجودة لها spectrum وهما الاثنين يعني يونيك بالنسبة لبعض في عندنا بعض ملاحظات من ال free transform نقدر نخدها كده نبص عليها ان انا لو انا بتكلم على effect high frequencies يعني اي effect high frequencies لو انا دلوقتي بقى include high frequencies معايا اللي هيفرق عن انا ما بشيلها اوكي ال high frequencies عمتا في اي صورة بيتمثلي details بتاعت الصورة نفسها اوكي يعني the more i acquire و the higher frequencies اللي انا خدتها موجودة عندي يبقى معنى كده resolution بتاعت الصورة بتاعتها تبقى احسن ال band width عموما هو يعتبر a measure of the range of frequencies present in the signal يعني لو انا عايز ايس ال frequency content بتاع السيجنال بشوف ال band width بتاعها في ال frequency domain بيساوي كام وده بيعبرلي عن frequency content بتاعها range بتاعها عبارة عن ايه لو انا بتكلم على ان انا فرضا يعني خدت مثلا حاجة شكلها كده يعني السيجنال بتاعتي الاصلية شكلها عامل كده لو انا خدت very low resolution هلاقي السيجنال بتاع شكلها عامل كده كل ما علي ال resolution بتاعتي كل ما علي ال frequency content بتاعي تتحول تبقى كده وتبقى كده يعني لو انا خدت very low resolution لو خدت very low frequencies بس هلاقي شكل ال pulse دي بقى شكلها عامل كده لو حسنت لو خدت frequency اعلى شوية يعني خدت frequency content بتاعها دي اعلى شوية ببتدى يشوفها تبقى عامل كده لو خدت frequency content اعلى كمان بيتبقى كده اعلى كمان تبقى كده يعني تفضل تعلى كده لغاية لما في الاخر عندي infinity بقى لو خدت infinite bandwidth بيطلع لشكل السيجنال بتاعتي almost exactly the same as the original كويس احنا طبعا بالنسبة لنا في ال acquisition بتاعي اما راي نلاحظ ان احنا ما نقدرش نعمل acquisition ال bandwidth يطبقى infinite ما نقدرش اخد infinite bandwidth ما نقدرش ان انا acquire signal تبقى infinite infinity فانا دايما هاخد حاجة تبقى finite فالنقطة اللي انا لازم اخد بالي منها ان ال effect اللي زي كده لما لاقي في الصورة حاجة شكلها انها بتطلق او تنزل كده في حاجة زي ringing كده موجود في الصورة او حاجة زي اكين عندي يعني كل edge كده بيبقى وراها كزا خيال ليها كده موجودين معها اوكي وكل حتة فيها sharp transition الاقي نفس الكلام بيحصل برضو جوه الاقي فيه حاجة زي اكناتها موجات كده في المية اوكي في الصورة فمع انا كده بتكلم على ان انا يعني ابقى واخد بالين دي جاي نتيجة ان انا اخدت frequency content مش كافي لو انا اخدت frequency content يعني معقول بلاقي ان ال variations اللي عندي هنا within the object بتاعي مش بطالة يعني صغيرة كفاية ولاقي عندي برضو ناحية تانية هنا برضو شكلها مش بطالة فقدر اشوف ان دي تقريبا approximation دي مش وحشة اوكي فناخد بالنا البندويدت بتاعنا حسب من acquire bandwidth حسب ما احنا بنقدر ناخد حاجة شكلها مش بطالة كل مكان كبير كل مكان كده كل مكان صغير بتاعلي حاجة شكلها فعلا a poor approximation للحاجة الاصلية اللي انا بحاول اصورها عشان reconstructive الصورة بقى لازم نبقى عارفين كويس او ان السجن اللي هي سواء ال FID او ال spin echo او الحاجات اللي احنا شفناها دي كلها المعلومة اللي فيها اكشوالي جايالي من كل حتة في المكان اللي انا بصوره مش جايالي من x location معين في الصورة لا ده جايالي من الصورة كلها فمعنى كده ان انا ما ادهرش ان انا اطلع منها special information من غير ما اعمل حاجة زيادة لازم اكون اعملت حاجة زيادة عشان انا بقى عارف السيجنال جايالي منين بالظبط الحاجة اللي بتعمل لنا او بتمكننا بمعنى صح ان احنا نعرف في السيجنال جايالي منين بتعتمد على وجود حاجة اسمها ماجنيتك فيلد جريديانت يعني مش بس بنحط البي زيرو اللي هو الاسل بتاعنا الاكسرن الماجنيتك فيلد الاصلي اللي هو الكبير احنا بنجيب بينه السيجنال دوت لا احنا بنحط يعني اا يعني كويلز زيادة بحيث انها تدينا ماجنيتك فيلد بتغير بطالقة لينير مع المسافة والمسافة دي ممكن تكون في اتجاه الاكس وفي اتجاه الواي في اتجاه زي بيبقى عندي تلات انواع من الجريدين اللي بيبقى موجودين حاجة اسمها في اتجاه الاكس حاجة اسمها بيبقى موجود فيتجاه الواي فدي بنسميها جي زي جي اكس جي واي طبعا دي بتعتمد على الوريانتيجة بتاعي ممكن بختاره في تجاه الاكس ويبقى العكس في الحلقات دي في الحاجات التانية بس اتعرفت الناس ان هي في الاحوال المعتادة في تجاه زي وده في تجاه الاكس وده في تجاه الواي بس عمتنا في جيم اقول في ممكن تكون مختلفة عن كده بس عمتها ثلاثة ديريكشنز بربنديكولا على بعض وبعارف ان في عندي ثلاثة جريديانس عموما هسميهم ايه بقى دي مش مشكلة حسب الوريينتيشن اللي انا بصور فيه عشان نبتدي نفهم بقى هنطلع الاسبايشل انفورميشن دي ازاي عشان نقدر للكيت القيمة اللي جاي بتاعت الانتنسي دي بتاعت السيجنال دي تتحط فين في الصورة بالزبط خلينا اتفق ان احنا نمشيها في ثلاث خطوات الخطوة الاولية حاجة هنسميها سلايس سيلكشن سلايس سيلكشن معناه ان انا هاسم الجسم بتاعي المجموعة من السلايسز كل سلايس لو تخيلت ده بني اهدا من انا بصوره هصور مجموعة من السلايسز كده كل سلايس عبارة عن حاجة سكشن كده في الجسم واخد الجزء ده كله ولو بارتكولر ثيك نسان يبقى معنى كده يعني اول اختيار بتاعي ان انا هاو تو سيلكت اسلايس وذين البيشنز اوكي وخلي بالنا البيشن موجود هو كله في الايه في البي زيرو ماجنيتك فيه الجريدينت اوكي انا عايز دلوقتي اختار السلايس دي بس هي اللي انا اتكلم معه فدي اول حاجة الحاجة التانية بقى وذين السلايس دي السلايس دي طبعا لو احنا تخيلناها كده هي عبارة عاكنها مسلا سكشن عامل زي مسلا القرص بتاع جبنة الرومي مسلا اوكي فالقرص ده بيبقى very thick اوكي ويبقى برضو هو جوا في يعني direction ممكن اقول ان هو عبارة عن plane اوكي فمعنى كده انا محتاج جوا عايز احدد سكشن معين جوا بقى نقطة معينة جوا يبقى لازم اتكلم بقى على encoding في اتجاهين كمان هسمي واحد فيهم frequency encoding وهسمي فيه واحد تاني هسميه الايه ال phase encoding بس احنا دلوقتي خلينا نعرف ازاي ان احنا نتكلم مع سلايس واحدة في الجسم من غير ما نتكلم مع بقية الجسم فالفكرة فيها كالاتي لو انا دلوقتي بسيط على المروري اكويجن المروري اكويجن دي اوميجا نوت بتسوي جامعة بي زيرو الاكويجن دي بتقول لي ان باسيكلي ال frequency بتاعت ال precession او السيجنال اللي هتديلي مفيش اي حاجة ناحية تانية لها علاقة بالسبيس خالص يعني بي زيرو دي يونيفومن في كل حت يعني ايه نفس ال value في كل حت طب ازاي خلي الاكويجن دي تخليلي كل مكان في الزي داركشن اوكي يبقى له قيمة مختلفة للاروري دي بتحصل بان انا حط gradient في اتجاه الجي زي وانس ان انا عملت كده بعندي الاكويجن بتاعتي دلوقتي اوميجا نوت اوف زي بتسوي جامعة بي زيرو نفس الترمي ده هو زائد جي زي في زي دا عندي دلوقتي component زيادة اوكي في الماغنتيك فيلد بتاعي بتعتمد على الزي بتسوي كاما او هي نفسها function في الزي بطريقة لينير اوكي وانس ان انا خليت الاكويجن بالشكل ده كده بقت function في زي على طول يبقى معنى كده الprecision frequency بتاعتي بتعتمد على قيمة الزي بتاعتي بتسوي كاما او قيمة المكان نفسه في اتجاه الزي بكان بالزبط فمعنى كده انا ممكن اعمل حاجة لطيفة جدا ممكن انا دلوقتي اختار range من الزي من مثلا مكان معين لمكان تاني يعني من المكان ده مثلا المكان ده واشوف بعد كده الrange دوت بيقابل magnetic field add a واشوف مقابل الكلام ده precision frequency add a يبقى معنى كده ده range of larmor frequencies اللي انا مفروض اتعامل معه فممكن ابعت RF pulse بالdesire frequency range عشان excite the style دي بس لو انا فرضا فرضا يعني بتكلم على السلائس اللي قدامي دي اوكي دير frequency range بتاعها هو ده يعني frequency range هو المكان ده كده وده range بتاعي من 1.54 T بغاية 1.55 T كان ده اضرب جاما بعد كده عشان اجيبي الوميجا نوت طب لو خدت بقى جاما اوميجا نوت المقابل ال 1.5 T هلقى انها بعيدة عن دول فمعنى كده ان انا لو امدت excitation لل frequencies دي بقيت الاجزاء التانية دي كلها مش هتتأثر خلص مش هتتبقى excited لان انا كده بعت Larmor Frequency مش بتاعتها زي ما اتفقنا قبل كده كل واحد من اللي spins هو tuned على frequency معينة هي Larmor Frequency بتاعته بتاعت المكان اللي هو فيه فمعنى كده لو انا بعتله Larmor Frequency تانية او بتاعت spins في مكان تاني هو مش هستجيب فمعنى كده لو انا عملت حاجة بالشكل ده يبقى انا هيجيلي signal بس من اللي سلايس دي بقيت الجسم كله من هنا ومن هنا مش هتجيلي منه اي حاجة خالص فنفس الكلام هو هو انا دلوقتي هبعت RF Pulse ال frequency content بتاعها بيغطي لي ال range بتاع Larmor Frequency اللي موجودة عندي في الايه في ال range بتاع الايه في ال range بتاع المجنيتك فيلز اللي هي جاية لي من الايه من جريت اللي انا حطيته ده فمعنى كده لو انا حطيت RF Pulse بتغطي range of frequency ده يبقى هو اللي سلايس دي بس اللي هتبقى excited فبالشكل ده انا اكشوري عملت ديزاين لطريقة علشان دلوقتي اكلكت ديتا من مكان محدد او من يعني من سلايس عند زي محددة موجودة في الجسم طب دلوقتي عشان نعمل سلايس ديفينيشن عندنا ثلاث حاجات عشان نعملهم ديفينيشن الثلاث حاجات دول مكان السلايس فين الثلاث حاجات دقيقة futuro سلايس كام؟ شكل السلايس ناف einة عمل ازاي If you take our profile profile اعمل ازاي لو خدت لها cross section كده بشكلهاوم عمل ازاي فبدايتا مكانها فين يعني ال center بتاعها هو نفسه فين فال center بتاعها معنى للوقتي علما بغير من ال equation اللي هяхنا كنا شافعنا من شوية لما بغير ال frequency بتاعها اوكي علما بغير هو شكل ال frequency أو center frequency بتاع полز دي كل ما غيرت ال center frequency بتاعها كل ما كان عندي just بتاع الاسلايج بتاعتي بتغير? اوكي? فباسيكلي ممكن اتخيل ان انا لما بغير الموديوليشن فريكونسي بتاعتي بتاعة البلس اوكي? موديوليشن فريكونسي ان انا باخد بلس مسلا وحط لها بعد كده بايه? بسانيسويدا الوييف. لما اغير الموديوليشن بتاع الفريكونسي بتاعتي هتديني بروفايل فين؟ بروفايل يبقى في مكان مختلف عن اللي كان موجود فيه في الاول. نفتكر كلها ان احنا لو عندنا سينك اا سيجنل بالشكل ده كده. لو خدناها فريترانستروم هتدينا سيجنل بالشكل عامل كده. او دينا فريترام بالشكل عامل كده. اوكي? طب دلوقتي لو انا خليتها نارور. ايه اللي هيحصل? هتدي نفس الحاجة بس ايه? هتبقى نفس البلس دي هتبقى اوسع شوية. لو انا خدت دي بقى نفسها عملت لها موديوليشن. بدل ما هيكون البلس دي. اا سنترد عند زيرو. هتبقى سنترد في مكان تاني. عند اوميجا نوت اللي انا عملت لها يا موديوليشن ده. اوكي? فيبقى معنا كده باختيار موديوليشن لها موديوليشن لها موديوليت بيال السينك فورم دوت. اقدر احرك دي احطها في اي مكان. طيب دلوقتي انا عايز اعمل ثيكنس مختلف. ثيكنس مختلف واضحة قوي. انا خلي الفورم بتاع البلس نفسها بتاع العريف تؤدي اوكي. لو خليتها وسعى بالشكل ده. يبقى معنا كده تديني سلايس تبقى ديقة. لو خلتها ديقة بالشكل ده. يبقى معنا كده يخليها واسعى. يبقى معنا كده بتحكم في الزيكنس بان انا اغير ال الويف فورم نفسها. بتاع الويب فورم نفسها. هوا شكله سينك. بس نقطة ان انا بدل ما اخليه وايد كده اخليه نارو. او العكس. حسب ان عايز ثيكنس بتاع بيسوي كما. طيب دلوقتي انا هنا بتاعه شكله ايه شكله عبارة عن حاجه شكله عبارة عن يعني حاجه ريكتانجلر شيفت كده او جيت كويس لو فرضا انا عايز اللي سلايز بتاعه تطلق شكله جاوسيان جاوسيان يبقى انا عارف من ال foray transform ممكن نرجعه له في المحاضرات بتاعه ال digital signal processing لو انا عندي حاجه شكله جاوسيان هتديني حاجه في الناحية التانية شكله جاوسيان لو عندي جاوسيان signal في time domain هتديني حاجه شكله جاوسيان spectrum في frequency domain فحسب ال slice profile انا بحط هنا ال envelope بتاعي ده بالشكل اللي يديني inverse او يديني foray transformation يبقى بالشكل بتاع ال profile اللي انا عايزه فيبقى معنى كده لو انا دلوقتي عايز اعمل complete definition slice من المكان بتاع السلايز بقدر احدد ال modulation frequency بتاعتي كام اللي هو center بتاع السلايز نفسها يعني انا 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 اتكلم مع slice thickness هنا يبقى ال center بتاعي هنا كام يبقى معنى كده لو ده الفريكونسي بتاعتي مسلا ستة وستين ونص ميجا هيرتز يبقى معنى كده بتكلم على ان انا ال modulation frequency بتاعتي هتبقى ستة وستين ونص ميجا هيرتز اوكي لو بتكلم على slice thickness slice thickness مقابلة لل band width دوت اللي هو من ستة وستين لايه لستة وسبعين الستة وسبعين يبقى معنى كده احط هنا pulse احط هنا sink function تديني omega maximum هنا تبقى بتساوي اللي ايه النص بتاع المسافة دي اللي هي تعتبر نص ميجا لان ال band width كله كامل اللي هو من ناحية دي ومن ناحية دي اللي هو twice omega maximum ده هو بيقابل هنا واحد ميجا هيرتز يبقى معنى كده omega maximum بتاعتي تبقى كام? omega maximum تبقى بتساوي نص ميجا هيرتز اوكي فمن كده لو حطيت ده نص ميجا هيرتز يبقى معنى كده sink دي هحطها عبارة عن نص او هحطها عبارة عن sink omega ماكسموم في t اوكي يبقى معنى كده هديني الشكل بتاع ال thickness اللي انا عايزه اوكي وطبعا اوميجا ماكسموم هي تبقى عبارة عن نص نص اوميجا ال profile بتاعي بقى ان انا دلوقتي لو عايز شكلها حاجة جيد بالشكل ده كده يبقى حط sink function لو عايز حاجة شكلها جاوسيان احط هنا حاجة شكلها جاوسيان وهكذا فدي بتاعت حاجات اللي انا لو انا عايز اعمل definition لأي slice selection لازم اعملهم علشان ابقى completely determined the parameters بتاعتي اللي slice selection pulse بتاعتي كامثلة على كده لو انا عايز اغير the slice thickness اوكي the slice thickness زي ما كنت بقول انا كل اللي بحتاج اعمله ان انا باخد اما لو عايز اكبر the slice thickness يبقى معنى كده بستعمل narrower rf pulse لو عايز استعمل يعني narrower slice thickness يبقى معنى كده حط wider rf pulse اوكي يعني شكل sink function تبقى wide احنا ممكن نعمل الكلام ده اكثر بطريقتين احنا ممكن نعمل الكلام ده عن طريق ان احنا زي ما كنت بقول كده لو عايز narrower slice thickness بالشكل ده يبقى معنى كده basically يعني لازم اروح لل narrower bandwidth في الايه في السيجنال او pulse nam يعني حطيتها لازم الاقى narrower bandwidth او ممكن بقى ان انا لو انا حبيت ممكن انا اغير gradient بقى gz نفسها لو انا غيرت نفس gradient بالشكل ده يبقى معنى كده نفس نفس bandwidth هو هو بتاع rf pulse هيديني narrower slice يعني معنى لو شفت هنا الوقت نفس bandwidth بتاع rf pulse هو ده كان في gz ديت كان بيديني slice thickness بالشكل ده ولو غيرت انا gz بعد كده خلاتي دلوقتي slice thickness بتاعي بقى narrower بالشكل ده العيب بتاع تغييري gz نو بيغير لي حاجات كثيرة مش و بيغير لي بس slice thickness اوكي يعني احنا لما كنا بنغير band width بتاع pulse كان بيغير لنا بس slice thickness بكنش بيغير اي حاجة تانية لما انا غيرت gz دلوقتي يبقى انا هغير حاجتين اكشوالي هغير thickness بتاع slice وهغير في نفس الوقت center frequency بتاعي هنا كامي يعني هغير remodulation فناخد بقى انا كويس قوي نحنا لما نيجي نغير slice thickness يستحسن نحن نعملها عن طريق تغيير ال band width بتاع الف pulse مش عن طريق تغيير ال gradient بس نبقى عارفين ان احنا لو غيرنا ال gradient يبقى كل الكلام ده هيتغير معي نلاحز برضو ان احنا في ال rf pulse لو احنا ما حطناش slice selection gradient يبقى معنا كده الف pulse بتاعتنا دي هتبقى non selective لو انا حطيت slice selection gradient طبعا هتبقى selective pulse ونلاحز برضو الحاجة اللي انا كنت ده من شوية ان slice profile بتاعي هو عبارة عن transform of the pulse shape يعني معنا كده انا انا حطيت هنا sink pulse يبقى تجيلي ناحية التانية يبقى شكلها a gate اوكي فعشان كده احنا محتاج ان احنا نستعمل sink pulse عشان دي بقى شكل الدنيا عندنا يبقى almost شكلها ايه يبقى شكلها عبارة عن حاجة بالشكل ده كده يبقى حاجة عبارة عن slice ببقى لها sharp edges طبعا حاجة دي مش practical قوي لان احنا بما درش ان احنا ناخد sink pulse من minus infinity to infinity فبناخد truncated sink فالtruncation ده في الاخر ينطب زي ما احنا شفنا قبل كده في الجزء بتاع high frequency content بيطالنا حاجة شكلها كده يعني عبارة عن slice بس ايه او شكلها جيد بس فيها برضو شوية شوية ringing كده من على الحروف بتاعتها فطبعا ده ده practical excitation احنا ممكن ناخصل عليه وده يعتبر مش بطال لنتيجة لان احنا عندنا فاكتورز كتيرة مش بس اه شكل الفالس اللي ممكن تبقى مش ايديل يعني لو انا خدت البروفايل بتاعي شكله gaussian function gaussian function بيروح لجاوسيان function لو انا خليتها narrower هتطلع لي هنا wider وهكذا لو هي يعني كل ما وسعتها ودايعتها بيطلع لي شكل slice profile بتاعي بيتغير معي حسب الايه حسب الثيكني البتاعي فمثلا الشكلين اللي هما يعني الناس بتعملهم كتير الحقيقي هو ideal gate او شكل اللي هو عبارة عن rectangular shaped slices او rectangular profile او ال gaussian profile وفي كل الاحوال لما انا بكلم على profile بتاعي نوع ايه يعني ما بختار ان انا احطها كsync rf pulse عشان تديني rectangular pulse او rectangular slice او بحطها gaussian pulse عشان تديني ايه gaussian slice نعم بتكلم بقى ان انا هاخد ده واطباوه على كزا slice جنب بعض انا الوقات مش عايز بس اخد جزء معين ده انا عايز اخد كزا جزء او اخد جزء at a time علشان في الاخر اكون volume يعني عشان يبقى عندي في الاخر صورة للجزء اللي انا عايز اصوره فانا بقى بقى متخيل ان الشكل بتاعي ideally بيبقى حاجة بالمنظر ده كده بس practically بيبقى شكله اعمل كده نتيجة لان انا يعني فعليا شكل السلايس بروفايل بتاعه مش ببقى ideal زي الجيت اللي انا متخيله هنا وزي ريكتانجل رشيف اللي انا متخيله هنا فنقطة ان الاجزاء اللي بيبقى فيها overlap بين السلايس وبعض اطبع الحاجة اسمها cross talk cross talk ده نتيجة الoverlap اللي بين السلايس وبعض فاستحس ان انا اسيب مور سبيسنج بين السلايس عشان اخلي الoverlap ده يبقى minimum او اخلي less cross talk ده يبقى موجود طبعا انا بقى عارفين كويس اوي نحنا عشان اختار لو انا عندي سلايس هنا عايز اختار سلايس تانية هنا كل اللي انا بعمله ان انا بغير الموديوليشن بتاعك انا بيسيكي باخد الشكل بتاعي اللي هو الfrequency content بتاع البلس بتاعتي اللي هو فرضا نسيه هنا مثلا باندوث بتاعي 1 كيلو هيرتز بعمله موديوليشن بالfrequency اللي هي center frequency بتاع السلايس اللي انا interested فيها اوكي فباسيكي بغير الشكل ده بس مغير بحركه اخليه عند السنتر بتاع السنتر حوالين السلايس سنتر بتاعي او سلايس center frequency بتاعتي بتساوي كامل لو انا حبيت اغيره يمين مثلا او شمال بغير الايه بغير أو بغير الموديوليشن من غير ما اي حاجة لا علاقة بالايه بالباندوث بتاع البلس بتاعتي او شكل او شكل البلس نفسها البلس بروفايل بتاعتي اعرف بروفايل بتاعي ما بغيروش اوكي فهو فعليا الجزء بتاع تحريك السلايس نفسها عشان اختار دي او دي او دي او دي بيتم عن طريق تغيير الموديوليشن زي ما انا كنت قلت في الجزء او لان هي السلايس بوزيشن بتاعي بختاره على اساس ايه الكلام اللي الكريم عليش سوفور احنا اختارنا سلايس عايزين بقى وذين السلايس دي عايزين يبتلي انكود في كمان عشان اقدر اشوف بيكسل بقى عشان بدل ما انا اكون عارف ان السيجنال دي جايلي من سكشن في الجسم تخين كده خالص عبارة عن حاجة لها ثيكتنس معين بس ايه عبارة عن كروس سكشن كامل لجسم الانسان انا عايز بقى وذين الكروس سكشن ده اشوف كل مكان يبقى له تمييز للسيجنال بتاعته بشكل ما او له انكودين بشكل ما الكلام ده بسميه سبيشل انكودينج سبيشل انكودينج عشان انا بخلي كود مختلف لكل نقطة موجودة عندي جوه الايه جوه بتاع السلايس اللي انا عملت لها سيلكشن اوكي فالكلام ده بتعمل بطريقة بسيطة جدا بتعمل بتعمل بطريقتين يعني او الفكرة الاساسية مبنية على ان انا انكود اللوكيشن باي ان انا غير الفريقونسي بتاعها اوكي دي بتبقى ابلايد بقى عن طريقة حاجة اسمها فورية امجينج اوكي ولها طريقتين حى اني نطبقها اني احنا نخلي فى حاجة اسمها فريقونسي مع المكان وغير الفيز مع المكان لان انا كده كده عارف ان عندي السيجنال الجاية الده ما ليه محددة لو غيرت سغير شكرا بقتعرف ان كل واحدة من الالمقتنفها جاية من مكان معين ا peak انا عارفه ولو غيرت كمان الفيز خ Lunch ممكن اتعامل بالشكل ده فدي بيتعابل بفكرة بسيطةノ ان انا بحط جريدينت في اتجاه الاكس او في اتجاه الواي وابعارف الارمال فريكنسي كمان هيتغيرلي في الحالة دي في الايه في الاتجاه دوت وبالتالي لو انا كنت حاطت الفريكنسي او الجريدينت دوت فاسناها الاخوزيشن يبقى الريترن فريكنسي هيحصل ان هي هتتغير برضو مع الايه مع اللوكيشن فدي الحقيقة بتبقى من المزاياها الكبيرة قوي انها بتبقى ازي دي كودت باي فريد ترانسوميش يعني بمعنى صح الريكنستركشن ميثود اللي مستعملها في الامر اي اللي اقوائرد بالفوري ايميجن هو عبارة عن انفرس فوري ترانسوميشن نبص اول حاجة على حاجة اسمها الفريكنسي انكودينج اللي هو اول نوع اول نوع ده في منطقة البساطة ان انا دلوقتي بحط السيكونس بتاعي زي ما هو كده ووقت الكوليكشن بتاع الديتا بتاعتي اللي هو مثلا او كنت هنا عامل سبين ايكو سيكونس يبقى الوقت بتاع السبين ايكو بحط جريدينت في اتجاه الاكس في اثناء الاكوزيشن اللي بيحصل بقى الجريدينت ده بيعمل لي ايه بداياتا الارمور فريكنسي بتاعي هو اللي بيحدد لي اذا كان السبيندي هتستقبل سيجنل هتستقبلها عند فريكنسي كام او لو هي بتطلع سيجنل هتطلع سيجنل في فريكنسي كام يعني بمعنى صح لو انا دلوقتي خليت السيجنل سبقتي او خليت السبيند سبقتي اكسايتد وللوقتي بترجع تاني لو انا في اسناء ما هي بترجع اسيجنل بتاعتها غيرت الفريكنسي بحيس اللارمور فريكنسي بحيك تتغيرت يبقى معنى هترجعلي على اللارمور فريكنسي الحالية بتاعتها لو انا بتكلم مثلا عن عندي مثلا آآ الصورة بتاعتي حاجة بالشكل ده كده لو انا غيرت الجريدينت بتاعي بالشكل ده كده هيبقى عندي النقطة دي هترجع لي بي زيرو بتاعتها او الـ effective B بتاعها اللي هي الماغنيتك فيلد بتاعها هيبقى الـ effective اللي هو برعا بي زيرو زائد الـ gradient هيبقى أعلى من النقطة دي فيبقى معنى كده ان انا هنا المرمور فريكنسي بتاعها هيبقى أعلى من هنا من هنا او بمعنى صح ممكن يبقى هنا في واحد مختلف عن هنا مختلف عن هنا فمعنى صح لو انا جالي السيجنال بتاعتي ممكن ان انا اديكود السيجنال بتاعتي اشوف الفريكنسي اللي هنا او شوف قيمة الفريكنسي اللي هنا أنتفو بتاعها كامو يبقى دي قيمة البيكسل دي نفس الكلام يبقى دي فريكنسي دي ونفس الكلام هنا يبقى دي قيمة البيكسل دي ونفس الكلام هنا يبقى دي فريكنسيs هنا مش بكلم على Billie色 عن النقطة دي لاabكلم على مجموع دول كله يگلن انا بقى عمد د Balance بيبقى lifetime ح poo بالأكس د femmes بس ما لابقى علاقة بالT فالعلاقة اللي بتربط لي الكلام ده ليه f of kx يعني frequency contented او السيجنة بتاعتي ايه frequency variable kx او او الافتجال x frequency بتاعت الافتجال x مش frequency بتاعت x هي عبارة عن ال foray transformation بتاع f of x بتاعتي اوكي في ال dimension اللي هو فيه الايه ال frequency coding ده موجود يعني بمعنى صح لو انا عملت الكلام ده هنا كده مجرد ان انا استقبل الاستيجنة بتاعتي عمل لها inverse foray transformation هقد رجيب f of x دي بتسوي كم? f of x دي تاني عبارة عن كل النقط دي مجموعة كل النقط اللي هنا دي لان كل النقط اللي هنا دي لقى نفس frequency بالظلط اوكي فيبقى معنى كده ان انا لو عملت دلوقتي slice selection slice selection بيتم بالشكل ده كده شكل انا احطه هنا لما بحط ال rf pulse بحط معها slice selection gradient عشان ايه تعملي selection لslice يبقى معنى كده دلوقتي عملت excitation لslice لما بعمل acquisition حطيت كمان gradient في اتجاه الاكسي يبقى انا كده عملت encoding للاماكن اللي في اتجاه الاكسي يبقى كل مكان اللي هو في كمانسي مختلف يبقى انا كده عملت encoding في dimension كمان يبقى انا دلوقتي بقى الحاجة اللي هاد رجيبه بيه طيب رجيبه ايه الخطوط دي او columns دي مجموعة كامل الخطوة اللي بعد كده بقى ان انا عايز ازاي يجيب بقى ايه حاجة discriminated في dimension ده يعني ازاي فرق بين دي ودي ودي اوكي دي بقى بنعملها بالايه بالفيزي انكودي قبل ما نخش على جزء تاع الفيزي انكودي خلينا ندي مثال اول على الفيزي انكودي عشان نفهمه كويس قوي وبعد ايها نقارن بالمثال بقى اللي احنا ناخده بعد الفيزي انكودي عشان نشوف الفرق بينه ما عامل ازاي احنا دلوقتي لو عندنا اميج بالشكل احنا شايفينه هنا كده يعني كل واحدة من الصورة مفوتة طلع لنا بالشكل ده كده لو انا دلوقتي ما عملتش كل النقط دي هتبقى بتترجع لي سيجنل بالارمور فريكونس بتاعة اوميجا نوت اوكي يبقى معنى كده السيجنل اللي انا هتجيلي عبارة عن ايه عبارة عن اربع كوزان اوميجا نوت اوكي هل اقدر من اربع كوزان اوميجا نوت دي اقدر اجيب السيجنل بتاعة الامبتوب بتاعي بتاع كل واحدة من النقط دي ماقدرش اعمل الكلام ده اوكي لانها مجموعة كل النقط اللي في الصورة فمعنى كده ان من هنا ما اقدرش اعمل اي حاجة خالص لو جيت انا بقى عملت يعني frequency encoding gradient هيخليلي كل مكان هنا مختلف عن التاني كل مكان هنا بدلا ما كان كله نفس ال frequency لأ بقى frequencies مختلفة بقى هنا omega node plus هنا omega node هنا omega node minus يبقى معنى كده كل واحدة من الكولومز بقى لها دلوقتي different alarm frequency يبقى معنى كده اللي في الاخر هيجيلي كل السيجنال اللي هنا في cosine omega node minus t وكل النقط اللي هنا في cosine omega node t وكل النقط اللي هنا في cosine omega node plus t يبقى معنى كده اطلع لنا سيجنال حاجة بالشكل ده كان نائص cosine omega node minus t زائل 3 cosine omega node t زائل 2 cosine omega node plus t يبقى انا من دول لو انا جيت حللت دي بال inverse free transformation هيطلع لي ان انا عندي هنا الكولوم ده مجموع ناقص واحد والكولوم ده مجموع تلاتة والكولوم ده مجموع اتنين يبقى انا كده ميست بين الكولوم ده والكولوم ده والكولوم ده يبقى انا جبت معلومة زيادة دلوقتي ما هياش كافية قام انا بس على القال دلوقتي بقى فعلا المجموع ده عندي والمجموع ده عندي والمجموع ده عندي فدي اول خطوة اللي هي الجزء بتاع محتاجين بقى الخطوة بتاعة عشان تفرق لنا بقى بيه في الدمينشن اللي هو الفاضل الدمينشن اللي هو بتاع ال y ده نقدر نفرق بينه وبين بعضيه ازاي الفكرة السيئة بتاعت الفيزي انكودينج الحقيقة معتمدة على ال two dimension for a transform انا دلوقتي لما جيت عملت ال frequency encoding ال equation بتاعتي كانت كده اوكي لما جاشوف ال equation دي فين من ال two dimension for a transform هلاقي ان انا basically يعني الترم بتاع ال ky for a ده ده لو طلعته برا ال integration ده هيبقى فعلا بيحقق لي الحاجة التانية اللي انا محتاجة عشان اجيب بقى الايه ال two dimension for a transform اللي انا محتاجه اوكي فدلوقتي بيحتاج عشان اعمل بقى الجزء ده عشان اكمل الشكل بتاع two dimension for a transformation ده وبالتالي زي ما كنت بقول في ال for a transformation لو عرفت ال for a transformation اقدر اجيب ال signal او اقدر اجيب الصورة اوكي لان العلاقة بينهم يبقى معنا كده لازم الاقي طريقة ان انا احط ده في الايه في الايكويجن بتاعتي لو احنا بصينا على الشكل اللي موجود هنا دوت وبصيت على الجزء بتاع ال acquisition اللي هنا دوت الجزء دوت كنا بنحط gradient في اثناء ما احنا بنعمل collection لل data طب ده نحطه ازاي الفكرة بقى ان هنا اا ما اقدرش ان انا احطه في نفس الوقت الحقيقة لان انا لو حطيت الاثنين في نفس الوقت هيبقى في الاخر هو شايف ال effective gradient اللي هو مجموعة الاثنين فeffective لي مش اقدر اينكودي غير في dimension واحد بستعمال ال frequency encoding انما هنا لو انا قلت ان انا عايز اقوائر عند كي واي معينة طب انا ممكن اعمل كده ممكن احط هنا فيز معتمد على اه يعني قيمة الكي واي ده انا عاوزها دي بكام يعني اقوائر دي بقى كي واي اتا تايم يعني كل مرة اقوائر سنجل كي واي ويبقى هنا بدل ما كان عندي دي حاجة لا تتبقى ديسكريت هتبقى معتمد على value محددة الكي واي لو فرضا احطيت هنا كي واي بتساوي صف ايه اللي هيحصل هنا كي واي بتساوي صفر معناها ايه معناها ان دي بتساوي صفر يما معناها جزء ده كله هنا يساوي واحد يبقى معنا كده فعليا اللي هيجي لي هو النتيجة بتاعت هي اللي هي اللي تبقى موجودة طبعا نفتكر ان احنا بناخد بدينا بتاع بتاعتنا اوكي فدي طبعا هي فعلا بتدي النقطة دي يعني لما انا حطيت دي هنا بزيرو جابت لي فعلا الحاجة المقابلة للزيرو فريقونسي او زيرو سبيشل فريقونسي بتاع الايه بتاع الواي داركشن لما حط values تانية هنا بقى يبقى معناها انا بحط هنا phase term مختلف في الايه في المكان ده الفيز ترم ده نقدر نحطه عن طريق ان احنا نخلي في عندنا gradient في اتجاه الواي نخليه يعمل precession لوقت معين او نخليه لف شوية وبعد كده نشيله قبل ما نعمل الاكوزيشن الكلام ده نعمله ازاي خلينا نبص عليه مع بعض في السيكونس السيكونس بتاعنا زي ما كنت بقول بحط فيه جي واي يعني additional free يعني pulse كده بتاع gradient جي واي اه في اي مكان ممكن نحطه هنا ممكن نحطه هنا بس اهم حاجة قبل جزء بتاع الاكوزيشن قبل نحط جزء اللي هو بتاع الجي واي الجزء بتاع الجي اكس قبل ما نحط الجي اكس اللي هو جزء اللي ها acquire فيه signal بتاعتي او ها form في الايكو بتاعي بحط الايه اجريديا بتاع الايه بتاع الواي ده هنا لما بعمل ده هنا كده اللي بيحصل ان هو بيخلي فيه variation في الارمور فريكونسي بين الديفرنت واي اه كومبوننتز يعني كل واي هيبقى لها ديفرنت لارمور فريكونسي لو خليت دي شورت يبقى معنى كده كل واحدة فيه اكوميليت فيز مقابل للواي بوزيشن بتاعها بكامل فيبقى معنى كده لما اقليجت الديتا بتاعتي هنا ها اقليجت الديتا دي بفريكونسي مؤتمد على المكان نتيجة لوجود Gx وPhase مؤتمد على المكان function في Gy والكلام ده ممكن أكرره عن different values Gy عشان أكلكت different values of Ky في الإكواجن بتاع 2Damension Free Transform فيبقى معنى كده أن أنا دلوقتي عملت encoding للx position بتاعي عن طريق الفريقونسي وعملت encoding للy position بتاعي عن طريق الفيز المثال بقى لهذه هنا هيبقى نفس المثال اللي أنا كنت بكلم عليه قبل كده بس دلوقتي هيحط بقى فيه الجزء بتاع الفيز encoding كمان فدلوقتي احنا حطينا هنا ده الشكل اللي هو من غير ما يكون فيه أي حاجة خالص من غير ما يكون فيه أي encoding خالص زي ما احنا شايفين كده ما فيش أي حاجة حصل كلهم في نفس الاتجاه لو حطيت أنا gradient في ال Y هلاقي ان أنا هيبقى فيه عني تغيير في الفيز depending على بتاعي هنا فين لأننا دلوقتي لو كنت هنا هيبقى ماشي بسرعة اكبر يبقى معنى كده هكليكت فيز اكبر لو لو هنا ما فيش فيز عن هنا خالص ان هنا فيه زيرو جريدينت الزيرو بتاعي جريدينت هنا في الجزء ده هيبقى فيه negative value يبقى معنى كده هيبقى السبيب بتاعتي يقل يبقى ايه الفيز بتاعي هيبقى هنا فبالشكل ده لقيت عندي في اتجاه ال Y في الفيز معتمد تماما على قيمة قيمة ال GY بتساوي كام ومعتمد على ال position بتاعي فين اوكي لو انا بصيت على السيجنال بتاعتي بقى اوكي السيجنال بتاعتي هيبقى عندي كل واحدة من دول هيبقى لها theta او ملهاش او لها minus theta حسب ال position بتاعها بيساوي كام ففي الاخر هيطلع لي الشكل بتاعي لما apply بقى كمان ال GX كمان في نفس الوقت في جزء بتاع ال acquisition هلاقي ان انا دلوقتي بقى عندي كل نقطة لها يونيك يعني frequency phase combination يعني مثلا النقطة دي هلاقي عندها اوميجا نوت بلاس و120 درجة phase هل في نقطة تانية هنا لها برضو اوميجا نوت بلاس و120 درجة لا مافيش النقطة دي اوميجا نوت بس و120 درجة والنقطة دي اوميجا نوت بلاس بس ماينوس 120 فمعنى كده ان انا لو عملت ال collection لل data بتاعتي وبصيت على السيجنال بتاعتي وبصيت على الماجنيتود هتديه ال intensity بتاعت الصورة اوكي اللي هي نفس الصور نفس اللي هي الصورة مفوضة بقى فيها ايه لو بصيت على frequency هتقول لي مكان النقطة دي في ال x فين لو بصيت على phase هتقول لي مكان النقطة دي في ال y فين فيبقى معنى كده ان انا السيجنال اللي جاتت دلوقتي اقدر منها reconstruct صورة فقدر دلوقتي اعرف ال x وال y لكل واحدة من ال intensity جاية دي كام وقدر ايه اعمل لها يعني positioning في الصورة بتاعتي بشكل مزبوط الحاجة اللي لازم ناخد بالنا كويس قوي منها في phase encoding ان احنا عندنا كل مرة بنعمل phase encoding ب value معينة بحتاج اعمل rf acquisition بحتاج اعمل acquisition مرة يعني بحتاج rf pulse فمعنى كده ان ال acquisition time بتاعي بيبقى معتمد عن number of phase encoding steps times tr بتاعتي بتساوي كام اذا احنا بصناها هنا في ال equation بتاعتنا كده احنا تفعل ان الجز ده بيبقى continuous free transformation فده مش محتاج وقت ده بي acquire single acquisition انما جزء ده انا كل مرة بحط different key يعني ببتدي هنا مثلا كي واي بتساوي مثلا ناقص 128 غاية مثلا ناقص 127 غاية zero وافضل ماشي واحد اتنين ثلاثة غاية 128 عشان اقوائر 1650 step كل مرة بحط key معينة عايز اعمل لها acquisition بحتاج ان انا احط هنا value للجي واي معينة عشان تجيب لي ال key اللي انا محتاجها دي ومحتاج ان انا اعمل collection ايه ل complete FID او complete span echo عشان يعمل الكلام ده فمعنى كده ان كل ما انا زودت عدد phase encoding steps كل مكان الوقت ال acquisition بتاع بيبقى اطول وتاني نلاحظ برضو ان احنا عندنا يعني basic احنا هنا بنخلي كل pixel coded بدستينكت فريكوانسي ودستينكت فاز فمعنى كده ان احنا نقدر نميز او نعمل discrimination special encoding للايه لكل واحدة من النقط الموجودة عندنا جوه البلين اللي احنا عملنا له selection في السلايز بتاعي فلو احنا نحبنا بقى نحط pulse sequence the gram كله على بعضه في ال acquisition basicly احنا بنحط هنا 90 degree pulse او احنا عندنا spin echo sequence بيبقى عندي هنا slice selection gradient ممكن احطه هنا بيبقى عندي بقى جوز بتاعي بيبقى عندي بقى جوز بتاعي احطه في جوز اللي انا بقى فيه acquisition في نفس الوقت اللي بيجي في ال echo لو عندي spin echo يبقى معنى هنا باخد هنا tau هنا tau كمان يبقى باخد ايه collection لل echo بتاعي عند twice tau انا ممكن اشيل دول كلهم كده وحط مكانهم 90 degrees وخلاص ويبقى هو ده الايه اللي هو ال saturation او pulsar saturation sequence ونفس الكلام هو بالظبط الحاجة اللي موجودة هنا دي اللي هي negative loop دي دي بنسميها refocusing gradient هي هدفها ان هو يعني الناس بتقول ان احنا عندنا من theory يعني او من practical experiments هنلاقي ان احنا عندنا face بتاعنا بيبقى zero بالظبط في نص ال rf pulse فهو فعلا لو احنا حطينا gradient بتاع gz يعني بطول rf pulse كلها هنلاقي ان احنا عندنا في نص نص ال gradient دوت عمل accumulation phase في السلايز بتاعتي وال phase ده موجود مفيد لانه بيخلي الايه اقل فانا بحط second يعني في عندي loop كده بتاع refocusing loop بتبقى نص دي بالظبط يعني اشوف دي كام وحطت نص زيها هنا بالظبط اوكي فدي بتعمل لي refocusing للايه بسمعها refocusing gradient اوكي زي ما احنا شايفين هنا كده اوكي فدي الحاجة الاولانية الحاجة التانية في 180 degrees نتيجة لانها كبيرة قوي وطبعا ممكن يعني عشان ن implement 180 degrees على فكرة فيها بعض الصعوبات وفيه area كبيرة الحقيقة اسمها RF false design فما هيش بالبساطة دي نحنا نعمل flipping يعني لاي انجل فبقى عندنا غالبا imperfections فاللي بيحسن بيحطوا هنا حاجة قابليها وحاجة بعديها بيسموها crusher gradient crusher gradient دي اللي احنا شايفينه هنا دي هدفها ان هي تحسن لي بتاع 180 degrees عشان تخليها يعني لو انا عايزة حاجة معينة زي 90 degrees مثلا تخلي دي اوكي فدي حاجة برضو مفيدة جدا بتبقى الناس بيستعملها practical يعني من غير ما نخش في التفاصيل بتاعتها theoretical اللي بقى عارفين برضو ان هي هدفها ان هي تحسن لي للحاجات بتاعت 180 degrees فليب انجلز الكبيرة نفس الحاجة هي هي برضو بنلاقيها عندنا في الجي اكس في التجاه الجي اكس بدلا ما بنحط كده وخلاص لان هممكن نحط الاول ولما نيجي نعمل بعد كده نحط ونحط دي برضو ابارة على النص دي لان برضو بنعتبر ان النص الايكو بالزبط ده بيبقى عنده زيرو فيز فمعنا كده لو احنا حطينا هنا منقابليها والغاية بعدها كده وخلاص احنا هنا بالاكيميلات فيز فلما بحط هنا باكيميلات فيز معين وبعد كده برجع عوضو هنا بحيس عند النقطة دي بالزبط فده برضو نفس الكلام بالزبط دي حاجة مفيدة جدا برضو بالنسبالنا علشان نقدر نحنا نحسن الاكوزيشن بتاعنا هي اكشولي لما ديجي نفهم الكيس بيس بيتعامل ازاي هنلاقي انها فعلا لها منطق واضح جدا في الجزء ده عشان نفهم الاكوزيشن بتاعنا بنفهمه عن طريق كونسب بتاع الكيس بيس الكيس بيس هو باي ديفينيشن هو الفوريه دومين مفيش اي اختلاف خالص اختلاف خالص هنلاقي ان احنا فيه ضريف جدا بين الحاجة اللي احنا بنعملها اكوزيشن وبين الكيس بيس دوت هنلاقي السيجنال اللي احنا بنعملها اكوزيشن دي هي بايسيكلي عباره عن رو جوه الكيس بيس بتاعي او جوه الوريه ترانسفومي بتاع الصورة بتاعتي يعني بمعنى هي بتعبأي عن الرو ده بيتحط فين بقى بيعتمد الـ frequency encoding او الـ phase encoding بتاعي فين بالزبط يعني هنا انا بحط الـ phase encoding بتاعي بكذا قيمة كل واحدة من القيم دي ممكن احطها بالشكل ده كده اساسي باين اني في عندي كذا قيمة اكتشولي فلما بخطها negative g مسلا يبقى معناه ان انا باخد الـ column او باخد الـ row اللي في الاخر خالص اللي تحت خالص ده لما بحطها positive maximum باخد الـ row اللي فوق خالص ده مين بقى النقطة دي وبين النقطة دي انا باخد كل الخطوط اللي موجودة عندي في الكي سبيس او في الفريقونسي دومين بتاع الصورة بتاعتي. وانس ان انا عملت كليكشن للكي سبيس كله اقدر عمله انفرس فوري ترانسوميش انشان احصل على الصورة. فباسيكلي عندنا هنا في النقطة اللي هو في الديمانشن ده كده ده عبارة عن الكي اكس دايمانشن اللي هو الرو ده كي اكس. والكولوم ده عبارة عن الكي واي. هنلاقي ان احنا هنا احنا هنا بنكليكت على مجرد ان احنا بنعمل للاكو سواء كان او سواء كان ايه كان سبين اكو. يعني باسيكلي احنا بنعمل هنا للمرحلة دي كلها بتبقى في حلال مثلا بنكلم على ميلي ساكنز. انما لما بتكلم على الجزء اللي هو بتاع الفرق بين كل واحد والتاني تي ار. يبقى معنى كده احنا باسيكلي الوقت اللي بيبقى عندنا بيبقى من اول هنا لغاية هنا. يعني بمعنى ان انا بتكلم على من اول هنا لغاية هنا دوت. اوكي? يعني بتاعي بتاعي بيعتمد على عدد الروز كام ما بيعتمدش على عدد الكولومز كام. يعني في الديمانشن ده كده اقدر عمل سامبليك زي ما انا عاوز. الديمانشن التاني بتاعي فيه مكلف. يعني كل سامبل فيه او كل رو فيه بيكلفني تي ار. وتي ار زي ما شفنا من شوية ممكن يبقى حاجات مثلا زي يعني معنى كده لو انا زودت مسلا ميت ميت رو مسلا يبقى معنى كده زودت ميت ساكند يعني بتكلم على اولموست ديتين زي هذا. فطبعا ده بيبقى مكلف بالنسبة لي وازم اخد الكلام ده في اعتباري وانا بديزايني سيكونس بتاعي او انا بحدد انا هعمل سكارينج للبيشن بتاعي ده ازاي. فباسيكلي زي ما كنت بقول عندنا الكي سبيس هو الديتا سبيس يعني هو ناتشورالي كده السيجنال اللي بتجيلي دي عبارة عن رو جوه الكي سبيس بتاعي اوكي فاحنا باسيك عندنا الكي اكس والكي واي بيتحدده ازاي بقى ممكن نحددهم باكويجنز في منطقة البساطة ان احنا عندنا الكي اكس هي الانتجريشن بتاع الجي اكس من اول البداية خالص غاية تي البداية دي معناها بعد الارف بالصة على طول اوكي والكي واي عبارة عن انتجريشن من زيرو غاية تي الجي واي اوكي فمعنى كده انني عشان احدد مكاني في الكي سبيس عشان عرف النقطة الحالية اللي عندي مكانها فين بعمل انتجريشن ده عشان نشوف مكان النقطة بتاعتي فين عشان اقدر اعمل الديتا بتاعتي مع الكي سبيس بتاعي بطريقة مزبوطة فمعنى كده ان انا لو عندي مسلا الجي اكس ده عبارة عن بلس كده هلاقي انها فعلا بتمشي بشكل لينير اوكي نتيجة ان بغاية باي هرينة بقى انتجريت بص. يعني هنا بقى الجوزء ده دي بتبقي Dia بلس. والبلس دي بتبقى قبل الاكوزيشن اصلا. فمعنى كده انها بتبقى اكيميليتد كلها. يعني يبقى دي كلها. حسب الجي واي بتساوي كام. وتبقى لها قيمة ثابتة. لما باجي بعد كده باكولكت بقى في الفريكوانسي انكودينك بتبقى فيز سوبر امبورز على الايه? سوبر امبورز على على السيجنال بتاعتي. وطبعا هنا كل ما احب اغير الكي واي بغير الجريديان بتاعي بحيس في الاخر يبقى الانتجريشن بتاعي ده بيختلف. الكي سبيس نفسه بقى. لو احنا بصنا عليه هنلاقي عندنا هنا زي اي فريكوانسي يعني سبيس في الدنيا. هيبقى عندي هنا ستاب دلتا كي اكس. الريزولوشن بتاعتي في الكي سبيس. وفي عندي باندويت بقى اللي هو كي اكس ماكسما بتاعي. او الباندويت بتاعي في الاكس بتاعي بيساوي كام. ده لما بروح للامج سبيس. اوكي? الكلام ده بيبقى في الاخر صورة. والصورة دي لها ستاب دلتا اكس. او ريزولوشن دلتا اكس. وفي عندي بقى المسافة بتاعت الصورة نفسها او بتاع الصورة نفسه بسميه الفيلدوف فيو اكس. اوكي? نفس الكلام بالنسبة للواي. دلتا كي واي. وبردو باندويت واي برضو مقابل الدلتا واي والفيلدوف فيو واي. اوكي? بيبقى في علاقات مشهورة جدا جاينا من الفوري ترانسوميشن بقى. ان انا في عندي حاجات بتتقلب في الفريكوانسي دومين. يعني لما بتكلم عالباندويت بتاعي. كل ما الباندويت بتاعي كبر كل ما السيجنل بتاعتي ايه? كل ما السيجنل بتاعتي بضغطت. يعني لما بعمل كومبريشن للسيجنل بتاعتي في دومين بتروح الناحية التانية تبقى اكسباندد. والعاكس صحيح. فلاقي عندي العلاقات الاساسية بتاعت الفريكوانسي او بتاعت الفوري دومين. ان عندي الدلتا كي اكس باي ديفينيشن بتساوي واحد على فيلدو فيو اكس. اوكي? وكي اكس اللي هي الماكس ما نفس الكلام بالنسبة لناحية التانية الدلتا اكس اللي هي موجودة في الامج بقى. هي عبارة عن واحد على كي اكس اللي هي الباندويت بتاعي هنا بيساوي كام. اوكي? فالعلاقات دي علاقات اساسية جدا. وبتربط لي العلاقة بين الكي سبيس وبين الامج. انا بالنسبة لي وانا بعمل او الطبيب هو بيعمل او 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 ما بنبقاش بنفكر في كي سبيس. احنا نفكر في الصورة. فهدلوقتي بفكر في الصورة ان الفيلدو فيو بتاعها هي بمسلا عشرين سنتي فعشرين سنتي. بفكر في ان انا عايز بتاعتي تبقى مثلا حاجة معينة. يعني مثلا الصورة تبقى مئة تمائمين عشرين في مئة تمائمين عشرين او متنستة خمسين في مئة تمامين عشرين. وده لأساس كده بيتحدد منها على طول فورا الدلتا اكس بتاعي بيساوي كام? لان هي بتساوي الفيلدو فيو على عدد النقط. اوكي? فبالتالي احنا عايزين يترانسليت الكلام ده بقى لإيه? لطريقة سامبلينج في كي سبيس. ونفس الكلام بالنسبة للواي داركشن هو نفس الكلام بالنسبة للاكس هو نفس الكلام بالنسبة للاي يعني دلتا كي واي بتساوي واحد على فيلدو فيو واي وهكزا. اوكي? فاحنا دلوقتي عاوزين بقى نستعمل الحاجات دي عشان في الاخر نوبتمايز الاكوزيشن بتاعنا يبقى عامل ازاي? فاحنا بايسيك لاندي مجموعة في الامر اي اللي هي اللي بيحدد لي ولو احنا بستعمل عندنا اللي عشان نعمل لحاجة بلي بقى تي برضو جميع موجودة فية طبعا بتبقى مهمة علشان ايه يعني اختيارها برضو بيفرق معايا في الصورة بتبقى عاملة ازاي? لو بكلم على يعني انا دلوقتي بغطي مساحة دي من البيشنت او وبغطي فوليوم قديم من البيشن بيعتمد على حاكتين الدلتا زي ليه اللي هي السلايس تيكنس والانتا السلايس جاب هي عبارة عن ايه لازم احدد للاتنين دول طبعا عدد السلايس كمان بيبقى مهم انا عايز اخد كم سلايس دي مهم بالنسبة بقى للجزء بتاع الريزولوشن انا عايز احدد الفيلدوف يو بتاعي كام الفيلدوف يو بتاعي في ال اكس وفي الواي بكام العدد النقط في ال اكس وفي الواي بكام في عندنا حاجة اسمها number of excitation دي معناها ان انا باخد السيجنال بتاعتي كم مرة دي باخد السيجنال بتاعتي كم مرة عشان اعمل عشان في الاخر السيجنال بتاعتي تتحسن يعني دي عبارة ان انا بعمل نفس الحاجة هي هي مرتين مثلا وافرج المرتين دول هو انا بسامبل اد ايه في الايه في ال اكس وطبعا في ال اكس دا بيبقى السيجنال بتاعته هي عبارة عن او 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 ال ايه او الاسمان ايكو. فحسب انا بسامبل السيجنا دي بكيام بيبقى الباندويت بتاع ده بيتحدد. ده بيحدد للنويز بيسيكلي. احنا عارفين لما احنا بنعمل احنا بنعمل عالي. بيبقى عندنا النويز بتاعتنا بتبقى اعلى شوية. لان احنا عملنا يعني غطينا جزء من من يعني بيبقى اكبر شوية. فاحنا عارفين ممتدة في كل حتة. فكل ما كبرت الباندويت بتاعي كل ما الواد جاوش النويز بتاعتي زادت. جزء من الابنين دول بقد راح حدد دلتا اكس و دلتا واي زي ما انا قلت. يعني دلتا اكس عبارة عن فيلد فيو اكس على ان اكس. دلتا واي عبارة عن فيلد فيو واي على ان واي. وفي الاخر دول كلهم بقى نوع علاقة بالسيجن ترونيز ريشو زي ما هنشوف بعد شوية اصغيرين في اللي بتحدد لنا سيجن ترونيز ريشو بتساوي كم. بعد ما انا حددت دول ممكن احسب انهم بقى مجموعة حاجات. السيجن ترونيز ريشو بكام. السكان تايم بتاعي بكام. الكافراج بتاعي انا غطيت مساحة ادي ايه في البيشنت. الريزولوشن بتاعتي جوه البلين بكام. الكونترس بتاعي بتاعي بتاع الصورة هو عبارة عن ايه. الاني نوع. لو بكلم بقى البرامتر اوبتومايزاشن. هبتدي اول حاجة اتكلم مع السيجن ترونيز ريشو. احنا باسيكلي السيجنال بتاعتنا عبارة عن حاجة معتمدة على العدد الموجودة. فبالتالي بتعتمد على الايه? بتعتمد على يعني الفوليوم بتاع البيكسل بتاعتي ايه او الفوكسل بتاعتي بمقى انا صح. بكلم عن حاجة بقى ان لها اا او لها دايمينشن في دلتا اكس في دلتا واي. ولها ثيكنز دلتا زيد ايه عبارة عن سلايس ثيكنز. فدي باسيكلي بتحدد لنا السيجنال بتاعتنا عبارة عن ايه? بقيت الحاجات التانية الحقيقة بتحدد لنا النويز بتاعتنا عامل ازاي? اوكي? الباندويت بداياتا كل ما كبر كل ما زود لنا النويز. فالباندويت ده هيبقى ايه تناسب عكسي. وهنلاقي ان احنا عندنا النمبر اللي بنعمل بهم والنمبر نتيجة نحن نعمل كزا اكوزيشن. والكزا اكوزيشن دول مختلفين. فمعنا كده نويز بداياته مختلفة. فمعنا كده لما نعمل هنزود حاجات على بعض كلها فيها نويز ما هياش فمعنا كده في الاخر هتحسن لنا. يعني كل حاجة بتطول لنا في الوقت. يعني لو احنا طولنا الاكوزيشن سواء باستعمال فيزين كونينج ستبس اكتر. او عملنا number of excitations اكتر. بتحسن لنا او بتعمل لنا او بيحسن لنا او بيعمل ان هو يقلل لنا النويز. فنلاقي ان احنا في الاخر جزء اللي برا ده اللي هو علاقة بالفوكسل سايز. ده بيمثل لنا السيجنال بارت. وبقية الحاجات التانية دي بتمثل لنا يعني كل دول او بيمثل لنا بتاعنا ودي بتمثل لنا النويز بتاعتنا عامل ازاي. طبعا انا حاطت هنا ان زي كمان. اوكي? نتيجة ان احنا ممكن نعمل في زي كمان على الفكرة بايداوية. احنا عملنا في اتجاه الزي. فلو عملنا في اتجاه الزي بان rendي دي تساوا واحد ان زي بتساوا واحد. انما انا ممكن انا اقوائر الا السلايس بتاعتي في سي داركشن. ان انا انا نعمل سلايس فيري ثيك واعمل جواها فيزين كوڭين كمان. لان الفيزين كوڭينك اكتر انه ده تربعه في اي عدد من بس طبعا هو مشكلته انه بياخد وقت اطول طبعا. فلو انا بتكلم على يبقى دي بواحد يبقى معنى كده بتاعتي هي عبارة عن ايه? عن الحاجات دي مضعوبة في بعض. فمعنى كده ان انا ممكن انا اخلي تزيد بالقاتي ان انا ازود عشان ايه? عشان اكبر بتاعتي اخلي بتاعتي بتاعت اللي رجعت للزي تبقى كبيرة فمعنى كده ايه? معنى كده ان انا لما باجه اعمل بتعين درجة الاقي ان انا عندي السيجنال بتاعتي ماكسمم في الايه? في الترانسورس بلين. لو قللت التي اي نفس الكلام انا دلوقتي الديكاي اللي بيحصل لي بتاع الترانسورس ريلاكسيشن لو انا منعته. لو انا يعني خدت قبل ما يحصل اي ديكاي خالص اكيد السيجنال بتاعتي هتبقى اكبر. لو انا استعملت لور باندويت في السامبلينج بتاعي بتاع السيجنال بتاعتي برضو ده بيحسن لان هو ده موجود عندي في الايكويجن اهو. لو استعملت او بس اعمل هو فيز انكودينج في اتجاهة زي دارمانشن. يبقى معنى كده خلي الزي دي بتبقى عدد السلايس بتاعتي. فمعنى كده برضو هتحسن لي لذي كل واحدة من دولة هتعمل لي افرجينج. لو زودت النمبر اف اكسيتيشن او نمبر اف افرجز بستعملها. اللي هي دي لو زودتها واضح برضو انا بتزود للسيجنال ريشو. لو انا عملت انكريز برضو للن واي برضو نفس الكلام هحسن لي. لو انا عملت انكريزنج للفوكسل سايز هنا هلاقي ان السيجنال ريشو برضو بتاعتي بيت احسن لان انا ما عندي عدد اللي موجودة عندي هنا بيت اكتر فالسيجنال اللي جايلي منها هتبقى اكتر. طب لما اتكلم عن السيجنال ريزولوشن بقى. اه باسيكلي سيجنال ريزولوشن اه هي المايموم دستنس بتوين يعني دو بوينت عشان نقدر نشوفه النمه دستنكت. فزي ما قلت ان هي عبارة عن الفيلد فيو بتاعنا على النمبر الفيكسل في اي ديمانشن. فمعنى كده بنتكلم على ان احنا عندنا مسلا في الواي يبقى عندنا فيد فيو واي على ان واي. الان اكس وان واي وانزيجنال بسميهم متريك سايز بتاعتي. يعني ما باكلم عليهم باكلم عليهم ان تقول متريك سايز يعني الصورة نفسها هي عبارة عن متريكس. فانا بحدد الميتريكس سايز بتاعيتها بتسوي كم بالارقام دي طبعا ميتريكس سايز بخدها بقى ثري دامنشنال عشان عندي الزي كمان بحيث انا يبقى عندي اتخلين عندي مكعب كده زي مكعب روبك كده بيبقى فيه ثلاثة دايمنشن وكل دايمنشن فيهم له ثيكنس معين او له عدد من نوعات معين بيحددوا لي ميتريكس سايز بتاع بتاع الفوليوم كله باسيكلي لو احنا عايزين هاي الريزولوشن in a given time we have to sacrifice رايشو ليه بقى نفكر كده لو احنا خلينا الكلام دا واضح شوية هنا في المسألة دي هنلاقي ان احنا عندنا كل واحدة دلتا اكس ودلتا واي ودلتا زي نحطها بقى بالقناة بتاعاتها فيلد فيو اكس وفيلد فيو اي وفيلد فيو زي عشان ما يبقاش الكلام دا على الريزولوشن دلوقتي لو احنا بصينا على داعيتنا كده هنلاقي ان احنا عندنا دلوقتي فيه n اكس تحت هنا وفي عندنا الفيلد فيو واي هيبقى فيه عنده n y على n y هنا وفيلد فيو زي هيبقى على n z هنا كان فيه عندي فوق هنا في المكان اللي فوق هنا لو احنا فاكريين في الاكويجن اللي فاتت كان فيه عندي n y وn z لما اسمت على ال n y والn z اللي برا الحاجة اللي تحت ال square root دي بقت واحدة على n y تحت ال square root برضو يبقى معنا كده في الحالة دي بقى لما انا بعلي ال special resolution لما بكبر n y وn z النتيجة ان انا عليتي ال resolution بنفس الفيلد فيو هو هو نفس الفيلد فيو اكس وفيلد فيو واي وفيلد فيو زي يعني مهمة من الناس بقى لنا طبعا الفيلد فيو واي وفيلد فيو زي واي اكتر يعني لما بخلي دول سابتين وبزود في n y وn z بلاقي ان بتاعتي تقل طبعا احنا ممكن نستنتجها بشكل ابسط شوية ان احنا ممكن نبص على دلتا اكس دلتا واي دلتا زي اللي هي الجزء بتاع السيجنال بتاعنا جزء بتاع السيجنال بتاعنا ده هقل جامد جدا لما يحصل ان احنا نقلل ايه نقلل يعني نقلل بتاعها كل ما بتاعها كل ما هي قلل بشكل كبير قوي وهي بتتناسب مع زي ما احنا شايفين هنا بتتناسب مع واحد على واحد على n y واحد على n z فالواحد على n y دي هتشلنا ال square root of n y الموجودة اه كانت موجودة قبل كده وتخلينا واحدة على square root of n y تحت فيبقى معنا كده احنا لما بنقبل n y buy d for a given field of view يبقى معنا كده احنا بنقللити signeям trains ratio ال passage or the scan time بتاعنا ممكن احنا نبص عليه اا با 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 من قبل كده ان هو عباره عن عدد ال acquisitions ضاعت احنا نعملها عشان نا اكواير key space انتفقنا ان الجزء بتاع الك اكس لهو الحوديد بالاش لان احنا بن87结 groups الان جزء بقى هو بين كل row والتاني اللي هو في ال case space هو ده اللي بياخد لنا وقت. فالscan time هو عبارة عن TR times NY number of phase encoding steps في ال Y times NZ لديه number of encoding steps في الايه? في الزي. لو احنا عندنا phase encoding في التجاه الزي. لو احنا عندنا slice selection في التجاه الزي يبقى دي بتساوي واحد. الكلام ده كله multiplied طبعا بالnumber of excitations لديه number of averages. يعني لو انا بقى عمل averaging باتنين يبقى معنا كده بقى acquire نفس الفوليوم مرتين يبقى معنا كده scan time بتاعي بيبقى الضعف. فلو احنا عندنا multiple slice sequence بقى. احنا ممكن اكش نعمل حاجة اللي بنسميها interleaving. يعني لو احنا بنعمل multiple slice مش في التجاه الزي. ممكن احنا ناخد في نفس TR ممكن ناخد عدد من slices مش slice واحدة. نتيجة ان انا دلوقتي كل slice من slices اللي عندي موجودة في مكان مختلف. فانا ممكن اكشوري ان انا اخلص الفولي بتاعتي اللي هي بتسلاكت slice مسا يعني اقات واحد سنتي. واكسايت بعد كده على طول ارف فالس. تعملي excitation لسلايس عند اتنين سنتي. فيبقى معنى كده انا بقى اكوال الاتنين almost بانترليفين كده بحيس ان هما الاتنين ما ياخدوش وقت. فانا اكشوري ممكن وذين نفس TR اعمل selection او اعمل acquisition العدد بيساوي TR على T slices approximately يعني. اوكي? فمعنى كده ان انا يعني ايه يعني ممكن ان انا استغل بقى المالتي سايز اكوزيشن ده ان انا اوبتمايز بتاعي بحيس ان انا لو عندي TR كبيرة استغل الكلام ده ان انا اخد عدد كبير من اللي سلايسز ووفر على نفس الوقت بتاع اللي هو بحتاجه علشان اا اا كل سلايس على حد. في بعض الاجزامبلز برضو ممكن احنا نتعرض ليها يعني اا لو احنا مسلا خلينا اف و في كونستان بتاعتنا وبنزود ان واي. يبقى معنى كده احنا هل هنزود ولا هنقل للسن اوار? هنستعيل لنا من شوية في جزء بتاع الريزولوشن امبروفمنت هنلاقي اكشن احنا الاس ان اوار بتاعتنا هتقل. لو احنا اا زودنا الان واي. والفيلد فيو كونستانت اكشولي يبقى معنى كده الايه? السيجنة تونيز ريشو هتقل. لو احنا بنزود ان واي وبنزود نفس الاف و بي بنفس النسبة. اوكي? يبقى معنى كده انا بعمل ايه? انا هزواتي بزود الفيلد فيو بتاعي بنفس الريزولوشن اهي هي هي ماتغيرتش. يبقى معنى كده هلاقي ان انا عندي الأن واي هي اللي موجودة والاف و في مش هيبقى موجود ساعتها, ساعتها بتاعتي هتزيد. لان انا زودت عدد ايه? الفيز تونيز وفي magnets وفلوقت نفسه الريزولوشن دلتا وي نفسها ثبتة لاء الريزولوشن بتاعت الاي ماتغيرتش. اوكي؟ فلما زودت الفيلد فيو والبيكسل نفسها picks يعني دلتا واي فكسد. يبقى معنى كده هيزيد بس الاكوزيشن تايم في نفس الوقت هيزيد طب لو انا زودت عدد البيكسل انا بقى انكريز الريزولوشن بديكريز السيجن التو نوز ريشو زي ما انا قلت النوز بتزيد او السيجنال بتاعتنا بتقل وفي نفس الوقت الاسكان تايم طبعا بيزيد نتيجة ان انا زودت الايه زودت الان وي ننتقل دلوقتي بقى احنا نتكلم على الفيزيكال يعني كاركتوريستيكس بقى مكناة الامور اي بازاتها كالالكومبوننت اسوحها احنا بداية الامور ايه تحتوي على كذا من kun pleasant الجزء احنا شفناه في الصورة الاولينية خالص عبارة عن الجزء يهدينا Dragnet جزء الكبير ده اللي احنا شفناه كان عباره عن الماجنت وافيه قدامه دي بتيبقى موجوده فقوده né بايك في عندنا عدد من الكوز Fiستعماله عشان دولوا نقاط نقلاجة بهم الـ data بتاعتgasp لنا الوقتي في انواع الماغنس المختلفة بيبقى فيها الكمبيوتر كابينتز كده بيبقى فيها الكمبيوتر بتاع الركونسطراكشن وبيبقى عندنا اوبريتور كونسول بيبقى موجود علشان التكنيشن يقضى عليه ويشغل المكينة دي يختار السيكونس اللي عايز يعمله سكانينج ويختار برضو البرامترز اللي هي TR و T كل البرامترز اللي كلمنا عليها دي يختارها علشان يقدر يسيلكت هيعمل ايه بالضبط بيبقى فيها عندها طبعا باور سابلاي بتاع كل الاجزاء بتاعت المكينة دي بيبقى فيه طبعا الفرونت اند هاردوير بتاعنا اللي هو الجزء بتاع راديو فريكونسي إلكترونيكس اللي هو الجزء بقى هو ده جزء اللي بيبعت الرف بلس وهو ده اللي بياخد السيجنال بعد كده ويعمل لها امبليفكيشن عشان بعد كده يحول لها ديجيطال عشان يبعتها الكمبيوتر عشان يعملها بيفي عندنا حاجة اسمها ديجنوستيك ساتيلايت كونسول ده باره عن ديس بلاي تاني كده او تانية بحيس الدكتور يقدر يقعد عليها ويقدر يشخص منها لان دكتور بيشخص من على من على المونيتور الافلام ماياش في الامور اي لان في حاجة كتيرة جدا يقدر يعملها على الصورة ويقدر يقاسها من على الصورة صعبة او نعملها من على الفيلم عادة لما بني نعمل مثلا لو فرضا مسلا دكتور خلاص شخص وعايز يطلع تقريب بتاعه بيطبع الصورة نفسها على ليزر كاميرا بحيس يطلع على فيلم عشان يقدر بعد كده لو المريض ده عايز ياخد الريبورت بتاعه وياخد معاه الصورة عشان يوريها للفيزيشن اللي هو عمله الريفيرل بيبقى معاه الكلام ده على فيلم طالع من ليزر كاميرا دي الاول حاجة عايزين اعرفها هي ده بيتعامل ازاي عندنا اكشوالي تلاتة تكنولوجيز الناس بتستعملهم النهاردة عشان يعملوا البي زيرو الفيرمنت ماجنت ده عبارة عن ملاطيس دائم يعني زي ما احنا بنعرفه في الدنيا موجود في الدنيا فيه الريزيستيف ماجنت يعني عبارة عن كويل عادي بمشي فيه كارنت عشان يطلع علينا الكتريك فيلد وفيه السوبر كونداكتينج ماجنت اللي هي بتبقى عبارة عن برضو كويل برضو بنفس الطريقة بتاعت الريزيستيف ماجنت بس المستعمل الكويل نفسه مكون من مادة بتبقى سوبر كونداكتب يعني الريزيستانس بتاعتها بتبقى صفر البيرمنت ماجنت اكشوري هو اللي في الاخر بيعملي الاوبن ماجنت اللي احنا شفناه في اول صورة خالص ده بيبقى له كذا الشكل الحقيقة والميزة بتاعه طبعا هو بيبقى اوبن العيب بتاعه الاساسي ان احنا ما نقدرش ان احنا نطلع بيه الماجنتيك فيلد يبقى عالي يعني الحاجة المعتادة مثلا في البيرمنت ماجنت ان هو يبقى مثلا 0.3 تاسلا يعني ما شفناش حاجات اكتر من كده بكتير يعني لو حد قال انه عنده 0.5 تاسلا بيرمنت ماجنت يبقى حاجة ضخمة جدا حاجة كبيرة جدا طبعا ده بيتبني في مكان في مكان المكنة في المكان اللي هو يتحط فيه المكنة وغالبا بيبقى يعني نتيجة ان احنا بنكون الكلام ده عبارة عن حاجات كلها فروا ماجنتيك ماتيريال وبعد كده بنعمل لها فبتفضل ماجنتيز مش محتاجة بعد كده اي سيانة غير حاجات خالص اوكي فطبعا هي فيها ميزة ان ملهاش بس في نفس الوقت ما ينفعش نحطها في ادوار عليا لازم تحط تحت خالص وفي وقت نفس الوقت بيقى برضو بتاعها بيبقى ليل وفي نفس الوقت برضو الهوموجينيتي بتاعت نفسها ودي حاجة مهمة جدا ما بتبقاش بيري بيري هاي بتبقى بيكلم مثلا على حاجات فرينج بتبقى اكبر بكتير جدا من الحاجات اللي هنشوفها في الريزيستيف وفي الفرروماجناتك بالنسبة للريزيستيف ماجنتيز زي ما بقول هو بقى عن كويل كويل ده بيتحط على حاجة كور كده ويبقى الكور دوت مجرد بس انها بمشي الكارنت اللي عندي هنا دوت في الوقت فهو بالؤventional بتاع الفร المنج بنلاقني في عندنا باسيكلي عندنا ماجنتيك فيل في الريشnya di حسب القاعدة بتاعت فلمنج اللي هو الريت هاند فلمنج فاباسيكي يبقى عندنا ماجنتيك فيل في many directions اللي هو مقابل3 كارنتي بتاعي واقدر اتحكم في البي زيرو بتاعتي حسب que sensory اللي انا ماشي ده كام؟ طبعا بمشي هنا المزر珠 عالية جدا معشان نحصل على البي زيرو اللي Turbo عايزينه فطبعا بيبقى عندنا مشكلة ان طبعا استعلاك الجهراء بيبقى ضخم جدا وفي الوقت نفسه احنا بيمشي في كويل ده بيبقى ريزيستف فمعنا كده بيبقى لازم بفيه كولينج للكويل دوت عشان ما يحصلش الهيت اللي طالع من الكويل دوت يعمل اي مشكلة للبيشنت موجود جوه الماجنت او للمكان اللي موجود فيه الماجنت دوت فطبعا هو العيب بتاعه برضو ان هو ما يقدرش نحصل منه على ماجنيتك فيلد كبير احنا ممكن اكشن نطلع زيادة عن كده شوية الناس بتوصل لغاية مسلا واحد تسلا ولا حاجة بس يعني الهوموجيونيتي بتاعت الفيلد نفسها ليه اليونيفومتي بتاعته او التجانس بتاعته عشان يبقى كله زي بعضه في كل الاماكن ما هواش عالي يعني ممكن اماكن تختلف عن اماكن وفي نفس الوقت ما هواش برضو خفيف يعني يعتبر 4000 كيلو اصغر بالتاني طبعا بس برضو يعتبر الى حد ما مش خفيف يعني ولازم طبعا حتة بتاعت الايه الكولينج دي حاجة مهمة جدا علشان نقدر نحنا نمانتين بتاعه من غير ما يكون فيه مشكلة الجزء الاخراني بقى خالص او النوع الثالث هو السوبر كونداكتينج ماجنيتس وده الحقيقة التكنولوجي اللي هي الديت تكنولوجي في الماجنيتس الموجودة حاليا يعني الحقيقة دي معتمدة على وجود مواد زي يعني اللي هي بسموها السوبر كونداكتينج يعني بتبقى لما توصل لدرجة حرارة معينة يعني كريتكال تيمبرتش كده بيبقى في عندها الحقيقة الريزيستنس بتاعت المادة بدلا ما تبقى ماشا لينير اللي كده بتنزل فجأة يعني بتكلم على الكوبر مثلا يفضل ينزل كده فوريفر لغاية زيرو ديكري كالبين انما الحاجات اللي هي السوبر كونداكتينج متيريال بتنزل لغاية درجة حرارة كريتكال كده وتنزل بعد كده عند درجة حوالي تبقى الريزيستنس بقى بالزبط بتساعت صفر او very much close لصفر فطبعا دي عشان نوصل لدرجة حرارة اللي هي القليلة قوي دي بنتطر اننا نحط الكويل بتاعنا ونحط حواليه ليكويد هيليوم وحواليه ليكويد هيليوم ليكويد نايتروجين عشان يبراده وكمان وهو ليكويد هيليوم نحقي درجة حرارة بتبقد هين يا درجة حرارة الكويد هيليوم بيعيه يبقى هنا فيهم مكان هنا الليكويد نايتروجين بอกديه بشوية فانا بحط الكويد هيليوم عشان يبراد الكويل بتاعنا يعني في مكان يبقى ابراد ما يمكن يعني يبرد اللي هو الكويل دير د придرجة حرارة له اقل منти سي ونحط الكويد نايتروجين عشان يبقى عازل dunkه لحد ما بين الهيليوم وبين الايه بين الا تمبراتيا اللي موجوده براه طبعا الكلام ده بيفرق معنا جامج جدا لنانا ممكن امشي كارنس اعلى بكتير فبقدر احصل على حاجات يعني ارقام كبيرة جدا في الماجنيتك فيلد طبعا هو هنا في الكتاب ده كان ما هواش اب تو ديت يعني في عندنا دلوقتي ممكن نوصل لغاية 14 تسلا مسلا اوكي بالسوبر كونداكتين ماجنس بالنسبة الهيومن ابليكيشنز اعتقد ان في حاجات مصرح باستعمال لغاية 9.7 تسلا الحاجات اللي موجودة براكتيكالي في الاستعمال في الكميرشال ماشينز بنتكلم على حاجات ممكن توصل لغاية 3 تسلا يعني ما سمعتش ان في حاجة اكتر من 3 تسلا بس المنتشر قوي هو 1.5 تسلا هو اللي بقى له فترة طويلة قوي موجود بتاعت التسلا يبقى موجود وزي ما احنا شفنا احنا بنختار التسلا الاعلى طبعا بنفضله علشان بتاعتنا بتتناسب مع بتاعتنا بكام الميزة الكبيرة قوي اللي موجودة عندنا في السوبر كونداكتينج ماجنس ان اليونيفورم بتبقى عالي قوي يعني الماجنيتك فيلد بتاعنا اللي بيطلع من السوبر كونداكتينج ماجنس دي بتبقى فير يونيفورم وهوموجينيوس يعني يعني عدد او النسبة بتاعت الخطأ فيه قوليلة قوي يعني بتكلم على من واحد لعشرة بارت سبر ميليون يعني نسبة الخطأ فيه مثلا عشرة في المليون اوكي يعني حاجة طبعا قوليلة جدا 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 وطبعا دي مهمة جدا بالنسبة لنا عشان ما يحصلناش دستورشن في الصورة نتيجة لوجود دستوربانس في الماجنيتك فيلد الوزن بتاعه ما هوش خفيف يعني يعتبر برضو يعني مش مش قوليل بس لازم نعمله حاجة اسمها كريوجينك كولينج اللي هي بنسعمل فيها الليكويد هيليوم وليكويد نايتروجين طبعا الليكويد هيليوم والليكويد نايتروجين مع مشروع خاص دلوقتي والهيليوم الحقيقة يبتدى يبقى فيه مشكلة لانه هو يعتبر زي ايه بقى بنكلم على انه هو ريسورس من الريسورس اللي تنضب في العالم يعني كمية الهيليوم اللي في العالم محدودة واستعمالات اللي هي يعني ناس بيتسعمل فيها الهيليوم الحقيقة كتيرة يعني كلنا طبعا سمعنا على البلونات اللي فيها هيليوم انا بيتكلم على ان بعد شوية الكمية بتاعت الهيليوم اللي موجودة في العالم دي هتبقى قليلة فابتدى الهيليوم يبقى قليل فسعره مش رخيص ابتدى دلوقتي طبعا المهم جدا من نسبالنا انه احنا الهيليوم اللي نحطه دوت مايتبخرش بسرعة فابتدى يبقى فيه دلوقتي واحدة من المواصفات بتاعة الهيليوم التبخر بتاعه بياخد وقت قديه فابتد كان زمان مثلا كندا بياخد سنة يعني لازم كل السنة يتحطي له هيليوم زيادة دلوقتي بقى بنتكلم على سنتين وتلاتة واكتر كمان فطبعا دي واحدة من البرامترز المهمة لان ده واحد من الحاجات اللي ماعتبرها رانين كوست بنسبة للمكنة يعني ما يفعش انها يجيب المكنة اللي وقت حالي ما شغلها وتبقى سعرها رخيص وبلاقي ان انا بعد كده وانا بشغل المكنة دي طول ما انا بشغلها بتصرف معايا فلوس كتيرة لازم ابقى معايا من الاول خالص بلان كده ان انا المكنة دي هدفع فيها كذا وهصرف فيها كذا فخلال مسلا سنتين تلاتة اللي جايب وحط في اعتباري كل الكلام ده عشان نشوف الاكشوال رانين كوست بتاعي عبارة عن ايه لما بتكلم على ماجنة الحقيقة اللي بيحصل فيه فعليا ان انا يعني بجهز السوبر كونداكتين كويل بتاعي دوت وبتدي بعد كده حط له وال compatri時ي بجهز السوبر كبير ويوبعد فامي سmieike حط فجيه بجهز السوبر كرينغ ماانفعش اللي بيحصل ان انا بطلعو بالراحة واحدة 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 بعد عمل اللي ما ابنتى يوصل الماجنة القلي support العشاء الذي بيومشي معايا عن ايه alternative زيرو هلاقي ان الكرنت ده يفضل يمشي من غير ما يبقى فيه اي احتياج ان انا احط power supply من بره فهبيفضل شغال هو بالكرنت اللي انا عملتله ramping up ده وما بقاش فيه اي مشكلة خالص ان هو يستمر بيه بشكل uniform الفترة طويل الحاجة بقى المهمة قوي اللازم معرفها ان فيه catastrophic event اسمه quenching quenching ده معناه ان انا يحصل عندي catastrophic ramp down ان انا انزل بقى من مجاند field اللي هو بي زيرو ده انزل لزيرو بسرعة جديدة اللي بيحصل كالاتي في حاجة زي كده ان انا دلوقتي لما بنزل بالبي زيرو لما يحصل عندي اي لا يسبب لازباب اه في عندي مسلا اي حاجة بشكل ما زودتلي resistance بتاعت الكويل اه ده ممكن يحصل نتيجة مسلا ان انا لو انا فرضا عندي حاجة اه incident مسلا حصلت جوه جوه الماجنت مسلا ان حد مسلا كان معا حاجة فروا ماجنتك ولزقت في الماجنت اوكي لما انا بشد الحاجة دي من جوه الماجنت اوكي ا مش مفروض sean اه ثم اشد الجوه بالراحه اوكي لانا لو شديتها جامد انا بشد اكشوري اجنس الكويل يعني لما بشد حاجة مسبة في الماجنت انا بشد اكشوري اجنس الكويل نفسه فمعنى كدة ان انا لو شديت اجنس الكويل اللي بيحصل فعليا ان انا اااااااااااااااااااا الا spike القويل دوت بيبتدي يسكن شويهة غيرين اوكي لما يسخن شوائك صغيرين يبتدي يتكون فيه resistance صغيرة الريزيستنس صغيرة وفيه عندي كارنة كبير ماشي تبتطي تجينيريت هيت الهيت ده يعمل ايه؟ يزود الريزيستنس كمان اكتر فيحصل عندي بوست فيدباك لوب كده بتوين الهيت وبتوين الريزيستنس اوكي لغاية لما في الاخر خاصه هيت ده يوصل ان هو يبخر للهيليم الموجود كله المشكلة في حاجة زي كده في ايه بقى? ان التبخير بتاع الهيليم ده بيحصل جوه الاوضة فاذا يحصل جوردة القوضة ؟ فعدم يحصل tinhaواصة الدولة اكتر Dave لما يحصل عندي اكسيدنت في اديه دفاع بعد واقع المجرب عندما يكون لديك شكلة المفروض ان اكلم الشركة او ان اعرف الم作ر اللي المفروض اعملها لذلك انا اشد الحاجة دي عشان ما سببشي الخطر اللي ايه هو بتاع الكوينشيك ده ان هو يحصل بالاضافة ان انا لو شدتها بفورس زيادة الحقيقة ممكن من الاخطار اللي تحصل ان انا اعمل دامج للكويل نفسه لو عملت دامج للسوبر كونداكتين كويل يبقى انا بتكلم على دامج مسلا بمليون دولار اوكي يعني ممكن حاجة تكلفني ماجنت نفسه كله والماجنت معاش رخيص معظم بتاع الماكنة بيبقى في الماجنت وده بيكلم على فعلا قرب المليون دولار فعلا يعني فعلى الاقل لو هصلحوا هبتكلم مسلا على برضو مئات الالفات من الدولارات ودي حاجة طبعا رقم بنسبة لاي حد يعتبر غالي فطبعا لازم يبقى بري كيرفول واحنا متعامل مع السوبر كونداكتين ماجنت عشان السيفتي بتاعت البرسونال اللي موجودة اولا وثانيا الكوست بتاع ايه بتاع بتاع التصليح يبقى محدود يبقى يعني بتاعتي في الماكنة الامرعي واحدة من الحاجات اللي لها مية كبيرة الحقيقة برضو لما نبتد نحط الماكنة دي في المستشفى ان احنا نبقى عارفين ان احنا عندنا الماجنت ده لما بيتحط ده ماجنتيك فيلد وماجنتيك فيلد ده بيبقى له شكل الشكل ده بيقل مع المسافة اوكي فطبعا لازم نبقى عارفين البروفايل بتاعنا عامل ازاي علشان انا لازم يعني ما يبقاش عندي مثلا مكان جوه المستشفى متعرد الماجنتيك فيلد عالي ويأثر على الناس او يأثر على الماجنت نفسه فبنبص مثلا احنا عندنا في حاجة اسمها الشيلدينج ماجنت شيلدينج معناه ان انا بحط حاجة تحاولها تقللي الماجنتيك فيلد اللي تطالع بوره الاوضة بتاعت الامرعي فممكن اعمله بكزا طريقة ممكن اكشن متحطش خالص يعني فيه مكان بيتحط من غير شيلدين خالص فيه مكان بيتحط بحاجة اسمها باسيف شيلدينج يعني عبارة عن انا بحط مثلا بانسرت مثلا كيج كده بانسرت مثلا ميتريكس كده في الحيطة وفي السقف وفي الارض وحاجات زي كده بتبقى حاجة يعني اتور كده او بحط شبكة كده من الكوندكتور يعني معمولة بشكل معين كده في الوول بتاع الاوضة كل الاوضة او بعمل اكتف شيلدينج ان انا بحط اكشوري بحط كويل زيادة والكويل زيادة ده بيجنيريت ماجنتيك فيلد خارج الماجنتيك فيلد التاني يعني بيحاول ان هو يضاد الماجنتيك فيلد خارج البور بتاع الماجنتيك فيلد او خارج المكان اللي انا بصور فيه يعني جزء بتاع البيشن ما بيبقاش الكويل ده له افاكت عليه الجزء اللي برا البيشن بقى اللي هو خارج الاوضة او خارج الماجنت نفسه خارج اللي هو الجزء بتاع الماجنت نفسه بيحاول يجنيريت ماجنتيك فيلد يضاده بحيث انه هو في الاخر يبقى النت يقل بسرعة اكتر بكتير من ال passive والايه وفي حاجة ال no shielding فلو انا بصيت مثلا عشان ابقى متخيل برضو المسافات عاملة ازاي كل واحدة من المربعات دي متر في متر اوكي زي ما انا شايف هنا كده لو بتكلم على point five tesla زي ما انت شايفين كده وده المجنب بتاعي كده في ال direction ده المجنب الكفير في ال direction ده كده ده table اهي كده فبنتكلم على ان انا في ال dimension اللي هو العمودي دوت بيبقى عندي 2 متر عشان اوصل لايه الحاجة اللي بسميها five gauss line اوكي لو انا بتكلم على نفس الحاجة هي هي في ال one tesla بكلم على 3 متر اوكي يعني معنى كده المجنب الكفير يعني بيوصل لمسافة ابعد لو بتكلم بقى في ال dimension اللي هو في المجنب نفسه بتكلم هنا على اصلا 3 متر ونص وهنا بكلم على 4 متر ونص اوكي لو بتكلم مسلا على one point five tesla اللي هي very commonly used دلوقتي بتكلم على ال range بتاعي في اتجاه المجنب بتكلم على واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة متر طبعا خمسة متر يبقى في خمسة متر زي الناحية التانية او اكتر كمان اوكي او بتبقى عادة سيمتريك يعني بقى في خمسة متر كده وخمسة متر كده يبقى معناه لو انا عايزة احط القوضة بتاعتي يبقى يبقى عايزة اعمل حاجة تبقى باسيكلي شيلدد يعني او تبقى مثلا بمكانتك فيلد اللي بره يبقى اقل ما يمكن يبقى لازم اعملها على الاقل 10 متر في الدمينشن ده اوكي لو بتكلم على الاتنين تسلا بلايناها اكبر كمان واكبر اوكي لما بستعمل انشيلدد لما بجيب انشيلدد يعني استعمل انشيلدد ماشين يعني احط الماكرة نفسها او القوضة نفسها تبقى انشيلدد بتكلم على فرق مثلا كام من هنا خمسة متر ممكن تبقى ستة سبعة تمانية تمانية ونص متر يعني معنى كده القوضة بتاعتي بدل ما كنت حطها عشرة متر طولها عشرة متر هطره حطها طولها سبعتاشر متر اوكي لو بتكلم على باسيكلي شيلددنج بزود واحد ونص متر يبقى معنى كده ستة ونص متر يبقى معنى كده القوضة بتبقى طولها يزيد تلتاشر متر اوكي علشان يبقى الماغنيتك فيلد بره القوضة دي بقى سيف اوكي فكل الرسومات دي هي فيها تراجكتوري بتاع السيف 5 جاوس line اللي هو بوينت فايف ميلي تاسلا لان هو الفايف جاوس دي ناس تعارفت ان هو ده السيف لابل بتاع الماغنيتك فيلد ان هو ما يقزيش حد او ما يعملش اي اا سايد افتاكتس مسلا ممكن اتأثر علي اوكي فده يدينا دياجرام مهم جدا ان انا لو عندي ماغنيتك ااا يعني عندي ماغنيتك معين اشوف الديزاين بتاع القوضة بتاعته مفروض تبقى كام في كام يعني مثلا 1.5 تسلا عندي 1 2 3 4 5 الربط ناحية التانية بعشرة في الدميش الناحية التانية 1 2 3 ونص يبقى معنا كده سبع متر يبقى 10 متر في سبع متر للقوضة بتاعت الايه بتاعت ال 1.5 تسلا اللي في عندنا حاجة اسمها دي من منها بقى حاجة اسمها الشيم كويل شيم كويل ده عبارة عن اه يعني بمعنى ان انا لو عندي اه مثلا اه ماجنيت كبير قوي عشان اعمل له تريمينج في اماكن معينة بيبقى صعب قوي ان انا غير الماجنيتك فيلد بتاعه فبحط شوية كويلز اضافية اه دي بقى تحكم فيها بكارنس اوكي دي ممكن تبقى حوالي 24 كويل مثلا عدد كبير جدا بحيس انها في الاخر لما بحب ان انا اعمل تريمينج للماجنيتك فيلد في مكان معين باقدر اغاير الكارن بتاعها وتتعمل للماجنيتك فيلد اللي انا عايزه في المكان اللي انا عايزه فدي هدفها ان انا في الاخر الفيلد كله يبقى يونيفورم طبعا لازم اخد بقى من حاجه مهمة اوي ان الفيلد ممكن يبقى الواحده يونيفورم بس ان ان بقى فيه بيشنت بيحصل لان يونيفورمتي فعشان كده انا ممكن ان انا استعمل الشيم كويلزي والبيشنت موجود علشان احسن اليونيفورمتي جوه البيشنت او في المكان اللي انا بصور فيه طبعا من الحاجات المهمة اوي في الاجزامبل بتاعه الكويلز يهو جريديان كويلز يشوفناه في الاكس وفي الواي وفي الزي اللي كنا بنستعملها فيه السليه سيلكشن وفريقونسي اينكودي وفريز اينكودي دي في غاية الاهمية وده لازم طبعا نحط لهاسكيندري ماكنس دي بتبقى عبارة عن كويلز برضو هو المشي فيها كارينس طبعا بنتكلم علي ريزيسيف كويلز طبعا نبقى عملش حاجه شيء كده ستبقى سقودينغير واينا الفيلد البطالله من هذا أصغير وفي نفس الوقت يعني التكلفة بتاعته تبقى بسيطة وفي الوقت نفسه برضو يبقى يعني بتاعته عشان نقدر نستعمله او عشان يعني ممكن نغير فيه حاجة او كده ممكن تبقى ابسط لما بتكون يعني في عندنا برضو حاجة اسمها دي بقى اللي بتسنده وبترسيف دي هي لزاك شكل حاجة كبيرة للبيشن بينام جواها دي اللي هي برا عن حاجة كنا اكدناها بتحط فوق راس العيان او كده دي برضو وتبقى يعني برضو نوع من انواع الكويز ازا انا بستعملها علشان اسند الرف فالسز عشان اكسايت وعشان ارسيف بعد كاس سيجنال من البيشن لو بكلم عن الشيم كويل زي ما كنت بقى اقول انا بعمل عشان البيزير وتبقى يونيفور اوكي فانا باسيكلي دايما ببنجر الحاجات دي في البي بي ام ريج احنا دلوقتي حاليا بالاستعمال الشيم كويلز دي ممكن نخلي الهموجينيتي بتاعتنا ممكن توصل لحاجة صغيرة جدا زي 1 ppm مسلا بعد ما كانت 10 ppm ممكن نخليها 1 ppm واصغر كمان من 1 ppm طبعا دي بتبقى مهمة جدا من ازبالنا ببعض الابليكيشن زي الاسبكتروسكوبي لان احنا في الاسبكتروسكوبي لو في عندنا في الهموجينيتي بتطلع لنا نتاج خاطئة وممكن بعض الحاجات ما نقدرش نشوف الاجردينت كويلز دي زي ما بيبقى في عندنا ودينا يعني في اتجاه الزي زي الزي كويلز او في اتجاه الاكس زي الاكس كويلز او في اتجاه الواي زي الواي كويلز كل واحدة فيهم بيعلاقة دائما انشان مختلف زي ما انتم شايفين كيف تبقى حوالين الماجنت جوه المنطقة بتاعت الايه يعني يعني خارج بالضبط او انسايد فروم البي زيرو بيبقى موجود القويلز دي عشان تدي اكساتيشن للايه للبيشنت او تدي جريدينت اللي هو محتاجينه عشان نعمل البيشنت الحاجات المهمة اللي احنا نبص عليها في عشان نختارها هي اساسا بتدينا في لازم نبقى عارفين ان هي توصل لماكسيموم كام بتاعها يعني تقدر توصل للقيمة دي بسرعة قد ايه دي مهمة جدا عشان والحقيقة بقى دلوقتي فيه عليها في بتاعها بقى فيه علشان يعني دي برضو بتقع ضمن الحاجات اللي لازم بقى فيه عليها او المكان نفسها بتاعها بتعملش الريد بتاعها علشان متعملش للمسل تويتشنج ده معناها ان يبقى فيها عندنا هنا جيالنا من الجريدينت سويتشنج دوت يخلي اكيني بقى عمل للمسلز جوه جسم النساء اكيني بقى عمل نيرف امبولس كده او هي نفسها تجنريت حاجة زي نيرف امبولسز كده تعمل للمسلز لارف كويز زي ما كنت بقول هي مجموعة الحاجات اللي بنشوفها دي كده اللي بنحط فيها رأس العيان او دراع العيان او رجل العيان او ممكن يبقى فيه حاجة زي حلقة كده تتحط على المكان اللي انا بصور فيه او ممكن يبقى فيه عندنا كويل يتحط تحت العيان بحيس ان هو يصور مثلا حاجة زي الحقيقة هدفها في الاخر ان هي تبعت الارف فالس وتستقبل السيجنال اللي جاينا بعد كده من البيشنط اوكي فمنها انواع كتير الحقيقة اه نوع مثلا زي اللي هو حاجة بسميها السادل كويل بالمانظر ده كده او فيه حاجة اسمها البرد كيج بالشكل العمل زي قفس العصافير كده طبعا احنا بستعمل حاجات بالشكل ده كده عشان ما يبقاش صعب جدا نحنا نعمل كويل يبقى ايه يبقى بيمر جوء المريض يعني احنا عاديين مسلا تجاه معاين صعب ان احنا ماشي كده لازم نخلي كل حاجة خارج المريض ففيه اشكال مختلفة على اساس ان احنا كل ما كان الارف كويل بتاعنا اه حاج مؤدل حاجة اللي بصورها بالزبط كل ما بتاعتي بقت احسن يعني انا بصور بكويل صغير كده عشان اصور مسلا حاجة زي الدراع عشان لو صورت الدراع ده بحاجة كبيرة كده هنا مش هتبقى حلوة زي هنا اوكي كل ما خليت يعني او كنت عادي بتاعتي تبقى كبيرة كل ما مفروض صغرت الفيلد فيو بتاعي على اد الريجين اللي انا عايز اصورها بالزبط في عندنا جزء برضو اللي هو زي الجزء اللي بكلم عليه هنا ده ممكن نعمل ملتيبل كويلز هنا بسميهم فيزا اري كويل ده كل واحد فين بيأكوير من حتة اوكي من حتة بتبقى جنب المنطقة اللي هو فيها بالزبط وباخد الاجزاء دي كلها عاملها مع بعضيها يعني كل واحد فين بيطلع لي صورة بعملهم مع بعض عشان طلع الصورة يبقى ايه تبقى احسن ما يمكن طبعا دي بتتعامل كده لان انا لو محط كويل بالشكل ده الجزء اللي جنبيه بيبقى على فمعنا كده الجزء ده احسن فمعنا كده ده احسن فمعنا كده لما جمعهم كلهم مع بعض يبقى المنطقة كلها هيبقى فيها عالية هتساعدني ان انا قادر اشوف كله مسلا بشكل يكون ايه يكون احسن بكتير من انا اشوف جزء جزء لما اكتر الماجنت بقى طبعا لازم اكون عارف يعني ايه مزايا وايه عيوب الانواع المختلفة الماجنت طبعا من عيوبه الاساسية ان هو تقيل جدا لو انا حاولت اخلي فيه في بعض الحاجات بعض الماكة مثال امور اي اكشوري بتحط على عربية نقل بالشكل ده كده وده بيتعامل مسلا في المستشفىات بحيث ان يبقى بدل ما مستشفى تشتري ماكة ويبقى المستشفى التانية ترفير ليها لا ده فيه مسلا كزا مستشفى يعملوا شيرنج لماكة ويبقى الماكة دي في عربية نقل كده تتنقل بين المستشفى دي كل مسلا مستشفى يوم اوكي فطبعا لو انا حاولت الصورة دي صورة لطيفة الحقيقة بتقول لنا لو انا حاولت اعمل الكلام ده ببيرمت ماجنت ده اللي هيحصل فعليا طبعا حاجة مش مش لطيفة خالص طبعا ما ينفعش ان انا اعمل الكلام ده ببيرمت ماجنت عادا حاجات اللي زي كده بنعملها اياما بسوبر كونداكتين اياما بريزيستف طبعا هنا الفيلد سترينث بتاعي ما ببقاش كبير عكس السوبر كونداكتين ننسى ريزيستف ده لان هو بقى اولاقي القوي وهو كده كده في الماركت ما هواش كتير يعني ماركت ما هواش فيه ريزيستف ماجنت كتير يعني نقارن احسى بين السوبر كونداكتين وبين البرمننت البرمننت اي اميسه الاساسية طبعا هو ما فيش تكلفة خالص للاستعمال بتاعه بنتكلم على الفيلد سترينث بتاعه يعطب من عيوبه ان هو مش كبير القوست بتاعه هو ارتبها الرخيص عشان كده يعني بنتكلم على يعني ان هو لو واحد عايز يشتري مثلا ما كان بسعر رخيص غالبا بيروح للبرمنت ماجنت ما بيروحش للسوبر كونداكتين اسم ايلي متكلم على ايدي هم بتاعه او للمساحه اللي هو مش محتاجه الاودolog الأ meditate نتيجة لان الان الماجنت tipi صغير بتبقى بردو صغيرة بعكس السوبر كونداكتين ماجنت بيبقى لازم لازم عدة ننتكلم على ان يدها بتاعه طبعا مسته ان هو كبير قوي نتكلم على الHa een to democrats ماء باتتكلم على الوا Stamp的 tied sign بنتكلم ايforderه يعتبر بردو لحد ما مش صغير بس طبعا لاحز الان احترامها تلاتين طن تلاتين طن دي دي حاجة ضخمة جدا هنا بنتكلم على حد برضو حد ما بنتكلم على اللور اند بتاع البرمنت ماجنت يعني فطبعا كل واحد فيهم ليه مزايا ولو عيوب بس طبعا في بعض الابليكيشنز مالهاش حل غيرنا بستعمل السوبر كونتاكتين ماجنت زي ما بكلم مثلا على الفنكشن مري بكلم على سبيكتروسكوبي بكلم على اي ابليكيشن محتاج سيجن انتونيز ريشو عالية لازم استعمله السوبر كونتاكتين ماجنت ممكن نقارن بقى بالادفانتجز وديسادفانتجز بكل واحد فيهم يعني بتكلم مثلا على البرمنت ماجنت لاو كابيتال كوست لاو بحتاجش اي هيليم ولا حاجة زي كده الفرينج فيل بتاعه تغير فالقوضة بتاعته ممكن تكون صغيرة عيبه زي ما قلت الميتد فيلد سترانت بنكلم على فيلد سترانت بتاعنا ما اقدرش يغيره يعني هو ثابت يعني ده برمنت ماجنت ما اقدرش ان انا غير فيه ولا اعمل فيه اي موديفكيشن ننسى بقى الريزيستف ده لانه هو ما هواش جزء مهم قوي السوبر كونتاكتف ماجنت الحقيقة بزيت انها هاي فيلد والهموجينيتي عالية جدا برضو ممتازة الباور كونسومشن برضو الليلة مش مش بطالة الميزة برضو او العيب بتاعه بقى انه هو كابيتال كوست بتاعه عالي يعني تكلفته عالية الكريجين كوست بتاعه اللي هو ده الرانين كوست بقى اللي انا بحتاج اغياره كل فترة اللي هو كل سنتين او كل ثلاثة دلوقتي ده برضو فاكتور مهم قوي لانه هو مكلف بنتكلم على الفرينجي فيلد بتاعه انه هو عادتا نتيجة الفرينجي فيلد بتاعي كبير الفرينجي فيلد بتاعي برضو بيبقى ايه رغم انه حتى لو استعملت اكتف شيلدنج بيبقى برضو ستيل بيبقى ايه بيبقى برضو مش قليل فبحتاج انه انا احطه في قوضة تبقى حجمها كبير شوية طبعا نتيجة ان الامر اي فيه ماجنت كبير الماجنت الكبير ده ممكن يؤثر على الحاجات الموجودة في الانفيرومنت اللي حوالين الماكنة بتاع الامر اي فلازم ناخد الكلام ده في اعتبارنا واحنا بنديزاين السويت بتاع الامر اي في جوة المستشفى عشان ما احصلش اي مشاكل نتيجة لوجوده فاحنا نتكلم دلوقتي على تأثير الامر اي الانفيرومنت ان احنا بعد كده نتكلم في الصعيد جاية وهي دي اخر حاجة هنتكلم على تأثير الامر اي الامر اي فاحنا بنتكلم دلوقتي على ان يعني في عندي كزا لابل كده للسترنت بتاع الماجنتيك فيلد 5 جاوس او 5 ميلي تسلا 1 ميلي تسلا 0.5 ميلي تسلا 0.1 ميلي تسلا 0.5 ميلي تسلا دي اللي هي ال 5 جاوس لاني اوكي فبنتكلم على يعني لما نتكلم على الانالوج واتشيز وكرييت كارز يستحسن انها تقرب من ال 5 ميلي تسلا فيلد اوكي يعني مفروض انها تبقى يعني قبل ال 5 ميلي تسلا فيلد دوت لو اتكلم عن ديسك درايف والكمبيوتر يعني دي طبعا بتكلم على الحاجات مثلا مثلا زي الكونسول بتاع الماكة نفسها لازم بيبقى بياند الاي او 1 ميلي تسلا لان او اكشل لو انا اقرب من كده هلاقي مثلا لو انا بستعمل سي ار تي مونيتور هلاقي نسي ار تي مونيتور دا عليه عن شكل الفيلد بتاع الماجنيتك فيلد بتاعي بيبقى مأسر على الديس بلاي بتاعي لو بتكلم على فيديو كاميرا او سي ار تي او كده بتكلم على يعني بتكلم على يعني بتكلم على مفروض تكون بارل 5 جاوس لاني ايه 0.5 ميلي تسلا لو بتكلم على بيشنس عندهم بيس ميكر او عندي اميج انتنسيفاير او حاجة ازا كده في السويت جنبية بتاع اكس راي او حاجة ازا كده نفسك انا باخدها بعد ال .1 ميلي تسلا line طبعا دي حاجة مهمة جدا لان البيس ميكر دا ممكن يبقى فيه واحد ماشي في الطرقة اللي جنب السويت بتاع المري فلازم اميكشور ان القوضة بتاعتي يعني تبقى بياند الكلام دا علشان الناس اللي ماشية ما يبقاش فيها اي تأثير عليها خالص يعني يبقى نضامن ان في الناس اللي ماشية في الاماكن اللي جنب المري او قاعدة في الاماكن اللي جنب المري تبقى ايه تبقى سيف لو بتكلمنا نحط بقى مكان تاني يعني مكان مثلا زي نيوكلير كاميرا نيوكلير جاما كاميرا مثلا او سيتي سكانر وكده يوسحنا يبقى بياند بقى الايه ال .5 ميلي تسلا ويبقى as far as possible من المكانة ناخد بقى انا من حاجة مهمة جدا ان الكلام دا مش بس في الدور اللي فيه الامراي يعني الكلام دا مش نتخيل مثلا احنا هنحط دي او دي في نفس الدور اللي فيه الامراي لا ناخد بقى انا الامراي لو محضوط هنا مسلا جوة المستشفى هنا يبقى لا اخد ناخد في اعتبارنا ان الكلام دا كله برضو بيأبلاي للادوار اللي فيه والادوار اللي تحتيه نفس المسافات هي هي بالزبط يعني لازم اشوف الفرينجي فيلد بتاعي عامل ازاي في كل ال . اوكي وعلى اساسه حدد بقى الحاجات اللي فوق الحاجات اللي تحت والحاجات اللي جانبه من الاتجاهين هيبقى فيها ايه طبعا اي شركة بتاعت ام ار اي بتبروفايد للمستشفى البلانز بتاعت الكلام دا تدلي اللي هي الدياجرامز بتاعت الماجنيتك فيلد شكله اعمل ازاي في الثري دامينشنز فدي حاجة في غاية الاهمية عشان ما يبقاش في حاجة فوق الماجنيتك فيلد او فوق الماجنيت مثلا في القوضة اللي فوق ولا حاجة وتبقى فيه مثلا ممكن بيشنت يبقى عنده بيسميكر يجي فيها مثلا يبقى فيه خطورة شديدة عليه طبعا فلازم ناخد في اعتبارنا ان فيه افاكس نتيجة اللي ماجنيتك فيلد دوت والايفاكس دي ثري دامينشن مش بس في دامينشن مثلا في دامينشنز اللي موجود فيهم الايه في الفلور اللي في الماجنيت لا ده ثري دامينشنز معنى كده في الادوار اللي فوق واللي تحت من الايه المكان اللي محطوط فيه الامر اي سيستم الايفاكت التاني بقى ان بكنا بقى الايفاكت اوف امفاكت اون امر اي يعني دلوقتي الامفاكت نفسها بتأثر زي الامر اي الفكرة في حاجة زي كده فكرة بسيطة جدا نقدر الوقتي لو عندي الماجنيتك فيلد بالشكل ده هو اكشوري هو جوه يونيفورم كل حاجة بس اكشوري ماجنيتك فيلد زي ما احنا عارفين لازم خطوط الماجنيتك فيلد بتبقى دايما كونتينيوس ولازم انها تعمل سيركل لازم تعمل لازم تبقى كونكتد ما فيش رندي حاجة اسمها خط وخلاص يبقى هو ده ماجنيتك فيلد لازم كل ماجنيتك فيلد لازم في الاخر يقفل السيركلت بتاعته لازم السيركلت بتاعته بتبقى κلوس سيركلت cloud فمعنى كده لو انا فرضا حطيت حاجة فيها ايرد قريبة من الماجنيت هتعملي جوه فيلد اللي برة وبالتالي هتعمل conocer للجوه. اوكي? فمعنى كده ان احنا نتيجة ده ده هيبنى عندنا بقى في الصورة بتاعتنا ان الصورة بتاعتنا فيها والحقيقة الحاجة اللي زي كده انا شفتها حقيقة مرة كان في مستشفى السويس كان اول ما كان تركب في السويس الحاجة بتاعت كانت رجبت واشتغلت وكل حاجة مزبوطة وبعد كده بعد شهر لقوا ان الصور بتاعتها كلها فالحقيقة كان فيه خلاف بين المحافظة وبين الشركة اللي هي ركبة الجهاز واضطروا طبعا يجيبوا ناس عشان يعني ايه يفصلوا في الحاجة زي كده فالحقيقة كنت رحت عشان ابص على الموقف ايه فالحقا اللي لقيته انة لقيت الماجنت اللي كان موجود دوت مركبين فوقي مباشرة اه عنش عشان يرفعوا مواد بنا عشان يبنوا حاجة في الدور اللي فوق فالحقيقة الوانش لما كان موجود فوقي كان عمل حاجة زي اللي احنا شافنا انا بالضبط عمل الوضبط والديستورشن ده سبب ان من الدمانجنتيك فيلد اللي ده ده كان عمل دستورشن برضو حصل فيه دستورشن ودستورشن اللي ده على طول بيطلق لنا صورة فيها ارتفاكس بيتبقى عنيفة جدا فعشان نعرف بقى اي الحاجات اللي ممكن تعمل لنا دستورشن لما بتكلم عن الحاجات اللي هي مثلا سمول ميليكال انسترومنس مثلا زي مثلا بتكلم على مثلا اي حاجة فورسابس حاجات اللي زي مثلا اي حاجة عموما الدكتور بيستعملها ادوات صغيرة بتاعت الدكتور بتبقى متالك اوكي دي برضو يستحسن انها تبقى بايدة على قد ما نقدر كويس الهاند تولز برضو نفس الكلام لو فيه مثلا حاجات ادوات اصلاح مثلا ولا حاجة منفكات حاجات زي كده فيها برضو مانجنتيك ماتيريال او فيها حتى متالك ماتيريال ممكن ايه لو موجودة جنب الماجنت برضو تأثر عليه لما بتكلم بقى ان احنا لو عندنا بقى على مسافة اكبر شوية لها الحاجة اللي بنقى عليها العيان عربية اللي بنقى عليها العيان او في عندي مثلا في قودة جنبية ولا حاجة او في عندي لسبب من الاسباب موجودة او لأي سبب من الاسباب برضو مثلا اصنسير مثلا ولا حاجة المكان بتاعته جنب جنب الماجنت برضو فيها مشكلة الكلام ده كله طبعا بتكلم على حاجات بتبقى بتاعك بخمسة ميلي تاسلا كويس لو الحاجات دي موجودة هنا بياند الخمسة تاسلا دي هتعملي مشكلة اوكي لو الستريتشة دي موجودة بياند الواحد تسلا تعملي مشكلة واحد ميلي تاسلا تعملي مشكلة الموتورز والحاجات دي ماشينري لو بياند الـ .5 ميلي تاسلا او تعملي مشكلة النقطة بقى نلاحظ ان في عندنا اوتوموبيلز وايليبيترز بتكلم على الحاجات دي عندي يعني بتكلم على الـ .1 ميلي تاسلا بكلم برضو ان انا لو بركب مكتل ام ار اي في مثلا في مكان والمكان ده جنبيه باركينج لو عربية بتطلع او بتخش ممكن تعملي اوكي فدي الحقيقة واحدة من الحاجات اللي هي يعني فعلا لازم ياخد بالو منها كويس قوي لان انا شفت قبل كده بعض الحالات اللي كان فيها ماجنت تركيبت في اماكن كان ماشي جنبيها مثلا اطر او ماشي جنبيها مثلا كان فيه مترو اوكي دي بيحصل فيها مشكلة حقيقية انها بيبقى فيها صعوبة جديدة الحقيقة انها تشتغل بشكل مظبوط يعني تشتغل مثلا لو كان ما فيش اطر معادي لو في اطر معادي بيقى فيه اوكي فلازم ناخد بالنا يعني من الحاجات الصغيرة دي عشان لما نحط الماكنة بتاعتنا في مكان نبقى بصين كويس قوي وشايفين مزي كان الحاجات اللي برا المكان ده هتأثر علي وهتخلي الصورة بتاعتنا فيها مشكلة ولا ده فاحنا كده شفنا نوعين من اللي على ام ار اي واحد نتيجة ال ام ار اي على الانفارمينت واحد نتيجة الانفارمينت على الام ار اي وواحد فيهم معناها ان انا ممكن تقزي حد او الانفارمينت نفسها يبقى فيه حاجة تقزي مكة الامر اي او تخلي بتاعها يبقى ايه يبقى انكوريكت طبعا المحاضرة بتاعت الامر اي حقيقة محاضرة طويلة وطبعا موضوعها الحقيقة يعتبر من مواضيع مش بسيطة طبعا الكورس ده انتندد للاندر جراديو ستودنت وطبعا فيه تفاصيل كتيرة طبعا في الفاست ايميجين وفي الار اف بلس ديزاين اVhx mri plateau pool difflusion imaging كبير ، top progressing مر ايaw Diffusion ander ايه ها انشاء الله انني تقوا فيه بجراديو اي الرائしょ przykład فيه بعض الاسائلة اللي بنصح الناس ان ان تحاول الكم лишь كل ما ترد نطبيغا اليوم من ق Lag crit roc mq exams انا كنت بعملها دايما يتود کار الان 유 طبعا مراي واحدة من الموديلتز مهمة جدا واتمنى ان كل الناس تحاول تفهمها كويس علشان لأى اكتر من اي موديلتز موديلتز تاني